اول حاجة نحب نتكلم عليها في الالتراساوند ايميجينج عايزين نعرف شكل المكنة بتاع الالتراساوند في الاول خالص عشان نبقى متخيرين نحن نتكلم علي ايه طول ما نماشيين بقى في الجزء بتاع الفيزيكس احنا عندنا المكنة بتاع الالتراساوند الموست كومن فورم بتاعها اللي بنسميه البورتابل فورم اللي بيبقى بالشكل ده كده بيبقى بعجل اوكي ويبقى فيه هنا مجموعة من الاك سابقات بيبقى موجودة يعني ممكن يبقى فيه هنا فيديو بنتر ويبقى ممكن يبقى فيه أنزل امن كيبورد ، يكون كل الكنترول بتاع المكنة بيبقى فيه بيطلع عليه الصورة بتاع الالتراساوند ويطلع عليه برضو كل المنوز وكل الكالكوليشن ويبقى فيه مجموعة من الترانساديوسرس محضوطة على جنب المكنة كده وطبعا تبقى وصلة في المكنة بشكل كده بكونكتورز مخصوصة بنسميها زيف كونكتورز او زيرو انسيرشون فورس كونكتورز عشان بتبقى لها بنز كتيرة فالاو احنا بنضغط عشان ندخلها عشان نخليها ان كونتاكت بتبقى دايما صعبة شوية فعشان كده بتتعمل بشكل ان هو يخش بمنطقة البساطة وبيبقى فيه كي كده او لك بيقفل عليها في مكانها عشان تبقى الكونتاكت بتاعها كويس مع كل الابنز الموجودة الترانسيديوسر زي هي اللي الدكتور بيستعملها علشان يحطها على المريض وبيتلي شغل المكنة بعد كده والصورة بتاعت المريض بعد كده بتطلع على الايه على الشاشة دي الكونترول بانل بقى دي مثال الكونترول بانل بيسيكتي ببيع فيها مجموعة كيز اساسية جدا اهم من مجموعة كيز ان اقول لكم عليها دلوقتي الاهم كيي الحقيقي هو الكي بتاع الفريز هو ده بتاع الان اف يعني انا دلوقتي لما بحط الترانسيديوسر على المريض لازم اعمل قضط على الزرار ده هو فريز انفريز يعني بيتوجل الفريز اوكي يعني ضغطة تخلي المكنة تشتغل تعمل سكانيج وضغطة تانية تستاب السكانيج ده وتفريز الصورة اللي على الشاشة طول ما انا بعمل سكانيج الصورة اللي على الشاشة بتتغير يبقى عندي ايه كان فيه موفي كده بيتحرك قدامي حسن ما بحرك الترانسيديوسر بيجيب الصورة اللي قدامه ريال تايم اوكي لما اعمل فريز اخر صورة بتثبت في مكانها بحيث مثلا لو انا عايز ايس من عليها حاجة او عايز اطباها او حاجات زي كده بيبقى فيه برضو عندي الحاجة اسمها time gain compensation الحقيقة هنشوف ان الالتراساوند كل ما بنخش في الدبث كل مكان الامبليتوب بتاعه بيقل جامد جدا بيحصل له attenuation او بيحصل له نقص جامد اوكي فالTGC ده مهمته ان هو بيحطيلي gain as a function of space يعني مجموعة السلايدرز دي كل واحد فيهم بيبقى عبارة عن ال gain عند depth محدد اوكي ده ال shallowest depth وده اللي هو الايه ده ده ديبست يعني depth الموجود اوكي فباسيكلي احنا بنحط amplitude او بنحط gain قليل في القريب لان الامبليتوب بتاعه بيبقى جاي قوي وكل ما بعيدنا جوا داخل الجسم كل ما الدبث كبر كل ما اطاريتنا اعليل gain علشان اخلي الصورة more or less uniform اوكي بيبقى في عندي بوتونز بيتحكمني في transmit level انا عندي لما ببعت ultra sound ببعتها بانتنسي معينة ممكن اكبرها او اقللها من هنا اوكي طبعا يعني مش ما يستحسنش طبعا احنا نكبرها كده عمال على بطال لازم نقلل على قد ما نقدر ان فيه concept اسمه as low as reasonably acceptable يعني بيبقى يعني حاجة اسمها alara principle يعني عشان السيفتي بتاع المريض يستحسن احنا نقلل ده على قد ما نقدر بحيس ان الصورة still برضو تبقى ايه؟ تبقى still برضو acceptable ما يبقاش الصورة وحشة وانا بقول ان انا مش عايزة ابعت كتير بيبقى في مجموعة من presets هنا لو انا حبيت مثلا ان انا بعالج الصورة بتاعتي بعد ما بخلص بطريقة ماينة بيبقى عندي مجموعة من preset تسمحي ان انا اعمل الكلام ده بيبقى في عندي هنا حاجة اسمها mode selection mode selection دي بتقولي انا بعمل scanning بانهي mode هتكلم دلوقتي حالا على انواع الموض الموجودة في الالتراسون عشان اتخيل برضو الالتراسون ممكن نعمل بي ايه؟ بيبقى في مجموعة من الكيز بيبقى فيه كيبورد عادية خالص هي الكورتي كيبورد وبقى فيه trackball بيقوم مقام الماوس بالزبط يعني بيعمل نفس الحاجة اللي بيعملها الماوس بالزبط وممكن بيستعمل الكلام ده كله عشان مثلا ان اقيس حاجة او عشان مثلا اكتب مثلا اكتب مثلا كومنت مثلا او اكتب report او حاجة زي كده بيبقى في عندي control عليسكان دبت يعني ممكن انا خلي الصورة بالسكان اللي انا عايزه اسكان دبت اللي انا عايزه وممكن برضو غير الفوكل دبت لان انا ممكن اعمل فوكسنج للالتراسوند علي دبت محدد يبقى الادبث بتاعيي بقى مثلا 16 سنتي وأنا بعمل فوكسنج مسلا على 8 سنتي حسب الـ Structure اللي أنا ببص عليه في وسط الصورة دي طبعاً مثال كده للـ Keyboard طبعاً مش كلهم زي كده بس الحاجات الأساسية لنفس الـ Item اللي أنا بقولها دي دايماً هنلاقيها موجودة في كل مكان Ultra Sound لو احنا منتكلم على الـ Block Diagram بتاع الـ Ultra Sound احنا بيبقى عندنا الـ Hardware الاساسي بتاع الـ Ultra Sound بتاع الـ Scanner هو بيبقى في الجزء ده كده بيبقى في عندي Transmitter بيبعت للـ Transducer بيبعت الـ Ultra Sound وبعد كده بيستقبلها تاني هو نفس الـ Transducer بيسند و بيريسيف بيبقى الـ Returned Wave اللي جاية دي بتخش على حاجة اسمها TR Switch هي بتبقى عارفة لما التـ Transmitter بيبعت بتخلي السويتش ده ينقل السيجنال تبقى من التـ Transmitter للـ Transducer في الجزء بتاع الـ Reception لا بتخلي بقى السيجنال اللي جاية دي تخش على الـ Reception Part اللي هو بيبقى عبارة عن فيه Amplifiers و Time Gain Compensation وبعد كده تتحول لـ Digital وبعد كده بنعمل حاجة بنسميها Receive Beam Forming اللي احنا بناخد الـ Data اللي جاية لنا دي ونعمل بها خط من خطوط الـ Ultra Sound اللي احنا بنبني بها الصورة طبعا كل الحاجات اللي بنتكلم عليها هنا دي ده جزء بتاع الـ Hardware بتاع الـ Ultra Sound فيه جزء بتاع تـ Transmit Beam Formal برضو الماستر كلاك اللي بتحدد امتاً هبعت الخط بتاعي كل الكلام ده بيبقى كنترول عادةً كنترول عادةً بكمبيوتر والكمبيوتر ده هو اللي واصل في الاخر بالـ Display فبيبقى فيه يعني يعني كمبيوتر هو اللي بيبعت الـ Instructions للجزء بتاع الـ Hardware ده اللي هو الـ Hardware بتاع بنسميه الـ Anarch Front End والـ Anarch Front End ده بيرجع لنا الـ Data بعد كده في شكل ديجيتال علشان نبتدي بعد كده نعملها بروسسنج ونبني بها الصورة في الجزء بتاع الكمبيوتر ده والجزء بتاع الكمبيوتر ده عادةً بيبقى فيه جزء بتاع الـ User Interface ده ممكن يبقى فيه كيبورد ممكن يبقى فيه Input Controls زي مثلاً ممكن يبقى فيه مثلاً فوت سويتش او فيه مثلاً بعض الحاجات اللي ممكن تبقى مثلاً في يعني الدكتور ممكن يعملها هو بيعمل سكاني بيبقى فيه مثلاً جزء بتاع الـ Display نفسه ممكن دكتور يتحكم فيه برضه بصفة يعني مستقلة عن الكمبيوتر نفسه وفي كل الأحوال هم تات أجزاء دول هم اللي بتكوّب منهم ايه؟ جهاز الـ Ultra Sound الـ Anarch Front End الـ Digital Back End والـ User Interface ناخد بقى ناظرة ومقربة شوية على الـ Transducer شكله عامل إزاي؟ عندنا أشكال مختلفة جداً من الـ Transducer في الـ Ultra Sound عندنا المستقبل عادةً بيبقى الـ Transducer ده بنسميه Convex Array Transducer ده عادةً Frequency بتاعته تبقى من 3.5 ميجا هيرتز لغاية 5 ميجا ده عادةً لـ Abdominal Imaging الميزة بتاعت الشكل دوت انه بيعملي صورة بتبقى ايه؟ سكتور يعني لو احنا بصينا ده كده ده بيسكن كده في الـ Direction ده وده كده وده كده وده كده وده كده ففي الاخر بتلاقي صورة سكتور باخد Area of Entry صغيرة او يعني مسافة of Entry صغيرة وبطلع بيها بعد كده بصورة ممكن تبقى Very Large يعني ممكن تجيب لي الـ Abdomen كله من حتة صغيرة انا داخل منها النوع التاني ده بسميه Convex Array Transducer ده بسميه Linear Array Transducer Linear Array Transducer بيبقى هو برضو فيه مجموعة من الـ Elements كل الـ Elements بيبقى يعني كله محطوط جنب بعضه بشكل Linear وانا بختار مجموعة منهم اعمل لهم سكانينج برضو هنا بطلع صورة بقى شكلها Rectangular عشان الـ Transducer كلها بصل قدام كده فالميزة بتاعت ده الحقيقى ان احنا بنستعمل Frequences اعلى شوية وبنجيب رزولوشن احسن شوية وعيبه الحقيقى ان الصورة بتطلع ضياء شوية يعني بقدر اسكان بيه حاجة ممكن اقول عليها Small Parts مش بكلم على حاجة زي الـ Abdomen مثلا يبقى الـ Area بتاعتها تعتبر كبير الـ Transducer ده بسميه Endo Cavity ده بيستعمل مثلا Endo Vaginal أو Endo Rectal أو كده ده بيستعمل ان احنا بنستعمل يعني بعض الاحيان بنحتاج ان احنا مثلا نسكان الـ Prostate مثلا من الـ Endo Rectal Probe ده بيبقى الـ Probe بتاعي بيبقى عبارة عن الحاجة اللي في التب دي اللي في التب بتاع الـ Transducer دي فده بتسمحني الحقيقى ان انا اعمل اكسس لبعض الحاجات اللي بيبقى صعب علي ان اعمل لها اكسسنج من بره فده بتبقى مفيدة جدا في بعض الحاجات اللي زي الـ Prostate مثلا وزي Obstetrics وبعض الحاجات بتبقى محتاجة حاجة زي كده بتبقى الحاجة مفيدة جدا في ان احنا نستعمل الـ Endo Cavity Probe دوت في عندنا الـ Probe اللي هو شكله صغير خالص ده ده بنسميه Phaseed Array Transducer الـ Probe اللي موجودة كل Probe التلاتة اللي احنا كدنا عليهم سوفار دول بنسميهم Linear Array أو Array Transducer كويس ده Convex وده Linear وده Endo Cavity ده بقى بيبقى حاجة اسمها Phaseed Array يعني هو نفسه بيبقى بيعمل سكاننج بكل Transducer تلاته دي بيعمل لها ستيرينج في اي اتجاه يقدر يعمل لها ستيرينج في اي اتجاه يعني بيعمل لها فوكسينج في اي مكان وبيعمل لها ستيرينج في اي اتجاه فبالـ Probe دوت نقدر نعمل سكاننج لسكتور يعني بدأ نقدر نجيب نفس الحاجة اللي كنا بتجيبها بدأ الميزة بتاعت ده الحقيقة ان هو حاجمه صغير جدا فممكن مثلا لو احنا بنصور القلب ولا حاجة ممكن نحط البروب ده بين الريبس ونقدر نبص على القلب لو احنا استعملنا بروب كبير زي كده مش هنقدر نحنا نبص لان الالتراساوند الحاجة زي ما هنشوف بعد شوية عندها Limitation ما تقدرش ان هي تمشي او لو في عندي انترفيس بين Air وبون او أو Tissue وبون او Tissue وبون او Tissue Air الكلام ده كله ما ينفعش ان الترانسلوسير يعديه فلو انا عندي مثلا ريبس وحاط الترانسلوسير قدامها الالتراساون ماتدرش تعادي بيوند الريبس فمعنى كده ان الحاجة اللي قدامي هتبقى بلوكت يعني كل الصورة اللي انا بصورها بتبقى بلوكت بالايه بالبون اللي موجود ده يقدر يصور لي حاجات من very small footprint على البيشينت وممكن تخش في حتة ممكن يبقى صعب جدا ان انا استعملها في ايه يعني بالبروبس العادية اللي هي Linear Array Probes في بعض الحاجات التانية بقى اللي زي كده دي ممكن استعملها مثلا في يعني سيرجيكال بروبس ممكن انا في جوا عملية مثلا يبقى البروب ده الناس بتستعمله ده بيتعقم وبيبقى ممكن هو يعني داخل العملية ممكن دكتور يستعمله عشان يقدر يشوف في حاجات بنسمع لابروسكابيك بروب ده بيبقى بروب ممكن هو يخش جوا الجسم ويقدر ان هو يمشي في مسافات طويلة يعني برضو بيستعمل في العمليات الجراحية زي المنظار كده ونقدر برضو بينا احنا نبص على حاجات بيبقى صعب شوية احنا نبص عليها بايه بالالتراساوند ترانساوند ترانساوند لو احنا بتكلم على الامج فورمات سيبتطعناها في الالتراساوند هنلاقي ان احنا تعتمد على شكل بروب عامل ازاي لو انا بتكلم على Linear Probe Linear Probe يبقى بالشكل ده كده الصورة بتاعته بتطلع شكلها زي ما كنتم بقول كده شكتها rectangle لان عندي هنا باختار مجموعة من ال transducers ومشيهم كده كل مجموعة يجبولي خط كده بحيس قبني صورة برع مجموعة من الخطوط شكلها جنب بعضيها كده اكينها matrix بالظبط لو انا عندي convex array Probe بيبقى عندي ميزة ان انا بعمل تصوير في انتجاهات مختلفة فبيطلع لي شكل الصورة بتاعتي بس انا بسميها sector image فالسكتور image ده بيبقى في ميزة الحقيقى ان انا بقدار اصور من entry point او انتري يعني ديستانس صغيرة ممكن انا اجيب صورة ممكن انا اتغطي دبس كبير جوه البيشن دي عادة بتتستعمل في الايه في الحاجات زي الابدوم الامنجين اللي بيبقى عندي فيه حاجة كثيرة عايزة بص عليها جوه البيشن ممكن يبقى في عندي بعض الحاجات اللي انا زي ما كنت بقول مجموعة من الترانسيديوسرز ممكن نعمل بيهم ستيرينج فانا كده ممكن اطلع بيه حاجة تبقى شكلها زي السكتور كده بس باستعمال لينيار انري بروب هنتكلم عن الحاجات دي طبعا الحاجات اللي هي ترابيزويدل والكمباون دي مش مش كومون بس يعني هبقى اكلم عليهم قدام شوية في جزء بتاع البروب نتخيل بس انها عندنا الصورة بالفورمات دي او بالفورمات دي او طبعا نبقى متخيلين برضو ان الفورمات دي ممكن تبقى جنرال كيس بتاعتها ممكن انها تبقى يعني ممكن نجيب دايرة يعني ممكن ترسلوسرز نفسه يبقى دايرة زي ما مثلا في الاندو كافيتي بروب ممكن تبقى شكله حاجة عاملت زي كده وطلع للصور عبارة عن ، يعني الاريا حوالين الدايرة دي يعني تبقى عبارة اجناء حلقة كده او tooth die داينيو بي 보고 collarلي شكلها ايه شكلها ان بالشكل دوت. لو هندي امثلة على الميجور مود الموجودة في الالتراساوند اهم مودة عندنا هو البي مود. مفيش اي مكنة التراساوند مفيهاش بي مود. اوكي. ده اهم حاجة موجودة. وده اللي بيجيب لنا 2D imaging. ده 2D imaging. ده اللي بنمتدي بيه ممكن بعد كده نعمل بعد كده دوبلر او ممكن بعد كده نعمل او ثلاث دامنشنل امجين او فو دامنشنل امجين. بس ده الاساس. احنا بنسميه بي مود علشان هو brightness modulated. اوكي? يعني ايه brightness modulated? يعني احنا عندنا كل الصورة بتاعتنا دي طبعا شكلها sector يعني البروب بتاعنا بيبقى مفروض في المكان اللي هنا دوت. وكل واحدة من الخطوط اللي هنا دي عبارة عن خط جايري من ايه? من البروب من ايه? في وقت معين. اوكي? وحطوتهم جنب بعض كده وعملهم interpolation عشان يطلع بيهم الصورة دي. الخط اللي هنا دوت زي ما احنا شايفين كده عبارة عن كل النقطة فيه لها intense دي. يعني هنا كلها بواخدة gray scale كده من اسود لغاية الابيض. اوكي? ال gray scale ده لو ما يكون هنا فيه اسود. معنى كده ان انا عند النقطة دي ما جاليش reflection. فنقطة دي لونها غامق كده عشان ما فيش reflection جات من النقطة دي. والنقطة اللي هي النقط اللونها ابيض دي. لونها ابيض عشان جالي منها reflection في المكان بتاعه. فباسيكلي انا بحط يعني يعني بابعت ultra sound كويس? وباستنى بعد كده reflections اللي جايالي. وبابني بها الصورة دي. النقطة اللي جالي عندها reflection. بحط عندها نقطة بيضاء. النقطة اللي ما جاليش بحط عندها نقطة سوداء. وعموما لو اي reflection جاية او حسب الامبليتوب بتاع reflection اللي جايالي. بحط ال intensity اللي انا بشوفها في الصورة دي زي ما انا شايفها كده. اوكي? فباسيكلي طبعا احنا يعني اه البوزيشن بتاع الاكو نفسه اللي رجالي. اه بنبقى عارفينه علشان احنا عارفين basicly transit time. احنا عارفين الوقت اللي اخده. انا بعت مثلا التي بتساوي zero. جالي بعد كده ال reflection التي بتساوي مثلا ساي 100 ميكرو ساكند. مثلا. انا عارف سرعة الالتراساوند جوه التيشو زي ما هنشوف بعد شوية. وعارف ان انا همشي مسافة. لو انا 100 ميكرو ساكند. انا عارف ان دي برا عن المسافة اللي انا خدتاها باب ما رحت وجيت. من المسافة اللي انا كنت بتكلم عليها. اوكي? فبدلالة السرعة بتاعة الالتراساوند بقدر اعرف بالزبط المسافة بتاعتي اللي جايلي منها الاكو فين بالزبط. اوكي? فبقى register السيجن اللي جايلي دي في المكان بتاعها في الصورة. وبعد كده بابني بقى الصورة كلها من مجموعة الخطوط اللي جايلي من داريكشن المختلفة دي عشان ايه? اكمل السيكتور بتاعي ده كله. وبعارضه زي ما احنا شايفين كده في صورة بيمود. اه اه يعني عبارة عن غري سكيل اميج. والغري سكيل اميج دي بتعبر عن الاماكن اللي فيها رفليكشن والاماكن اللي ما فيهاش. اه باي دا واي الصورة دي صورة بتاعة اب دومن. الجزء اللي هو شكله اه يعني مورو لاس فلات ده. ده هو ده الليفر. اوكي? الجزء اللي هو اه شكله يعني عامل زي اه حاجة بيضاوية كده وفيه حاجة جوة برضو بيضاوية بس منورة اكتر. ده عبارة عن الكيدني. ده الكورتكس وده الميضولة بتاعة الكيدني. الجزء ده الديافرام. اوكي? في حاجات كتيرة او ممكن نشوفها القطة الساون حقيقة بشكلها صعب في الاول وشكلها نويزي قوي. بس بعد ما نبص عليها كزا مرة ونعرف كل حاجة بتعبر عن ايه بيبقى سهل بعد كده نفهم هي بتاعة ايه. المود التاني المهم برضو اللي بيشتعمل عادة في الهارت في الكارديك ايميجينج. اه بنكلم حاجة اسمها الام مود. اوكي? ده بنسميه ام مود عشان هو بيدي نوت موشن مود. الفكرة فيك القاتي. انا دلوقتي بدل ما يعني عندي هي الصورة بتاع بيمود. انا ممكن اختار فيها خط واحد. يعني انا دلوقتي بيبقى عندي في الام مود كده القدرة ان انا اخد خط معين. خط ده ممكن اخده هنا ممكن اخده هنا اخده زي ما انا عايزه في السكتور كله. لما اختار الخط ده كده. وابتده شغل الام مود. هياخد الخط ده ويفضل يعمله سكانينج طول الوقت. ويرسمه لي مع الوقت. اوكي? يعني الصورة اللي انا طلعها لي هنا دي صورة الام مود دي. عبارة عن الخط ده. اه التغيير بتاعه ما الوقت عامل ازاي? يعني ايه? يعني ادلوقتي الوقت الاولاني قتي بتساوي 0 او الخط ده. قتي بتساوي 1 second ده خط اللي بعديه. 2 second وهكزا. الميزة بتاعت حاجة زي كده في ايه? لما بصور او باخد خط مسلا في الهارت مسلا والخط ده بيمر مسلا بجزء فيه فالف مسلا. اوكي? وعلي شوف الفالف ده بيتحرك ولا ما بتحركش. فهشوفه كده يعني ان هو تغييره تغيير مكانه مع الوقت شكله عامل ازاي? في الام مود. لو انا بسطله في البي مود مش هيبان لي. لان هو يعني بيبقى صعب قوي ان انا اقدر مكانه فين البي مود ايمج لنها بيبقى شكلها زحمة شوية. انما هنا واضح جدا ده اللي بيتحرك. وبقيتلي حاجات تانية زي ما احنا شايفين كده مورو لاس سابتة. اوكي? فده بيسمحلي انا مسلا ممكن اطلع بعض البرامترز اللي انا ممكن بعد كده اقدر استعمالها عشان اشخص بعض الامرات في القلب. اوكي? فالام مود بيسيكلي ممكن نقول عليه كلمة جميلة قوي انه هو time history of single line at the same position over time. يعني انا باخد الخط واحد وبرسم له history بتاعه مع الوقت او التغيير بتاعه مع الوقت اعمل ازاي? في عندنا حاجة تانية برضو اللي هي بنسميها doppler mode. في doppler mode الحقيقة احنا بنعمل حاجة مختلفة خالص. doppler principle زي ما نشوف ان شاء الله في الجزء بتاع الفيزيكس. بيجيب لنا يعني سيجنال بتتناسب مع او frequency بتتناسب مع الحركة بتاعت المكان اللي احنا بناخد منه السيجنال. اوكي? فاحنا عندنا two modes من الدوبلر دو. في عندنا حاجة اسمها continuous wave doppler وحاجة اسمها pulse wave doppler. في كل احوال احنا ممكن منها نطلع حاجة زي كيرف كده. يقول لنا ان في مكان معين بيتحرك بسرعة قد ايه مع الوقت. اوكي? فطبعا احنا همين ايه اللي بيتحرك جوه الجسم? بيهمنا الدم. سرعة حركة الدم في القوايا الدموية. فاحنا basic لو احنا اختارنا عندنا القدر احنا نختار حاجة زي region of interest كده او sample volume هنا كده. هو بياخد sample volume دي ويطلع لي كيرف زي كده. الكيرف ده بيبقى مهم جدا. لان هو بيعمل الانديكيشن. لو في عندي اي حاجة شكلها غريبة في الكيرف دوت. ممكن تعني ان في مسلا تيربلنس او في مسلا يعني عندي مسلا انيوريزم مسلا او عندي مسلا حاجة زي انسداد مسلا معين. في عندي حاجة يعني في ال يعني في الوقت دموي مسلا عاملاله انسداد مسلا معين. فبيعمل تيربلنس. فمنلاقيش الكيرف شكله سموذ بالشكل ده او شكله كليم بالشكل ده كده. فيعني ده بيسمحنا ان احنا نقدر نعمل non invasive evaluation of blood flow في الكابيلاريز او مش في الكابيلاريز ايسف في الاعواية الدموية اللي هي الفاسكولر سيستم بتاعنا. بحيث ان احنا ندتكت اي abnormalities فيه. من الحاجات اللي ممكن تبقى مبنية على الدوبلر برضو دي اخر حاجة وصلنا لها في الدوبلر. ان احنا بدل ما يبقى عندنا نختار مكان معين ونشوف السرعة فيها عاملة ازاي. لا ده احنا بنطلع ماب زي صورة البي مود بالزبط. تقول لنا الصورة عاملة ازاي في كل نقطة في الماب دي. يعني ايه? يعني احنا دلوقتي بدل ما كنا بنطلع صورة البي مود شكلها ابيض واسود بس. لا ده انا بختار كده. وجوه الفوليوم ده هعمل كودنج تاني جديد. فيه الوان احمر وازرق درجات احمر ودرجات ازرق كويس. الدرجات الاحمر والازرق دي بتينديكات السرعة بتاعت الفلو اللي موجودة عندي في المكان دوت عاملة ازاي? اوكي? والازرق ده بيدل على ان الفلو ماشي في الاتجاه اللي هو الجوه والاحمر ده معناه اللي هو الجوز الاحمر ده معناه ان الفلو ماشي في اتجاه الترانس ديوسر. اوكي? فهمين الكلام ده انا ممكن اعطول مباشرة انا بص للصورة دي. واعرف ازا كان فيه مكان شكله فيه تيربولنز او شكله ان هو الفلو بتاعه وشكله مش مزبوط ديركلي من الصورة نفسها. اوكي? فطبعا دي بتبقى لطيفة جدا انها بتبقى اسهل بكتير بالنسبة للدكتور من الدوبلر العادي. فاحنا بنسبة لنا الديركشن زي ما كنا بنتكلم ديركشن of flow is encoded in colors. blue is away from the transducer. will red toward the transducer. الامبيتيود نفسه بقى او الدرجة بتاعت الازرق اللي موجودة او بتاعت الاحمر اللي موجودة بتاعتمد على السرعة بكامل. كل ما ازرق ده بقى افتح كل ما كان السرعة اعلى. وكل ما الاحمر ده بقى افتح يا راحنا هيط الاصفر او كده. يبقى معنى كده برضو ان السرعة بتاعتنا اعلى. طبعا السرعة في الاتجاه اللي هو بنكلم على ده في اتجاه transducer يعني ماشي كده. والازرق ماشي عكس اتجاه transducer. فيها نرى بقى حاجة مختلفة شوية بنسميها الpower doppler mode. الحقيقة في الجزء بتاع ال color doppler كان بيجيبنا ال mean velocity وياردهلنا. اوكي? ال mean velocity ببعض الاحيان ما بتكونش indicative of what's going on يعني كويس? ففي الpower doppler الحقيقة احنا بنانتجرات كل ال velocity الموجودة. نحسب الpower بتاعت كل النقط اللي عندها او كل السرعات اللي موجودة في النقطة اللي انا ببص عليه. فبيطلع لنا حاجة. coded بلون واحد بس بقى. لانضيب نتكلم على power. power ما بنعرفش بقى ازا كان direction ماشي كده انا ماشي كده. فبيجيب لنا ال direction ده ازا كان ال flow ماشي بسرعة قد ايه. ونعمله كودنج بقى بال ايه? بالوان الدرجات اللون البورتواني. اوكي? فباسيكلي احنا هنا بنقدر بيه نشوف حاجة زي مسلا انجيوغرافي. انجيوغرافي يعني بص نطلع الفلو بتاعت او بتاعتنا شكلها عمل ازاي? وممكن برضو نبص بيه على ال perfusion. اوكي? ال perfusion لما ببصت الحتة مسلا ببعايز اعرف ازا كان فيها دم او ما فقاش دم. بقدر برضو لو انا بصيت عليها بال power doppler اقدر انجيوغرافي ازا كان الجزء ده perfused كويس ولا مش perfused كويس كمبيرد المكان تاني جنبه. اوكي? فده برضو لو افليكيشنز كتير. في بعض السكندري مودز اللي بقى ممكن نتكلم عليها برضو. في حاجة اسمها دوبليكس مود. دوبليكس مود بايسيك لنا باكمبين تو مودز. فعادة دوبليكس مود باكمبين 2D مع البلس ويف دوبلر. يعني بحط الـ 2D مع البلس ويف دوبلر. في تريبليكس مود ممكن نحط بقى ثلاثة مودز مع بعض. يعني الصور نفسها للشاشة يبقى فيها الثلاث صور. والثلاث صور بيتغيروا برضو ريل تايم زي ما بكلم هنا برضو هيبقى الثلاث مودز دول او الصورتين اللي انا حطيتهم دول بيتغيروا برضو ريل تايم. عادة في تريبليكس يبقى 2D والcolor flow mapping والبلس ويف دوبلر. اوكي? يعني ده بيبقى عندي ثلاث صور في نفس الوقت معروضين وكلهم بيتغيروا ريل تايم. اوكي? في الثري دي بقى احنا بنجمع مجموع من الصور الثو دي. يعني بجمع فوليوم. عن طريقنا نعمل مجموعة من الصور بيكونوا الفوليوم دوت. مجموعة من سلايس كده يكونوا الفوليوم دوت. وفي الآخر بعملها reconstruction وطلعها كسورفس. اطلعها كده يعني زي ما بطلع مثلا وش البيبي مثلا في الثري دي ألترا ساون. مثلا يعني. اوكي? فده برضو بيبقى مفيد عشان برضو بتشخيص بعض الانوميليز الموجودة في الحمل او كده. فدي برضو بتبقى لها قيمة في الكلام ده بشكل كبير يعني. الفور دي بقى بيبقى ميزته ان هو هو ثري دي برضو بيطلع ثري دي بوليوم. بس الميزة بتاعته بقى ان بيطلع ثري دي بوليوم دوت ان ريل تايم. اوكي? فمعنى كده انت بتكلم على ان عندنا دلوقتي طريقة نحنا نبص على البيبي مثلا اللي جوة بنبص عليه كفوليوم. يعني نبص عليه بشكله العادي اللي احنا متعودين عليه. ونشوف حركته كمان عاملة ازاي? فدي طبعا لها قيمة كبيرة علشان مثلا الناس اللي بتبص على البيبي دوت او عايزة تطلع منه معلومات عن الفيتاليتي بتاعته او از كان هو مثلا في عنده نقص في الحركة او في عنده مثلا في مشكلة مثلا في الامبليكال كورد مثلا يعني الاتجاه بتاعه او هو نفسه لافف على البيبي بشكل غلط او اي حاجة لها علاقة بان مش بس مبص على الشكل ببص على الشكل والحركة كمان. فالحاجات دي كلها طبعا يعني كلها حاجات اعتبر فريد ادفانس. الفور دي الترا ساوني يعتبر هو الوقتي في الالترا ساوني. والحقيقة يعني من الحاجات اللي فعلا ممكن يبقى لها مستقبل كبير الحقيقة في التشخيص في الطب. احنا كده الحقيقة خلصنا الجزء الاولاني اللي هو بيتكلم على انتوداكشن كده عموما على الالترا ساوني هو عبارة عن ايه عشان نتخيل احنا نتكلم على ايه. هبتلي بقى نتكلم بتفاصيل دلوقتي على الكل واحدة من الحاجات اللي احنا نتكلمنا عليها دي. نتكلم عليها بتتعمل ازاي فعلا بقى. نتكلم على الفيزيكس نتكلم على الانسترومنتيشن نتكلم على يعني سيجنال بروساسنج اللي موجود فيها علشان نقدر نتخيل اترا ساون شغال ازاي. فاول جزء هنتكلم عليه هو بي مود ايميجج زي ما كنت بقول ده مهم جدا. طبعا هو بي مود ايميجج هو اساسا اناتوميكال كروس سكشن ايميجج يعني بيطلع لي صورة الاناتومي وهي كروس سكشن يعني باسيكلي الصورة دي عبارة عن كروس سكشن في البيشيط. اوكي بتبقى كونستركتد الصورة نفسها بتبقى كونستركتد اللي هي جاية من حاجة بنسميها reflection حاجة اسمها scattering هنتكلم على دول دلوقتي حالا من الوافز اللي هي انا بعيتها. اوكي والاكو بتاعي بيبقى يعني كل ايكو جاية لي بيبقى كنقطة على الصورة. والانتنسي بتاعت النقطة دي بتبقى عبارة عن الانتنسي بتاعت الايه بتاعت الايكو اللي راجع دوت. اوكي فباسيكلي البي مود عشان كده كنا بنكلم عليه نهو البرايتنس مود عشان هو بيينكود الايكو انتنسي بتاعتي بشكل ايه بشكل انتنسي بتاعت الصورة. الفكرة الاساسية بتاعت الالترساوند هي مبنية على الايكو رانجينج. ايكو رانجينج ده ابتدى في السونار في الحرب العالمية الاولى. يعني كان فكرته بكل بساطة لو انا مثلا عندي مركب بالشكل ده كده. وعايز اعرف الدبث بتاع ايه بتاع الارض اللي تحتيه بتاع القاع المحيط او قاع البحر اللي انا ماشي فيه. فببعت ويف ببعت الالترساوند ويف. وانا عارف السرعة بتاعت الالترساوند انا بقيتها دي بكام. فهي بتمشي لغاية لما تلاقي القاع وتبقى رفلكتد منه ترجع تاني. انا باستنى بقى بعد كده الايكو ده اشوف رجعلي امتى. واقول ان الوقت اللي رجعلي في الايكو دوت هو عبارة عن توايز دي على سي. اوكي. توايز دي دي اللي هي الدبث بتاعي. على سي اللي هي السرعة. كويز. طبعا احنا عندنا هنا توايز دي جاي منين. جاينا انا اللي اكو بتاعي يمشي كده. خد وقت. اوكي. وبعد كده يمشي كده. يعني خد وقت برضه. فهو افكت اللي دي مشي مسافة توايز دي. اوكي. فلما اقسم توايز دي على السي. دي دي بتبقى وحداتها مثلا ميتر. ودي عبارة عن ميتر بور ساكند. فالوحدة في الاخر بتبقى ساكند. اوكي. فمن الكلام ده. انا عندي رئيس التي دي موجودة. انا اقدر رئيس التي دي. لما الايكو يرجعلي اقدر رئيس التي دي. جيف ان انا عندي. انا عارف ان ابعدت البلس الاولينيها امتها. والسي دي معروفة. يعني سرعة الالترساوند في البحر مسلا في المية معروفة. كويز. فقدر منها اجيب الدي بتساوي كم. اوكي. فباسيكلي انا كده بعمل ايكو رانجينج. معناه ان انا الايكو اللي راجعلي ده. بديتكت هو راجعلي من اني دبث بالزبط. اوكي. فباسيكلي احنا عندنا في الاساس. اه محتاجين two pieces of information. يعني في عندنا حاجتي اللي لازم يكونه عندنا. يعني اول حاجة نفسه. بتاعة التارجت. اوكي. اللي احنا بنجيبه. اوكي. فباسيكلي عشان يبني الصورة. يعني لازم يبقى عارفين الحاجات دي كلها. كويز. فدلوقتي لو انا ببني الصورة هنا كده بالشكل ده كده. يبقى كل خط جايلي. احط بقى الدبث بتاعه. زي ما جالي. واحطه بقى الخط ده كده. لو انا ببني الصورة بشكل سيكتور كده. يبقى معنى كده برضه. هحطها في مكانها. يعني انا عارف اين ايبعدت في الدريكشن ده. وجالي بعد دبث كده. بحط الايكو اللي راجعلي في الدبث ده. لو انا عن عندي مثلا ترانسيديوسر اللي هو الحاجات الاندو كافيتي. مثلا هي بدي بقى الترانسيديوسر عبارة عن حلقة كده. تلتمية وستين درجة. يبقى معنى كده انا برضه هشوف انا كنت ببعد فين. ومنها احط الايكو بتاعي في المكان اللي انا يعني في الدبث اللي هو اللي انا قاسته. في الاتجاه اللي انا كنت ببعد فيه. نفس الكلام لو كان عندي مثلا فيزي راي نفس الكلام. فهو انا بحتاج عشان ابني الصورة. وعشان احط الصورة في مكانها المزبوط. بابعارف الدستنس بحسبها من الوقت بتاعي اللي رجعلي من الايكو رانجي. والبوزيشن والوريينتيشن بتاع الالتراساوند بيم. اعرف الايكو بتاده منين. وماشي في اني داريكشن عشان احط بعد كده الايكو بتاعي اللي رجعلي ده في النقط على الخط دوت. وانس ان انا جبت بقى الخطوط دي كلها. خاص ببتدى بنى الصورة بتاعتي بقى وعرضها. مثل اتكلم عن الايكو بتاعي بقى. واول حاجة لازم اعرفين ان الساوند ويفز اللي احنا بنستعملها عشان ابني بها الالتراساوند اميج دي باسيكا عبارة عن روجيتيوليونال ويفز او ميكانيكا ال ويفز. وكل ميكانيكا ال ويفز دي اكشيي بترافل اونلي ثرو فيزيكا ال ميديوم. اوكي? يعني لان احنا باسيكا في الميكانيكا ال ويفز دي بي عندنا بارتيكوز بالشكل ده كده. اللي بيحصل ان البروباجيشن بتاع ال ويفز مش بيحرك البارتيكوز لا ده بيعمل فيها تخلخلات وتضغوطات بيعمل فيها يعني كومبريشن وريرفاكشن كويس. ونتيجة كده بيبقى البارتيكوز في الاخر ال ويفز بتبروباجيت في الديركشن ده بالشكل ده. اوكي? يعني باسيكلي كاي ويفز في الدنيا يعني بتتحرك بميكانيكا ال افاكت زي كده لازم يبقى فيه عندي هنا ميديوم. لو عندي هنا فاكيوم الالتراساون ما يقدرش يعدي او الساون ما يقدرش يعدي اوكي? فلازم يبقى فيه هنا ميديوم. طبعا الالتراساون نفسها بتبقى كاركترايز برضو بالوايف اكويشن. ليه سي بتساوي F لامضة. يعني السرعة بتساوي الفريقونسي في الوايف لان. كميز. والسرعة بتساوي سكوير روت اوف كي على رو. الكي دي عبارة عن ستيفنس. ستيفنس دي عبارة عن واحدة على كومبريستيبليتي. والرو طبعا هي الدنس بتاعت الايه بتاعت الميديوم. هما الاتنين بتاعت الميديوم. اوكي? فهنلاقي فيه اختلافات كبيرة الحقيقة بين الديفرنت ميديا اللي ممكن يتحرك فيها الالتراساون. لو بنتكلم على الاير هنلاقي ان السرعة حوائي تلاتة وتلاتة وتلاتين متر في الثانية. لو بنتكلم على البون اللي هو اعتبر صولد. اوكي هن النتيجة لان عندنا كل الصوت ضموها دي اكتر بكتير من الفلويدز ومن الجاسز. لو بتكلم على الميديا اللي جوجل الجسم اللي هي التيشوت بتاعتنا. اوكي? هنلاقي انها الاراوند الف و خنصو مية. عادة الافرش تيشوت بتاعنا اللي احنا بنأسيوم. اوكي? كل ما كان الالتراساون بيأسيوم سرعة الالتراساون الف و خنصو مية واربعين ميتر برساكد. ده رقم مهم قوي قوي. اوكي? الرقم ده اللي لو انتم تفاكرين في الجزء بتاع الايكو رانجينج. احنا محت سرعة لشان بيها نجيب الدبث. كل ما كان الالتراساون بيأسيوم السرعة عموما في اي في اي تيشو بيعمل له سكانينج. ده عبارة عن ايه? بيأسيوم ان ايه الف و خمسو مية واربعين ميتر برساكد. بسبب بسيط جدا ان احنا صعب جدا علينا ان احنا و احنا بنعمل سكانينج. نبقى عارفين نوع التيشو اللي احنا بنعمل له سكانينج هو عبارة عن ايه? بس هنلاقي عموما ان الفرق بين ده وبين الحاجات التانية ما هواش كبير قوي. فيعني هنلاقي الفرق وقت صغيرة بيحصل طبعا جميل او فيه بيحصل طبعا السرعة او اله مزبوط مزبوط يعني مزبوط بس يعني ستيل برضو بتبقى وريبة كفاية. ده السامشا مهم جدا. والسامشا الحقيقة يعني زي ما بقول لكو كل مكن الالتراساون بيعمله. فيعني ده لازم يكونوا عارفينه. الف و خمسو مية واربعين متر برساكد دي. اه معناها ان انا لو جيت خط مسافة واحد سنتيميتر. هلقى الواحد سنتيميتر دي عبارة بيأخد لي وقت عشرين. عشان يروحوا يرجع عبارة عن 2 على 1540 متر 2 سنتيمتر يعني 2 في 10 اصناس 2 على 1540 تديني 13 مايكرو سكند لكل سنتيمتر فاحنا بعد كده لما نيجي نحسب مثلا زمن اللي انا محتاجه عشان اقوائر خط بدبث مثلا دي يبقى هضرب دي في 13 مايكرو سكند عشان اعرف الايكو بتاعي هيرجع لقيمت دي كلها زي ما بقول محسوبة من ايه من 1540 دي فنعرف الرقم ده كويس اول اللي احنا دايما هنستعمله في الالتراساوند لما بكلم بقى الالتراساوند اللي احنا بنتعمله فعلا في الميديكال يوسيس يعني هنلاقي ان احنا عادة في المكان الحالي اللي موجود بنكلم عن الرينج اللي هو من 2 ل 15 ميجا هيرتز اوكي في حاجات اكتر من كده طبعا بس ماهاش فري كومون لما بتكلم عن المكان اللي هو 99.9% من المكان اللي موجود هنلاقيه في الرينج ده النقطة نحنا هنشوف ان احنا هاير فريكنسي دي ممكن نستعمله لو احنا نستعمله عن هاير فريكنسي يعني عن الكلام ده هنلاقيها لها استعمالات محددة جدا لان احنا زي ما هنشوف بعد شوية صغيرين ان بتبقى اتنيويتد بشكل عالي جدا فما قدرش ابص بيها غير على حاجات حاجات فري شالو وفي نفس الوقت احنا مش عايزين احنا نقل الفريكنسي قوي عن الاتنين ميجا دي نتيجة ان الريزولوشن بتاعتنا يعني الصورة نفسها البيكسل نفسها بتاعت الصورة وطالما هي وطالما هي هنلاقي ان هي بالعكس للفريكنسي يعني كلما الفريكنسي قلت كلما الريزولوشن بيتقاو حش فملكلم مسلا على الفريكنسي لما بيكون اتنين ميجا الريزولوشن بتاعتي او اللامدا بتاعتي او الريزولوشن بتاعتي الريزولوشن للامدا اللي هي 0.77 لما منروح لغاية 15 منروح لـ 0.1 يعني منكلم على يعني رينج مسلا دا 8 مرات احسن من دا يعني كلما الريزولوشن قلت طبعا كلما كان احسن زي ما احنا عارفين لان احنا عايزين البيكسل بتاعيتنا اللي في الصورة بقى صغيرة عشان تتسكرايب الحاجات بدقة اعلى طيب احنا دلوقتي لما بنيجي نبني الصورة بنيبنيها على اساس ايه بنيبنيها على اساس في حاجة من سميها الاكوستيك امبيدنس اللي هي دي اكوستيك امبيدنس يعني بيسيك لان احنا بكلم على البرتكل البيكسل اللي انا كنت بتكلم عليه انا كنت بتكلم من البرتكل بتعمل البيبريشنز جدا علشان تعمل التخلخلات والتضغوطات او الكمبريشن والريفراجشن كنا بنكلم عليه احنا لو عارفنا البرشور وعارفنا البيكسل وعارفنا واسمناهم الاتنين على بعض هيجيبنا الزي دا طبعا بنتكلم على عشان احنا مسميناها هنا اكوستيك امبيدنس عشان هي في الاخر اناولوجوس الالكتريك الامبيدنس اوكي يعني احنا بنحط وبناخد منه سرعة للبرتكل فهي فعليا لو احنا عملنا البرتكل دا يبقى هو مقابل الفولتج والفيلاستي دي مقابلة للكارن يبقى معنا كده فعلا الزي بتبقى مقابلة للامبيدنس بتاعت 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 الروت اف رو في ك او هي رفسها الرو في السي اوكي لو احنا مصينا على الرو في الك طبعا الرو هي الدانستي والك هي الاستيفنس او بتساوي الرو في السي بتاعت نا في الاسبيد الاسبيد فطبعا دي بتاعت نا احنا على طول مش محتاجين بقى ان احنا نقعد نحسب او نقعد نقييس حاجات زي كده عشان نحسب الاكوستيك امبيدنس لاندنا اكس اطول يقدر يجب لنا الاكوستيك امبيدنس الرينج بتاعنا بقى بنتكلم على يعني ما ببص مثلا للليفر يعني مقابل يعني قريب جدا من الكيدني قريب جدا من بلد مش بعيد عن الفات مش بعيد عن الووتر كويس الار مختلف تماما يعني وصلنا على الار كده ده ربو 130 حاجة 10 أو 6 اوكي البون يعني هو طبعا مختلف برضو لحد ما يعني ده يعتبر مثلا اربع او خمس اضعاف الحاجات الموجودة هنا دي كويس فدي برضو تعتبر مختلف فلاقي الفروقات بتاعت الووتر والفات يعني عموما المختلفة جدا عن الار ومختلفة الى حد كبير مع البون فطبعا دي هتهمنا بعد كده لما نيجي نبني الصورة او نبتدي بعد كده نفكر ان الرفلكشن دي بيجلنا ازاي الرفلكشن في الالترا ساون زي ما كنت بتكلم هي معتمدة تماما على قيم الاكوستيك امبيدنس او الاكوستيك امبيدنس مسماتش عند الانترفيس بمعنى ايه انا دلوقتي لو ابقى بقى الترا ساون كويس في الانترفيس بين امبيدنس واحد الاكوستيك امبيدنس زي وان والتاني زي تو اللي بيحصل بيعفيه عندي ريفلكشن كوفيشن كده يعني في جزء اللي بيبقى ريفلكت ده هو معتمد على الفرق بين الاثنين امبيدنس على مجموعهم فببص كده لو انا بصيت على الرسم بتاعتنا دي لو انا عندي الفرق بين الاثنين دول كبير يبقى معنى كده الكلام ده في الاخر ممكن يبقى بيساوي واحد لو ده كبير قوي لو ده مثلا زي وان دي صغيرة قوي مثلا يبقى معنى كده زي وان زي وان هي تقريبا زيتو ويبقى زيتو زيت زي وان هي تقريبا برضو زيتو فيبقى معنى كده الرفلكشن كوفيشن ده يبقى بيساوي واحد فمعنى كده يبقى الويف اللي انا باعتها هترجع لي تاني طبعا دي حاجة مش كويسة ممكن الناس اتخيل نحن لما يجلنا الرفلكشن قوي يبقى مختلفة الاعلى لو كل حاجة رجعت لي من عند الدبث ده يبقى معنى كده كل حاجة بعد كده هتبقى لانها يسود اللي مش هجلني منها يعكز خالص لان ما فيش اصلا ويف جات لها لشان تعمل منها وترجع لي تعملي بعد كده في الصورة بتاعتي احنا بنتكلم هنا على دوت بنتكلم على العلاقة بين و في الالتراسام بنتكلم على انتكلم لان احنا في الالتراسام يبقى بجيالنا حاجات من مختلفة ففي الاخر يهمنا جاء الحاجة اللي اللي تعتبر في الاخر الاسكوار بتاع الاسكوار بتاع motivation الخط في الاخر اتكلم على ر ر اي بتاع الاسكوار اي سكوار يعني في الاخر ما بيهمن حتى الفرق بين داو دا. الفرق داو لو كان positive او negative ما يفرقش. يعني لو كنت مثلا فرضا عندي هنا هوى وهنا soft issue او هنا هوى وهنا soft issue ما تفرقش. يعني المهم حاجة ال difference اللي بينهم دا تربيع بيساوي كم? عشان اتخيل بقى الكلام دا عبارة عن اين? لو تخيل الكلام دا يعني شكله عامل ازاي في ال different interfaces ازاي احنا بنشوفها. هنلاقي ان احنا عند الا لو عندنا liver and kidney. عملي انترفيز بين liver وكيدني. هنلاقي ال R A بتاعتنا بتسوي ستة من الف. لو كيدني وسبلين تلاتة من الف. بلود وكيدني تسعة من الف. لو liver وفات بتكلم على 11 من مية. liver وبون بتكلم على ستين في المية. اوكي? لو liver وair بتكلم على تسعة وتسعين وتسعة وتسعة من عشر. يعني حاجة يعني كل حاجة راجعة. اوكي? فبنلاحظ ان احنا طبعا في الحاجات اللي فيها soft issue interfaces مع بعض. هنلاقي عموما الانترفيز دي في الاخر بترفلكت جزء صغير جدا. بس الجزء صغير دي جدا. انا عرفك نقدر نبني بيه صورة كويسة قوي. اوكي? اه لما ابتلي بقى نخش على جزء تبقى البون وجزء بتاع ال air. بنلاقي ان فعلا ال reflection بيبقى فعلا ضخم جدا. ستين في المية دي ضخمة جدا جدا. يعني لو انا عندي انترفيز بتاع البون ده وهو داخل البون وهو خارج من البون. انا خدت ستين في المية. كمان ستين في المية. يبقى معنا كده في الاخر اللي بعد البون ده مش هيبقى تظاهر لي اي حاجة خالص. فعشان كده بيبقى في عندنا في ال altra sound. احنا نصور حاجة فيها بون. او فيها air. نتيجة لان ال altra sound هتتوقف عند الانترفيز ده. ويبقى اللي داخل منها بعد كده اللي هو بتاعها. اللي هو عبارة عن واحد nice r a. او واحد nice r i. لو اكلم على ال intensity يعني. ده بيبقى عبارة عن حاجة صغيرة جدا. للحاجة اللي انا كنت بعيدة. فطالما انا داخل مداخل هنا حاجة صغيرة. يبقى معنا كده الحاجة اللي هتجيب لي. هتجيلي من جوه هتبقى برضو صغيرة مش اقدر ان انا هستفيد بيها. او هتكون صغيرة زيادة انا هتكون في بحيس ان انا ما اقدرش ان انا عمل لها collection. طيب. لما اجي اتكلم بقى على ال reflection ده بيبقى انهي اتجاه. طبعا احنا لسه عندنا برضو نفس الحاجات اللي كانت موجودة عندنا في ال optics. لما انا بيبقى عندي في زاوية معينة بزاوية theta incidence. هيبقى ال reflection في زاوية theta reflected. ولازم الزاوية بتاعة theta incidence زاوية بتاعة theta reflected. دي هتهمينا في حاجة مهمة قوي. ان احنا لما بكون عندنا انترفيس بالمنظر ده كده. هيفرق معانا احنا بنبصره منين. يعني لو انا ببعط من مكان وببص من مكان تاني. اوكي. هلاقي انه بيبقى يعني حسب انا ببص من يعني ببص من مكان ممكن ابشوف فيه ال reflected wave دي. او في مكان تاني ممكن ما يكونش فيه اي حاجة جايالي. لان ال reflection بتاعي هنا ده بيبقى angle dependent. اوكي. يعني ايه angle dependent. يعني انا بعتله هنا wave في direction معين. هتطلع لي reflection في direction معين برضو. لو انا غيرت ده هيتغير ال direction بتاع reflected ray. فطالما ان فيه تغيير مع الزاوية. يبقى معنا كده بيبقى التصوير بتاعي ده بيبقى angle dependent. ده مهم جدا عشان واحنا بنصور في ال ultrasound. ممكن نميز الحاجات اللي جايالي من من reflectors بالمنظر ده كده. او حاجات تانية. زي ما هشوف بعد شوية صغيري. الحاجات اللي ممكن ترجع لي برضو تبقى ممكن تبقى جايالي من حاجة بنسميها scattering. ال scattering ده معناها ان ال wave بتاعتي مش جاي على interface. لا ده هي مشية. اوكي. وقابلت حاجة صغيرة. يعني قابلت مسلا سل. مسلا. يعني هي مشى في ال liver. قابلت مسلا هباتو سايت. مسلا. اوكي. يعني سل بتاعت ال liver. اوكي. فبتعمل reflection من السل دي. اوكي. السكاترينج بيحصل من small interfaces. السايز بتاعها بيبقى less than the wavelength. اوكي. وبنتكلم على كل السلز الموجودة عندنا. اوكي. اللي هي زي اللي في ال liver وكده. هي عبارة عن مجموعة سلز عايمة في الاكترا سيرير سبيس. يعني ده بيبقى عبارة عن fluid. اوكي. فكل واحدة فيهم بتمثل scatterer. لان السايز بتاعها بيبقى less than the wavelength بتاعنا. اوكي. في الحالة دي بقى السكاترينج بيبقى شكل غطيف جدا. شكل مختلف تماما عن reflection. بيبقى عندي ال power اللي راجع علي. بتاعت السكاترينج. اه بتتناسب مع دي اوست ستة. على lambda اوستر باعة. دي عبارة عن اوستر باعة. دي عبارة عن اوستر بتاعي. بتاع الحاجة اللي هي السكاتر بتاعي. ولمدا اوستر باعة هي عبارة عن wave length اوستر باعة. او الكلام ده طبعا لو احنا حطينا الكلام دي عبارة عن اا سي اا يعني اا اللامضة طبعا زي احنا عبارة عن سي على lambda سي على اف. اوكي. فممكن احط الكلام ده عبارة عن دي اوست ستة في اف اوستر باعة. السي طبعا مش مشكلة ان بقى احطت هنا على علامة التناسب. ففي هنا constant لسه بيتحط. فمعنى كده ان بتاعتنا او الرفلكتد او معنا صح يعني بتتناسب مع الفريكونسي اوستر باعة يعني لو انا بتكلم عن ان انا خليت الفريكونس BA شي بتاعتي double. يبقى معنا كده بلاقي ان الimport عيني من هنا دي بتبقى اثنين او اربع الكم 13 مرة او اد الوايف اللي كان الموجودة في الفريكونسي الاقل. يعني لو عندي bir JavaScript مستعى او 24. ميجا حperformance الاربع ميجا هلاقي Parks Design Water. 64 م�에서 power بتاعتي او Scattering energy بتاعتي بتبقى 16 مرة اد effective frequency اللي هي اتنين ميجا. اوكي. الميزة التانية الحقيقة بتاعت الارض أن احنا بطاقًا على الارضادي في كل الاتجاهات يونيفورم if basically يتلعبنا عنا على الارضية ID protocolna بيبقي غالبًا بتاعتنا يو يوموم في كل الاتجاهات، يعني بمعنى الارضية الارضية بيتبقي تعالية في كل الاتجاهات there okay فدي معناها أن إحنا عندنا الحقيقًا ميزة في الجزء دو sitting ان احنا البيم بتاعنا او الصورة بتاعتنا اللي بتطلع لينا من الس ده تكشور بتاع250 م كبيرة دي كده دي يعني دي الحاجة اللي هنا دي ده الانترفيس اللي هو بين وبين الكدني ده الحدود بتاعت الكيدني ده اللي هو السورفز بتاع الكيدني. فده يعتبر انترفيس. الديفرام برضو ده انترفيس ده انترفيس. لما اجي حرك بتاعي وبص على انترفيس دي. على ان بعض الانترفيس دي ساعدت بامب الانتنسي اعلى وساعدت بامب الانتنسي قليلة وساعدت تختفي. اوكي? بالنسبة للسكاترين. على ان التكتشر بتاعي هنا ما بيتغيرش خالص. اوكي? فدي ميزة مهمة جدا. ويعني حاجة مهمة جدا في الاسكاترينج. لازم يكون عارفها. يعني عشان لما اجي بص على صورة اقدر عملها بكل شكل مزبوط. الحاجة برضو المهمة اللازم ناخد بنا منها. ان الاسكاترينج باور اللي احنا بتكلم عليه هذي. بتبقى دايما فيري سمول كومبيرد تو رفلكشنز. يعني احنا بتتناسب هنا بتتناسب مع ايه فوق 4 اوكي. احنا بتتناسب بس مش معناها نية كبيرة. ده ممكن تبقى مضروحة في صغير. لو احنا بصينا على الصورة بتاعتنا هنا. كل الحتة اللي هي شكلها دي. اللي هي دي عاملة زي نويز كده. او زي يعني عاملة زي نويز كده. دي كلها الحقيقة سكاترينج. لما كلم حاجات اللي شكلها لها بالشكل ده كده. دي كلها الحقيقة زي دي كده مثلا دي كلها عبارة فعموما هنستنتج او هنلاقي دايما يعني ان بتاعنا بيبقى الانتنسي بتاعته لالベ Elizabeth ما هي اقلبا اكتور الحاجه التانى للمكن لرايه بقى دعاواها ممكن تتجريبا الاثنين مع بعض عادة While the surface اللي بان طيب موجودة죠 بتي تصميها Raw surface Raw surface don't sound روافاس كبير وهو مغنى خاصةmap اكبر من the wavelength معنى اكبر من the wavelength علشان لو هو احنا اقل من the wavelength لو هو zuß نفسه اكبر من the wavelength وهو نفسه فيه رافنس فهلاقي ان بيحصل لنا حاجة يعني يسميه ديفيوز رفلكشن ديفيوز رفلكشن متبقى كده من الرفلكشن وبين الاسكاترين يعني الحاجة اللي بترجع لنا هنا دي مش بترجع لنا في اتجاه واحد كده يعني لو دي مثلا نتكلم على رفلكشن من خط او من سورفس شكله سموذ يمفوض الواف اللي جاية كده ترجع كده تاني اوكي انما لو هو فيه رافنس لا هيبقى فيه جزء سكاترد كده في الديريكشن اللي ايه المختلفة اللي حوالين الديريكشن اللي انا ايه بعت فيه الواف فديه طبعا ممكن نلاقيها علشان تفصل لنا بعض الانواع السورفيس الموجودة عندنا في جسم الانسان برضو لو احنا بنتكلم على بقية الاجزاء بتاعت الفيزيكس طبعا في عندنا برضو زي ما كان عندنا في الابتكس في عندنا رفريكشن رفريكشن معناها دلوقتي لو بابعت مثلا ويف لو انا فرضا بابعت من هنا بيحصل انكسار هنا كده اوكي فباسيكلي الانكسار ده ممكن يخليني اكشن لو انا ببصت من فوق هنا بشوف الابجيكت في مكان تاني غير المكان بتاعه اوكي فدي برضو لازم ناخدها في اعتبارنا نتيجة لان احنا عندنا اي انترفيس ماشي في الواف هنلاقي فيه دايما الكلام ده بيتحقق اوكي ودايما الزاوية بتاعتنا اللي هي زاوية بتاعت الانسانس والترانسميشن والترانسميتد ويفز يعني بيبعلاقة بينهم بعضين بعلاقات الالتراساوند في التو ميديا اوكي يعني ثيتا اي على سين ثيتا اي على سين ثيتا تي بتاوي سي واحدة على سي اتنين اوكي الكلام ده الحقيقى يعني طبعا صعب جدا علينا ان احنا ناخده في اعتبارنا في بناء صورة الالتراساوند لان احنا فعليا ما احناش عارفين الانترفيسيز فين واحنا بنبني الصورة فا حنا فعليا احنا بن ادرب الجزء دو الجزء PEالي ضفاق الجزء سنحن Jur beset وده الحقيقى بيظهر لنا في بعض الاحيان في صورة حاجة بنسميهاfour المثال يعني ممكن يبقى في عندنا صورة فيها حجا شكلها غريب حاجة متبوليس في مكان تاني بس الاسف مان نقدرمش ان احنا نصلحها لأن في منطقها الصعوبة ان احنا نعمل كده فجزء بتاع الحقيقى ده الحقيقى كل اللي ان قدات نعمله بس ان احنان نبقى عارفين ان هو موجود وممكن ان هو ببعض الاحيان يسبب بعض الايه التغيرات في الايه في المكان بتاع الصورة او مكان بتاع الارجن اللي احنا نبص عليه او مكان بتاع الستركشور اللي احنا نبص عليه فيستحث ان احنا نبص من كذا انجل عشان نقدر نتخيل ده فين بالزبط لان احنا لو بصينا كده vertical اوكي لو بصينا على الوبشيك ده vertical ايه كده يبقى الانجل كلها بكلم على zero يبقى معنى كده الدنيا هتبقى ابسط لي بكتير يعني هشوف الحاجة فعلا في مكانها بالزبط اوكي فعشان كده الدكتور بتاع الالتراساوند بنلاقيه دايما ان هو يحرك كدير الترانسديوسر عشان يشوف نفس الستركشور من كذا اتجاه عشان يتخيل بالزبط اذا كان المكان بتاعه فيه اي مشكلة بيقدر ان هو يشوفها من خلال الايه من خلال التغيرات بتاعت المكان مع الاتجاه الاسكاني حاجة مهمة جدا بقى بنلاقيها في الالتراساوند دي لازم ناخدها في اعتبارنا الجزء بتاع الاتنيميشن الاتنيميشن دي معناه ان احنا دلوقتي بيحصل لنا جراديو الاستخدار واحنا ماشيين جوه طول ما احنا ماشيين بيحصل لنا رفلكشنز من الانترفيسز دي ما فهاش مشكلة زي ما احنا شوفنا ما كانش لو تيشوز اللي هي صوف تيشو مع صوف تيشو من لاقيه ان الحاجة اللي بترجع معياش كبير اوي لو فاكريني مثلا حاجات اللي هي liver و cadme مثلا كان بيكلم على حاجة في الالف يعني يعني فاكتور فوف الف يعني حاجة على الف ما كانش رقم كبير. انما احنا بيحصل عندنا نتيجة ان احنا عندنا ميكانيكا الويف. الميكانيكا الويف دي وهي ماشية طبعا عشان تحرك البورتيكلز وتعمل الرفراكشن والكمبرشن والحاجات دي كلها. اللي بيحصل بيقى فيه طبعا فريكشن بين نتيجة الحركة الميكانيكا الويف دي. والفريكشن ده في الاخر بياندب انه هو يجنرات هيت يعني يعمل حرارة يولد حرارة جوه الجسم. اوكي? وفي الوقت نفسه يعمل لوسوف انرجي للالتراساون بيم اللي انا بعته. اوكي? فهنلاقي ان احنا العلاقة بتاعتنا بين الانتنسي بتاعتنا والدبث. بيبقى شكلها حاجة عامل كده. حاجة شكلها اكسبونينشال كورف كده. اوكي? اكسبونينشال كورف يعني اي بتسوي اي نوت في اي توضع ماينس الفا في اكس. اوكي? بتعتمد على حكتين. هي بتعتمد على الخدمة بكام? بتعتمد على الليجرة بكام. يعني بمعنى ان انا بتكلم على مثلا بتكلم على تقريبا 0.4 يعني معنى كده اي? معنى كده ان انا لو مشيت عشرة سنتي. يبقى معنى كده هقسر اربعة ديسيبل اوكي? لو بتاعتي واحد ميجا هرتز. لو بتاعتي عشرة ميجا هرتز يبقى اخسر اربعين ديسيبل اوكي? مدخلين الدنيا اعمل ازاي متخلين فارق اعمل ازاي فارق كبير جدا جدا جدا. يعني بتاعتنا بتفرق زي اها زي بزبط ما فيش اي اختلاف. فعشان كده انا كنت بتكلم على عالية. بيبقى بتاعها بيبقى قليل. نتيجة ان انا بسيت عالكيرف بتاعي ده هنا كده. الكيرف بتاعي ده بينزل كده مع الديبس وبينزل كده برضو مع الفريكنسي. اوكي? فكل ما انا خليت بتاعتي اعلى. كل ما كان الكيرف ده يعني ينزل تحت بسرعة جدا جدا جدا. لو انا فرضا انت خيالت ان انا باعت آآ ألترا ساون مسلا بميت ديسيبل. اوكي? الميت ديسيبل دي لو انا فرضا ماشيتها عشرة سنتي. اوكي? وبستعمل عشرة ميجا هيرتز. يبقى معنا كده الميت ديسيبل دي هتبقى ترجع لي واحد ديسيبل. اوكي? فطبعا عشان اتخيل الدنيا عاملة ازاي بالنسبة لل يعني طبعا رقم كبير اوي ميت ديسيبل ده. وفقد كله نتيجة ان انا عندي فريكنسي عالية. فعشان كده هنلاقي ان الفريكنسيز العالية في الالترا ساون بتستعمل عشان نعمل بيها سكاننج لبنتراتيشن دبث دي بقى قليل. ما قدرش ان انا اخد بنتراتيشن دبثيك بير. لان بنتراتيشن دبثيك بير ده ما يسمحليش ان انا آآ 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 ريسيف انرجي تكون كافية علشان ابني بيها الصور. اوكي? فهلاقي ان احنا عندنا لو بنتكلم على السوف تيشوز هنلاقينا قريبة من بعضيها. بوينت فور. بوينت فور حاجة. بوينت فايف حاجة. البلاد بوينت ففتين ده قليل اوي. البلاد طبعا عشان كده بيبلينا لون اسود على فكرة. لو بنبص على صورة الترا ساوند ونشوف فيها مكان لون اسود كده. عادة بيبقى فلوت 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 يعني فيه اما بلاد يا اما ووتر. يعني ما يكون عندي مسلا ابسس ولا حاجة. الابسس دي معناها ان انا عندي حاجة زي خراك كده. كراك ده بيبقى فيه جوه فلوت. فلوت برضو بيبقى بتاعه قليل فبيبلي برضو لوله اسود. اوكي? بتاعه بيبقى قليل قوي. فباسيكلي ما بيعمليش اي رفلكشنز خالص. اساسا يعني. البون بقى بيبقى عالي جدا. اوكي? البون عالي جدا. يعني بمعنى ان هو مش بس ان هو بيريفلكت. يعني الفرق بينه في الاكوستيك امبيدنس وبين السوفت تيشوز عالي. لا ده هو كمان الالترا ساوند. لو هو فرضا دخل جوه البون بيبقى اتنيويتد متش فاستر عن السوفت تيشوز. هنفاكرين اللي هو بتاعت التيشو بون انترفيس كان حوالي بوينت سكس. يعني ستين في المية من الويب بترجع عند الانترفيس بتاع البون. البيبقى بتخش دي بقى هنلاقي ان هي بتقابل حاجة ضخمة جدا. اتنيويتشن بتفقد تماما. فعامتا لما يكون عندي اريا فيها بون او بصور صورة فيها بون. هلاقي ان الصورة بتتوقف عند البون. هشوف الصورة فيها انتنسيس كيه لغاية الانترفيس بتاع البون. وبعد البون هلاقي الدنيا كلها لونها اي سويت خالص. اوكي نتيجة الاترميشن كل الويب اللي انا باعتها خلاص ايه فقدت تماما جوه البون. اه بالنسبة الالترا ساوند بيم بقى نفسه. اه طبعا هنعرفين اي اه الصورة في الدنيا بيبقى بيتعرد بعد كده لحاجة زي انترفيرنس او دفراكشن. اوكي انترفيرنس و دفراكشن دول هما اللي بيحددوا شكل بيم بيبقى عاملية زي بالظبط. فعامتا هنلاقي ان احنا عندنا ممكن اتخيل شكل ترانسيديوسر ان هو برع مجموعة من بوينت سورسيس كل واحد فيها بيطلع سفيريكال ويف. المجموعة بتاع السفيريكال ويف دي اللي هي الويف فرونس اللي هي السفيريكال دي من كل البوينتس الموجودة في الاخر بتجنريت بقى الايه الشكل بتاع الويف فرونس بتاع البيم اللي جايلي من الايه من كل الترانسيديوسر. اوكي فهنلاقي في الالترا ساوند الحقيقي ان احنا عندنا بنقدر نميز منطقتين اساسيتين في البيم بتاعنا. حاجة منطقة بسميها النيير فيلد ومنطقة بسميها الفار فيلد . وفار فيلد ده زى ما احنا شايفين كده بدتدي يدفيرج بشكل احنا شايفينه هنا دوت بانجلوف ديفيرجين ثيتا. النظر نلاقيها يا او نلاقي الهائكواجين هي عباره عن بوينت سيكس وون لمضا على ايه. اوكي. اللامضا دي عباره عن ويف لنث. و ايه دي عباره عن الايه. السايز بتاع الترانسيديوسر بتاعنا ده بكم. يعني ال�ديامتر بتاع الترانسيديوسر ده قيمته قديه. المسافة بتاعت النير فيلد نفسها بتساوي اي سكوير على لامضا يعني عبارة عن الديامتر بتاع الترانسديوسر دوت سكويرد على الويف لانس اوكي لو احنا بصينا بقى على شكل الويف عامل ازا بيبش بشكل عامل كده بالزبط يعني احنا جيبنا بقى الانتنسي بتاعت الويف اا عند كل نقطة من النقطة الموجودة عندنا هنلاقي عندنا الجزء بتاع النير فيل دوت هنلاقي عندنا الشكل بتاع الويف نفسه شكله ملخبط شوية يعني لو احنا عملنا ل있ئ كده حاجة زي اا اا رسمة كده عشان نقدر نشوف airedا شكله عامل ازاي Di بطريبوش بتاعه شكله عامل ازاي هنلاقي ان شكل الفيلد عندنا في الفي نير فيلد او شكل distracted byicky بتاعنا رغم ان هو بيا depos تحلي قريب فاحنا ميزتنا الحقيق او يعني احنا بنهتم دايما احنا خلي بتاعنا في الفار فيلد. اوكي? لان الفار فيلد ده يونيفومت دي اللي احنا عايزينها. مش عايزين يجلنا اي تغييرات مسلا في التغيرات اللي بتحصل دي. نتيجة للفيلد. واحنا نعمل لها انها تبقى ايه? تبقى يعني انها تغيير في ايه في الجوة تشو نفسه. اوكي? فاحنا دايما بناخد في اعتبارنا المسافة دي. ونحاول ان احنا يعني نصور في الجزء اللي بعدية او نحاول نعمل حاجة بنسميها فوكسين. هنكلم عليها السلايد اللي جاية. بتخليلي كل الفيلد بتاعي بقى فار فيلد. يعني لو انا حطيت هنا لانس عشان تعملي فوكسين. هلاقي ان كل الدنيا اللي قدامها بقى شكلها دلوقتي عبارة عن فار فيلد. اوكي? يعني الشكل بتاعها كله بقى بيونيفورم بالشكل ده كده. الديفرجن ده بنسميه دفراجشن. اوكي? وعلى فكرة ما حابنا نحسب البروفيل ده عند اي نقطة. كل ما علينا ان احنا ناخد ناخد الشكل بتاع الترانسيوسر نفسه. ونجيله الفورية ترانسفورميشن. هيتطلع نفس الشكل بتاع ايه? بتاع الفيلد في الفور فيلد عامل ازاي? وطبعا هو كل شوية بيديفرجن فهو بس مجرد بيبقى كده كل ما متحرك لجوه. اوكي? دي ممكن حقيقة اللي فيه ممكن ان هو يدرس طبك بتاع الفورية اوبتيكس. وده الحقيقة في منتقى الجمال الحقيقة ان هو بيربط لنا الحاجات اللي احنا بنشوفها في الالتراساون بالبيسيك فورية ترانسفورم فيدر بيدينا فكرة عموما عن الشكل بتاع البيم عامل ازاي? من غير ما يضطر نخش في تفاصيل حسابات ممكن تكون معقدة. طبعا الحساب الدقيق بتاع الفيلد دوت بيعتمد عادة على بتاع فاناية اقليمت موديلينج. وده الحقيقة بيبقى بياخد وقت طويل قوي وبيطلر لنا حاجة طبعا م حد ما بتبقى مور اكيرت. بس لو انا عايز اخد فكرة عامة عن شكل الفيلد عامل ازاي تقريبا? وبراكتكالي بتبقى فعلا الفكرة عامة دي بتبقى هي دي لكل احنا محتاجينه الحقيقة. بيبقى بالنسبة لي ممكن ان انا استعمل الكونسبس الموجودة في الفورية اوبتيكس. واستعمل على طول الفورية بتاع شكل السورس بتاعي. ويبقى هو ده بالضبط شكل الفيلد الموجود عندي في الايه? في الفارفيلد. اللي هو الشكل ده كده ممكن يطلعه ان هو بره عن الفورية بتاع الشكل ده. طيب. الجزء بتاع الفوكس اللي كنت بتتكلم عليه بقى هو هدفنا منه ان احنا نطلع نارور الترساون بيم. فباسيكلي لو انا عندي اا يعني الترانسدوسر بتاعي اا باسيكلي كان بيطلعه في شكل عام كده بتباسيكلي بتفوكس عند نقطة محددة وتبتلي بعد كده تكبر. اوكي? فشكل بيم هنا باسيكلي بيبقى عبارة عن حاجة بتبتلي تضييق تضيق لغاية تمتوصل لنقطة اللي هي الفوكال بوينت نفسها او الفوكال دابت بتاعي. تبقى بتاعتي هنا او الويت بتاع البيم هنا بيقى اصغر ما يمكن. ويبتدي بعد كده يديفرج بنفس الشكل احنا شفناها بيديفرج بيه في الايه? في الديفركشن اللي انا عادي خاطس. لو انا خليت الفوكال بوينت ديبر اوكي? هلاحز ان انا اكشوري يعني طبعا هنزل من اول هنا وبعد كده تاني. هلاقي الديفرجنز بتاعي كل ما كان الفوكال بوينت بتاعتي ديبر كل ما كان الديفرجنز بعديها. لو هو الديفرجنز بتاعي بيوسع بريت قد ايه? بلاقي ان هو اقل. فطبعا السيلكشن بتاع الفوكال دي بتتحطي فين? دي اعدادة دكتور هو ما هو علي بيعمêuها. يعي كلا احنا كنا قردنا في الكيبورد كده كان في زرار بيحددلي المكان بتاع الفوكال بوينت. بس اللي بعمليني حسابنا نحنا نحنا نبن نختار الفوكالبوينت دي اه يعني القريبة او شلور يعني الديفت بتاعه link kita loever. بلقي ان الديفرجنز بتاعي او الديفرجنز بتاعي بتاع البيم بعدي بيبع اعلى من لما باخد ايه? الفوكال بوينتز均 بت ان احنا ما عندناش يعني فيه ناس الحاول تحط على بالشكل ده كده الحاقيه ما كانش حاجة عملية قوي اوكي الحاجة العملية اللي الناس كلها بتستعملها حاليا ان هي بتستعمل اللي هو بالشكل ده كده وتحط عليه حاجة بنسميها الاكوستيك لانس دي هي بتعملي فرق بقى الوقت بين دي اللي هي الطرق اللي هي المختلفة اللي ماشي فيها بتاعي بحيس في الاخر كل النقط دي توصل في نفس النقطة هنا يعني كل الويفز الجاي لي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كلها تيجي هنا توصل هنا في نفس الوقت. once اللي وصلت هنا في نفس الوقت وليبقى هترجع ل بردو هنا في نفس الوقت. كي فهي دي بتعوض لي فرق الباث بين دي وبعضها. كي ده لما بنعمل حاجة اسمهاGR ده بتتعمل على فكرة الحاجة بنسميها يعني مش بتاع الصورة لأ هو بتاع slip sickness نفسه اوكي لان احنا ما عندناش طريقة ان احنا نتحكم في ده خالص اوكي فيعني جوا الصورة بقى هنتكلم على طرق دلوقتي بنسميها Electronic Focusing اوكي نفس الفكرة هي هي بالظبط بس بدلا ما بنحط هنا Acoustic Lens بنحط Electronic Lens شكل Ultra Sound Pulse بقى بيبقى عادة عامل كده بالشكل احنا شايفينه هنا ده كده ده بيبقى نتيجة ان انا يعني انا بعمل Pulsing للايه للكريستال اللي هي موجودة بتاعت البروب اوكي فهي بتريزونيت بالفريكونسي بتاعتها وطلعنا حاجة شكل اعمل كده عادة شكل البروب او لما بشتري البروب بتاعي بيبقى جايلي معا حاجة زي سبكترم كده لي والسبكترم ده بيحدد لي كده حاجة يحدد لي Center Frequency بتاعي كام ويحدد لي Bandwidth يبقى فيه الترانسيديوسر ده يبقى More or Less يبقى Very Sensitive اوكي طبعا انا دلوقتي بتكلم على ان هو طالما هو Sensitive بالشكل ده كده يبقى انا ممكن اختار ال Fnode دي ممكن احطها في اي مكان فيه بقى يعني من F1 لغاية F2 عادة بنتكلم على الترانسيديوسر الموجودة حاليا في السوق يعني حاجات اللي بقت موجودة حاليا بقت تكنولوجي الموجودة حاليا على الاقل بنتكلم على ال Bandwidth بتاعي اللي هو المسافة بين F1 و F2 دي بتبقى حوالي من 60% ال 100% Fnode يعني لو انا بتكلم مثلا على فرضا Center Frequency بتاعه و 3.5 ميجا و 60% Bandwidth بتكلم على ان هو شغال من 60% من 3.5 ميجا بنتكلم على حوالي مثلا 2 ميجا سيء 2 ميجا يبقى بتكلم على من قريب من اهل شوية ظريب من 2 ميجا لغاية حوالي مثلا 4.5 ميجا اوكي فبنتكلم على ان احنا عندنا فيه رينج واسع جدا ممكن انا اختار ان انا ابعت فيه زي ما انا اعاوز يعني ممكن اختار Frequency دي او Frequency دي او Frequency دي او Frequency دي ابعت فيها وده يعني لساعات الناس بتسميه بقى في المكان في ال Specification بتاع المكان Ultra Sound ان هو Multi Frequency Probe Multi Frequency Probe هو عبارة عن Probe عادي خالص بس ال Bandwidth بتاعه ده كبير كفاية ان انا اقدر اختار من هنا كذا Frequency يعني ممكن ابعت مثلا عند 2.5 ميجا ممكن ابعت عند 3.5 ميجا ممكن ابعت عند 4.5 ميجا يبقى كده ممكن ابعت بتلاتة Frequency مختلفين بنفس ال Probe اوكي فده ده بالنسبة لل Probe اللي هي موجودة حاليا يعني في عندنا حاجة تانية حاجة بنسميها Harmonic Imaging Harmonic Imaging دي بقى فيه امييزة ان هي باسيكلي او فممكن يعني نفس ال Wave اللي انا بعتها لما ابعت F node هو مش بيرجعلي عند F node وبس بيرجعلي الحقيقة عند كذا Frequency بيجعلي عند F node وعند twice F node وعند ثلاثة F node دي الحقيقة جاية لي من ال Non-Linearities الموجودة عندي في الايه؟ في الجوة في ال Reflection Process وفي ال Scattering Process الموجودة يعني ايه Non-Linearity؟ انا دلوقتي لما بتكلم على Linear System لو انا دخلت له Frequency F node ما ينفعش يرجعلي Frequency ثانية غير F node خالص اوكي انما لو عندي Non-Linear System Non-Linear System يعني فيه Non-Linearity Non-Linearity يعني ممكن لو احنا فكناها بقى بالPolynomial هنلاقي فيها مثلا الحاجة بتاعتي سكوارد والحاجة بتاعتي الثلاثة والثلاثة 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 وهكذا لو اتكلم على السكوارين مثلا يبقى انا بعد كذا لو كان عندي السيجنال بتاعتي Cosine وميجا نوت اوكي وميجا نوت اوكي ولو عندي ثلاثة هيبقى عندي كوزاين ثلاثة اوميجا نوت وهكذا يبقى عندي لو فيه عندي Non-Linearity هيتنتج منها Harmonics على يعني على Reflective Wave بتاعتي او جزء من Reflective Wave هيبقى Harmonic Version من الحاجة اللي انا ما بعوتها والHarmonic Version دي تحقيقية بتبقى لها ميزة ان هي بتعبرا حاجات معينة جوه الجسم يعني في بعض انواع التيشوز الHarmonic يعني سيجنال بتاعتها بتبقى بتدي انديكيشنز للحاجات الحقيقية مش موجودة في السيجنال العادية اللي هي عند Fnodes اوكي فدي واحدة من الحاجات الحقيقية اللي احنا بيسيكلي بنستعملها في الايه؟ بنستعملها في 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 الحالات اللي هي يعني ما نحتاجين فيها تشخيص بطريقة ادق شوية ساعتها بقى لازم لازم لما بص بقى على الشكل بتاع السيجنال الرجعي ساعتها هلاقي ان هي عبارة عن يعني عند كل واحدة عند Fnodes دي سيجنال اصلية بتاعتي وعند 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 هلاقي ان عندي كل واحدة عندها بيك بس طبعا احنا عارفين ان احنا البيك بتاعتنا هنا اقل وهنا اقل واقل وتفضل تقل بعد كده نتيجة طبعا ان كل ما عليت بالفريكونسي كل ما الاتينويشن زادت فمعنى كده ان هنا رجع لي وكل حاجة بس نتيجة لان انا عندي الفريكونسي بتاعتي بس يبقى ده اضع في الاتينويشن بتاعتي بالدسيبل اوكي نتيجة لان هنا ثوائس Fnode من نفس الدبث اوكي وثلاثة Fnode يبقى معنا كده ثلاثة الاتينويشن بالدسيبل في الايه؟ في النتيجة طبعا احنا عندنا الفريكونسي ثلاثة اضعاء في الفريكونسي الاصلية اوكي فالهارمونيك ايمجينج ده بيستغل الننينياريتز موجودة جوه الجسم بيبين بعض الحاجات اللي صعب احنا نشوفها بالامجينج العادي هو فريكونسي ايمجينج اوكي لو بكلم على شكل بقى بحاول اوصفها البلس بتاعتي دي ممكن اعرف لها حاجة اسمها بيك بوستيب براشور بيك نيكتب براشور طبعا الستاتيك براشور هو طبعا اللي هو مورو لاس هيبقى زيرو يعني الانتنسي بتاعتي هي عبارة عن باي ديفينيشن عبارة عن بي سكوار على زي اوكي اللي هي البراشور اللي هو البراشور بتاعي على الزي اللي هو الاكورسيك ايمبيدنس بنبتدي بقى اعرف شوية برامترز جوه في البلس نفسها ده انا عندي بلس بالشكل ده كده وبستعملها بعد كده ان انا اكراكترايز الاكسايتاشن انا بستعمله ده اتعمل ازاي علشان فيه الميتاشنز جايلي من على ان انا مقدرش هبعت اكتر من حد معين لكل واحدة من الحاجات دي اوكي كان زمان فيه حاجة اسمها اي اي او ام اللي هو كان بيقولنا ما ينفعش ان هيبعت اكتر من ميت ميلي وات بر سنتيمتر بر ميجا هيرتز اوكي فطبعا بر سنتيمتر سكوار بر ميجا هيرتز فانا بتكلم على ان انا يعني اه لو انا غيرت الستاندر بتاعي بيبعندي برضو لميتاشن على حاجة واحدة من الحاجات اللي هي لاه علاقة بالبلس دي. اوكي? فبتكلم مثلا على لو انا برسم البلس دي هنا في time. طبعا انا عندي ممكن ارسم البلس دي في time ممكن ارسمها في space. لان انا ده نفسها هي بتناب في space لحاجة مختلفة. يعني احنا لما بنبعث البلس دي على الحطارة transducers على الترسونيك transducers بتطلعي من ناحية تانية في space حاجة شكلها مختلف. فانا ببص عليها في time مرة وبص عليها في ايه? في space مرة تانية. لما بتكلم عليها في time يبقى معنى كده بكاركترايز البلس اللي رايحة للايه? بلس الرايحة للترانس ديوسر ويعني بشوف الـ dependence بعد time بتاعها عمل ازاي? فببتكلم هنا ان في عندي temporal peak. اوكي? وفي عندي pulse duration بتتعرف pulse duration دي هنا هي 1.25 في T90 minus T10. T90 معناها ان هي يعني T10 يعني باوصل فيها 10% من الماكسيوم بتاعي. و90 باوصل 90% يعني بارجع تاني نفس الامبيتوب بتاعي او لو بتكلم من هنا زيرو وهنا زيرو بتكلم على 10% من الوقت و90% من الوقت. لو بتكلم على في حاجة اسمها IPA اللي اوه pulse average. يبقى باخد البلس دي كلها. وبحسب لها الـ average بتاعي بيساوي كام في الوقت اللي انا بتكلم عليه هنا دوت. طبعا باحسب الوقت ده في الايه? في pulse duration بتاعتي. يعني باخد الجزء بتاع pulse duration. واحسب جواه الـ pulse average بتاعي بيساوي كام. بس اسمين الاي بي اي. اوكي. في عندي ديفينيشن ثانية بقى لو انا خدت الكلام ده. يعني ممكن انا اخد الكلام ده مع الـ space. اوكي. بس اما ما تقبل الـ space برضو ممكن نتكلم على حاجة اسمها pulse repetition period. ممكن نتكلم على حاجة اسمها temporal average intensity. اوكي. لو انا بتكلم على temporal average ده. ساعتها بتكلم على مش pulse average بقى. بتكلم ان انا باخد الـ pulse بتاعتي دي. واحسب لها في كل الـ pulse repetition periods. بمعنى ايه? بمعنى ان انا دلوقتي ممكن. لو انا فرضا عندي limitation على temporal average intensity بتساوي كام. اوكي. انا ممكن احط pulse كبيرة اوي اوي اوي. بس فترة بتاعتها قصيرة اوي. within الايه? pulse repetition periods. اوكي. يعني ممكن مثلا لو انا عندي دي. ممكن احطها مثلا مية. وخلي المسافة دي. المسافة اللي هي الفضية دي. اخليها كبيرة بحيس ان انا مقسم المية على المسافة دي. يبقى في الاخر ايه? يبقى في الاخر بتاعي ما يبقاش كبير. او ممكن انا اخلي دي كلها صغيرة وممتدة. اوكي? فدي عمتا هو جزء بتاع الـ temporal average ده. ده مهم جدا ان احنا بنراعي ان احنا يعني كام مرة بنعمل pulsation في في الثانية او في الـ pulse repetition period اوكي? او يعني pulse repetition period بتاعتنا كام بمعنى صح? دي بتفرم معنا جدا في ال energy position اللي انا بعملها في الايه? اللي انا بعملها في الـ ultrasound. كل ما انا كبرت دي كل ما معنى كده ان انا دلوقتي قاعد بدي energy جامدة جدا بالنسبة للpatient في وقته قصير. اوكي? فده ده دايما بيبقى عليه limitation. في عندنا حاجات بقى كزا حاجة كده بنشوفهم في الـ standard isptp والispta والisaata. دي special peak temporal peak. special peak temporal average. special average temporal average. الـ special بقى جزء الـ special ده معنى انا باخد الـ cross section بتاع الـ beam بتاعي. واشوف انه اكبر حتة فيه من ناحية الايه? من ناحية الـ intensity في الايه? في الـ space بقى. يعني ده كده اكيني باخد cross section للـ beam بتاعي. ده شكل الـ pulse في الـ time. وده شكل الـ beam بتاعي في الايه? في الـ space. فممكن احسب بنها special peak. واحسب بنها special average. فهنا انا ممكن باخد الـ special peak يعني باخد النقطة اللي في النص دي هنا كده. temporal peak يعني باشوف الـ peak الكبيرة دي كويس? اللي عند النقطة دي. يعني شوف الـ profile بتاع النقطة دي عامل ازاي في الـ time. اوكي? واقول ان دي special peak temporal peak. او باخد برضو special peak اللي هي نفس النقطة دي برضو الـ peak بتاعتها بتساوي كام? اللي هي الـ peak دي بتساوي كام? النقطة دي. اوكي? واشوف لها temporal average بتاعها بيساوي كام? او اشوف الـ special average اللي هو average بتاع كل المنطقة دي بقى. اللي هو الـ average ده. بيساوي كام? واشوف له بقى temporal average بتاعها برضو بيساوي كام? يعني average في الـ space وفي الـ time. اوكي? كل الحاجات دي الحقيقة لها اهمية. والحقيقة ممكن ان هي تفرق معايا في حاجات زي مسلا الدوبلر الـ ultrasound مثلا عشان بعمل pulsation كتير اوي الحقيقة عشان اقوائر. يعني وبعمل pulsation في نفس المكان. فنقطة ان انا ممكن يبقى عندي limitation ان انا مقدرش ان انا اعلى مثلا بالـ figures دي. انها تبقى اعلى من حد يعني حد معين. اوكي? فبيبقى يعني لو عاليت عن حد معين بيحصل بعد كده ان درجة حرارة لجوه الجسم بتزيد. فمعنى كده ان ممكن يبقى فيه side effects للايه? للتصوير بالـ ultrasound. فطبعا الكلام ده بناخده في اعتبارنا بشكل كبير واحنا بنصور علشان برضو ما نعملش energy deposition بالنسبة للـ patient ونقذيه. او في حالات مثلا زي الحاملة او كده ما بفعش برضا انا احط energy deposition يبقى كبير. الحاجات دي كلها في غاية الاهمية علشان ناخدها في اعتبارنا واحنا بنستعمل مكانة الـ ultrasound. الـ ultrasound هو عبارة عن device بتكونفرد الـ electrical transmission pulse. تحولها الـ ultrasound pulse. وبالعكس بقى هو الـ ultrasound pulse اللي اللي راجعه اللي هو الـ reflected echoes بتاعتنا بتحولها من ultrasonic pulses بتحولها الـ electrical pulses. فهي عبارة عن two-way transducer بيحولينا بين الـ electricity Z وبين الـ ultrasound. الشكل بتاع الـ probe نفسه. ultrasound probe او ultrasound transducer نفس المعنى. بيبقى عبارة عن بيبقى في عندي هنا بيزوليكتك material. الماتيريال اللي بتاخد electricity وتحولها لي الـ ultrasound او العكس. اوكي. بتبقى في عندي نحيا دي ونحيا دي بيبقى الـ field plates بتاع الـ electrodes اللي انا بإذراء بيها. ان هي بتبقى الموضل بتاع الـ piezo LinkedIn material دي بيبقى. اوكي. بيحط عليها هنا الـ wave بتاعتي الـ electric field أنا بقى بجنريت به الـ ultrasonic pulse. وبعد كده اللي بيحصل ان انا بقى حاطط قدامه حاجة بسمية matching layer. وبعد كده lens. المatching layer دي هدفها ايه؟ هدفها ان انا عندي الـ paration الـ piezo LinkedIn material دي. الـ acoustic impedance بقاعتها في بينها وبين بتاع الجسم ميسماتش عنيف جدا. الميسماتش دوت بيبقى صعب ان انا لو حطيت الترانسيديوسر مباشرة على الجسم كده بيبقى عندي مشكلة ان في جزء كبير جدا من الانجين اللي انا مطلقها بيبقى على السورفز بتاع الجسم ما بيخشش اصلا جسم الانسان. نتيجة الميسماتش بتاع الايه? ميسماتش بين الترانسيديوسر وبين الايه? وبين الجسم. فلما بحط ماتشنج لاير هنا والناس لقت الحقيقة لو خدت الماتشنج لاير عبارة عن الاجوماتش بتاع الايه? وبين الترانسيديوسر. بيطلع لي احسن ماتشنج بين الجسم وبين الايه? بين الترانسيديوسر. يعني لو زي تي بتاعتي بتساوي كزا والبي زي تي بتاعتي بتساوي كزا باخد الجوماتشنج بتاعهم ان انا بضرب اتنين في بعض وااخد لسكوير رود. فالماتشنج دي دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. ودي الحقيقة واحدة من الحاجات اللي بتبقى صعب ان احنا يعني لو احنا شلناها بيبقى تبقى الالتراساون بتبقى وحشة جدا قدام الجزء ده وبيقى فيه الجزء بتاع اللانس ده الجزء اللي بيعمل لنا فوكسين اللي احنا كلمنا عليه من شوية وقبل كده بقى يعني ورا الترانسديوسر نفسه بنحط حاجة اسمها باكينج لاير الباكينج لاير دي هدفها ايه هدف انها دلوقتي ده ما بحط هنا بلس الترانسديوسر بيبتدي بيعمل ريزيونيشن يعني بيعمل يعني بيريزيونيت اوكي ريزيوني دي معناها بيعمل باحتزازات اوكي انا هدفي ان الالتراساوند بلس بتاعتي تبقى اقصر ما يمكن يعني عشان تبقى الالتراساوند ويف اللي طلعها لي تبقى قسيرة جدا يبقى لازم احط لحاجة تكتم الاهتزازات الموجودة دي اوكي دي عبارة عن مادة باكينج لاير دي هدفها ان هي تعمل دامبينج للبالس اللي طلعها لي من هنا يعني البالس بتاعتي زي ما احنا شوفنا كده بتطلع والديكاي بسرعة لو انا مش حاطد الباكينج لاير دي لأ هتفضل تدريزيونيت بقى فترة فلما بتريزيونيت فترة معناها ان الطول بتاع البالس نفسها هيبقى طويل وزي ما هنشوف بعد شوية ان الطول بتاع البالس هو اللي بيحدد لي بالزبط الريزولوشن بتاعتي بتسوي كم اوكي فمعنا كده ان احنا نحط الباكينج لاير دي هدفها ان احنا نعمل دامبينج للأستيليشنز اللي هي جايالي من من الكريستال دي لما بحط عليها بلس عشان في الاخر البلس بتاعت الالترساون تطلع علي من هنا تبقى اقصر ما يمكن اوكي فده بتاع الترانسيديوسر نلاحظ حاجة مهمة قوي ان احنا لما بنيجي نبص على اللانس بتاعتنا اللانس بتاعتنا بتفوكس في الريكشن ده الريكشن اللي هو ده الريكشن اللي هو بنسميه الاليفيشن ده الريكشن اللي هو كده ده ده بنسميه الويتث الريكشن ده دايما هو الريكشن على امودي بالترانسي اللي يحنا بنصوره بنسميه الريكشن الن spreadsheet ترفúsica بتريد mateix من الريكشن اللي هو عمدي باقي بلادي الريكشن باقي بميكانيكال لانس ازاي كده اوكي الاتجاه اللي جوه البلين بقى زي ما هنشوف بعد شوية بنقدر نحن نعمل فوكيزن زي ما انا عايزين بالحاجة اللي هنسميها دلوقتي فين فورمر اوكي فبيبقى عندنا دايما اللانس اللي موجودة دي لما احنا بنشره ترانس ديوسر بيدينا الفوكال بوينت بتاعتنا بتاعت اللانس دي بتساوي كم يعني يقول لنا مسلا ان الترانس ديوسر دوت الميكانيكال لانس بتاعته عند الدبث كزا الميكانيكال لانس دي بتفوكس عند الدبث الفلاني في الاليفيشن ديركشن بس دا مش معنى انا ما قدرش عامل فوكسين غير كده في الام بلين ديركشن اللي هو في الجزء بتاع الويتث اوكي دا بيبقى احسن حاجة بنسبة الاليفيشن بس وعادتا بيختاروه على اساس الابلكيشن المست كامل يوزد بالترانس دوت انا ممكن انا جوه البلين بقى اختار دبث مختلفة الديركشن بتاع الاليفيشن دا انا عمري ما بيبقى في الماكينة بتاعتي بتحكم فيه انا لسنا انا بكلم بقى مش مش بروب عادي كده مش one dimensional probe اتكلم بقى على two dimensional probe او حاجة زي كده او one point five يعني فيه حاجات هنتكلم عليه بعد شوية على الموضوع دا اا يعني الاليفيشن ديركشن بتاعنا بيبقى more or less ثابت في الترانس ديوسرز العادية اوكي يعني بيبقى عندي دبث محدد انا بختار بقى في الجزء التاني اللي هو انفلين دا الـ focal depth بتاعي بيساوي الجزء بقى بتاع الـ beam former هو بقى part of the scanner that determines the shape, size and position of the interrogating beams by controlling the electrical signal to and from the transducer array elements يعني بمعنى ايه؟ هو ده الجزء اللي بيتحكم لي انا ببعت فين وبستعمل منين وبجمع الصورة بتاعتي ازاي او بجمع الـ data اللي جاية دي ازاي عشان اكون منها الخطوط اللي أنا بحطها في الصورة. نتكلم بقى بتفاصيل اكتر على الجزء ده. اهنا عندنا هنا كمثال لو خدنا linear او Curvy Linear Array Transducer هو شكله بيبقى كالاتي. بيبقى لو احنا يعني شلنا الليير الفوق كده بيبقى عندنا الجزء اللي فوق ده هو عبارة عن اللانس وبعد هي الماتشنج لير. وبيبقى عندنا بروبس عبارة عن خطوط كده لو احنا شفناها اكننا شايفين مثلا material كده مرسوم عليها خطوط. اوكي كل واحدة من ال very small rectangular يعني parts هنا دي كده او partitions هنا كده بتعتبر واحدة من transducers. اوكي احنا basic زي ما كنا بنكلم بيبقى عندنا حاجة اسمها backing layer كل واحدة من transducer دي بتبقى واصلة بسلكة مستقلة. لو احنا نتكلم مثلا عن 128 element transducer بيبقى عندنا 120 line هنا طلعين. اوكي. زي ما كنا شايفين برضو اللي هو الجزء بتاع اللانس بيبقى ظاهر لنا انه هو شغال ال elevation هنا برا عن ده side view بتاع ال probe دوت. اوكي. side view ده يعني ده ده مسلا بكلم مسلا ده elevation مسلا وده side view بتاعنا. اوكي. فلما بكلم مسلا هنا على ان انا بعمل beam for me. بعمل beam for me معناه ايه؟ بحدد مجموعة من elements على ال probe. هم دول المجموعة اللي ببعد بيهم دلوقتي وبستقبل بيهم برضو دلوقتي. يعني ببعد بيهم مرة واستقبل ال echo اللي رجع. وبعد كده اتحرك بone element يبقى فيها عندي new active group ماشي. وبردو ببعد بيه واستقبل بيه. كل واحدة من ال groups دي او كل واحدة من المجموعة elements اللي جنب بعض دي. بجيب بيها single line هنا. اوكي؟ وببتدي ابني الصورة بتاعتي بقى line by line. لو كان linear او هنا لو كان curve linear او كان convex. بيبقى برضو line by line في الاتجاهة بتاع ال elements بتاعتي عاملة ازاي؟ وبمشي بقى من اول خالص هنا لغاية الاخر خالص عشان اكون صورة كاملة. once ان انا كونت الخطوط اللي هي بتاعة اللي انا خدتها من اول transducer غاية اخر دي ببتدي بقى اخد ال data دي وابني بها صورة. اوكي؟ الجزء بقى اللي هو فيه بختار من اللي بيبعت وبختار انا بقامشي ازاي؟ ده جزء برضو جزء من beamforming. اوكي؟ ده بنسميه element selection بس هو جزء من beamforming. اوكي؟ الهدف منه انه هو دلوقتي بيقول لي انا باخد ال data بتاعتي منين عشان ابني بها خط من خطوط الايه الصورة بتاعتي طب دلوقتي انا هاخد ال group دوت هعمل بي ايه؟ لازم تيه بقى ندرس شوية ازاي ان احنا يعني بنهاندل بقى ال focusing بتاع elements دي وبناخد ال data برضو بنعمل بي ايه عشان ناخد الخط بتاعنا يبقى دق ما يمكن الحقيقة اللي بيحصل بيحصل حاكتين اكشوية لازم اعملهم في ال beamforming فيه عندنا transmission beamforming او transmission focusing وفيه reception focusing اوكي؟ فاللي بيحصل في transmission focusing ان انا باعمل ايه؟ انا دلوقتي مفروض ان انا ابعت بال transducer دوت عشان افوكس عند النقطة دي اوكي؟ طب دلوقتي انا عارف ان انا المسافات اللي بين هنا وهنا مختلفة عن هنا وهنا مختلفة عن هنا كل واحدة لها depth مختلف او لها distance مختلفة لو انا يعني عارف الفرقات بتاعتهم عاملة ازاي؟ بان انا اخد لو انا عملت النقطة بتاعت ال focal point بتاعت دي رسمت بها دايرة كده اوكي؟ هلاقي الفرقات بتاعت هي الفرقات اللي عن الدايرة هلاقي هنا الفرق ده صفر مثلا هلاقي هنا اطول بحتة صغيرة هنا اطول بحتة كبيرة وكذا طب الفرقات دي الفرقات دي معناها ان انا لو انا بعدت كلهم في نفس الوقت يبقى معنا كده كل واحدة من دول هتمشي مسافة اطول دي اطول من دي ودي اطول من دي بقى معنا كده كل واحدة توصل في وقت مختلف لا في الترانسوميشن فوكسين بقى هدفي ان انا اعمل باسيكلي يعني earlier transmission للنقطة اللي فيها مسافتها اكبر عن الفوكال بويت ليه بقى؟ لو انا عملت دي earlier عن دي ودي earlier عن دي ودي يعني نفس الكلام بالنسبة لنحلة التانية طبعا الدينية هنا سيماتريك يبقى معنا كده طالما دي earlier يبقى معنا كده انا اعوطلها وقت الزيادة دوت اللي هيتمشيه اوكي؟ ففي الاخر هدفي من الترانسوميشن فوكسين ان كل النقطة بتاعتي او كل الاليمنتز بتاعتي توصل هنا في نفس الوقت كل الديتا كل الويفز يطلع من كل الاليمنتز بتاعتي توصل عند الفوكال بوين بتاعتي في نفس الوقت بالظلط دي بتتحس بازاي بقى الديلي ده بتحس بازاي؟ بحسب المسافة دي بتساوي كام؟ وانا عارف قريدي ان السرعة بتاعتي هي السي مفروض تبقى موجودة تبقى بتساوي كام؟ انا بداية بقى وانا بعمل وده نتيجة طبعا ان انا بتحكم في الحاجات دي كلها بالكمبيوتر بتاع المكنة فبقدر بالظبط احسب الوقت ده بدقة بيساوي كام؟ وأكمبونسيت بقى وانا ببعت يعني بطلس واحدة من الاليمنتز قبل واحدة تانية وانظم الوقت بتاع كل الاليمنتز بقى بتبعت امتى؟ وبالتالي هم بيوصلوا في الاخر في نفس الوقت دي عند الفوكال بوينت طيب دلوقتي ده خلاص الاليمنتز كلها يعني في الترانسميشن وصلت النقطة دي وصلت إلينا الديتا بتاعتنا في النقطة دي او الوييفز إتعOTT نفس الوقت طب دلوقتي النقطة دي هترجع لنا الوييفز وكي؟ ولما هترجع لنا هنا يعني ده ليستقبلها وده ليستقبلها وده ليستقبلها у كلهم كل واحدة من الاليمنتز تتقبلها طب دلوقتي نفسك مشكلة هذه هي ترجعنا عندهه ان في فرق في المساخات كله اوكي هلاقي عندي ان انا الالمنت اللي في النص ده هلاقي ان الاكو بتاعه هلاقي ان هو جي اسرع واحد ان مسافته اقصر واحد ودي بعد كده اللي بعديها ودي اللي بعديها وكذا في ناحية التانية بتاعتي فعلشان اخلي الكلام ده كله يوصل برضو يبقى في نفس الوقت يعني عايز اخلي دول برضو يرجعوا يبقوا ينفيز مع بعض لان هما كده اوتو فيز بحط حاجة بسميها الالكترونيك ديلي معناها ايه؟ معناها انا باخد الاكل الراجع ده بعديه في حاجة تدلي السيجنال دي شوية اوكي ودي سيجنال هنا بمقدار اكبر من هنا وهنا ما بعملش ديلي خالص دي يعني دي اطول مسافة اوكي لما بعمل ديلي هنا اطول حاجة وبعمل ديلي هنا وهنا بمسافة او بزمن اطول شوية او اصل شوية صغيرين وبعملش هنا ديلي يبقى معنى كده انا خليتهم كلهم يرجعوا ينفيز لما جمعهم كلهم بقى بيطلعوا كلهم ايه؟ السيجنال بتاعته بتطلع قوية لان هم كلهم بيعملوا ايه؟ interference مع بعض بيعملوا constructive interference مع بعض زي ما كنا بنعمل برضو هنا ده الweaves دي كلها بتعمل constructive interference هنا تطلع لي large pulse في الترانسميشن هنا برضو نفس الكلام بيطلع لي large pulse في الايه؟ في الريسابشن البروسيس دي بقى لقى معتمدة اساسا على ان احنا بنعمل delays وبنعمل sum في الاخر بنسميها delay sum being forming وده الحقيقة معظم المكان بتاع الالتراساوند اللي موجود حاليا بيشتغل به يعني رغم ان فكرته بسيطة جدا اللي انه هو فعلا يعني فعلا very practical و very efficient والحقيقة ممكن بقى نلاقي فيه variations بقى من شركة لشركة ممكن يبقى عندنا الaccuracy بتاعت ال delay sd والaccuracy بتاعت summation والband width بتاعنا وال dynamic range والحاجات دي كلها بتختلف من مكانة لمكانة او من مكانة مثلا low cost المكانة very high cost مثلا بس في الاخر concept نفسه بنفس الشكل كده بنضيلي ال elements علشان كلهم يبقوا ينفيز وبعد كده نجمعهم بعد ما يبقوا ينفيز اوكي دي الفكرة بسيطة جدا بتاعت ال reception focusing او reception beam forming طبعا احنا عندنا ميزة جميلة جدا في ال reception ان احنا عندنا احنا بنستقبل ال data بتاعتنا زي ما احنا كنا شوفنا في ال block diagram وندخل على computer اوكي احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا بقى احنا مشكلتنا في ال transmission ان احنا ما نقدرش غير نبعت عند focal point واحدة لان احنا ما نقدرش نبعت غير مرة واحدة فالمرة واحدة دي لازم يبقى محدد نقطة محددة هي اللي بيقى فيها focal point انما في ال reception انا ممكن اعمل حاجة جميلة جدا ممكن لما اكون في ال depth القليل هنا ممكن اعمل reception ب focal point هنا وبعد شوية لما اكون بقى اعمل reception هنا بقى عارف ان ال reception بقى عارف انا بقى اعمل reception منين لان انا عارف من ال echo ranging ان انا الوقت بتاعي كل ما بيعدي كل ما بقى في depth اكبر وقت رحس ب depth ده فين بالزبط فلو انا بستقبل من هنا دلوقتي انا ممكن اغير ال delays اللي انا كنت حاطيتها بحيس ان هي فعليا النقط اللي جايري من هنا تبقين focus اوكي فممكن افضل بقى كل ال path بتاعك كل ال line بتاع اللي هو بتاع ال reception ده اخلي عند كل نقطة actually يبقى فيه focal point فده من سميه dynamic reception focusing الحقيقة المكان اللي كان موجود في التمالينات كان يعني نادرا ما كنا بنلاقي فيه ده كان دايما بقى فيه static focusing وكان دايما ممكن يبقى عنده مثلا يكمباين two static focal points مثلا عشان يبقى ايه يبقى عنده بقسم range بتاعه لنقطتين يعني كل مثلا لو انا فرضي عند 20 سنتي ببص عليهم ممكن احط مثلا focal point مثلا عند say مثلا 7-8 سنتي و focal point تاني عند 15 سنتي اوكي وانا بستقبل يبقى بكمباين اللي اتنين مع بعض اوكي دلوقتي لا في الجزء اللي ابتدى فيه الاتراسان يبقى more less digital يعني باخد كل الحاجات بتاعتي دي ادخلها عندي في ال digital system بتاعي وابتدي ابني بيها بعد كده او اعمل beamforming دوت او delay some beamforming ده في ال digital domain اتحلي الكلام ده ان انا اغير بطريقة very flexible الطريقة بتاعت reconstruction بتاعتي واقدر اعمل reconstruction عند كل نقطة اكن عندي focusing عند النقطة دي اوكي فده مهم جدا جدا ان احنا نبقى عارفينه وده طبعا حاليا ما اعتقدش ان حد مفروض يشتري مكانها ما فيهاش دوناميك reception focusing لان ده طبعا بيفري جدا في quality بتاعت الصورة بيخليه دايما الشكل بتاع ال beam بتاعي يبقى more or less يبقى uniform تقريبا يعني لو احنا تخيلنا الحمدينة focal point بس اف اربعة هنا ال beam بتاعها هيبقى شكل عامل كده لو يعني شايفين يعني بسرعة جدا بعد ايه بعد النقطة دي لو انا عندي ااا focal point هنا هلاقي ال beam بتاعها جاي كده برضو كده هلاقي برضو ان هو هنا واسع جدا يعني هنا شكل beam مش مقبول خالص وبردو بيدايفرج هنا اقل له كل حاجة بس شكل beam هنا يعني فعلا شكل وحش نفس الكلام لو انا خليت focal point بتاعتنا هنا هلاقي برضو شكل beam هنا سيء جدا نبتدي يبقى هنا معقول وبعد كده يبقى واحد تاني انما لو انا مشيت عند كل نقطة يبقى انا معنى كده الجزء اللي هو احسن جزء في كل واحدة من ال focal point انا اكشوري ماشي به في كل الاماكن يعني كل واحدة من من الكيرفز الموجودة عندي دي معناها ان في عندي هنا focal point في المكان ده فدي الحقيقة ميزة كبيرة جدا في ال dynamic focusing او dynamic reception focusing عشان فيها فعلا بيبقى شكل beam بتاعنا بيبقى more or less uniform ويعني في كل حتة في ال beam في عندنا بقى كذا parameter كده ممكن نبص عليهم في ال beam forming اول حاجة نختار كم element عشان نعمل beam forming اوكي لو احنا بصينا على equations بتاعت ال near field وعلى الزاوية بتاعت ال diversions اللي كانت عندنا الزاوية theta هلاقي عندي لو انا في عندي single element اوكي هلاقي شكل beam بتاعه عامل كده near field قصير قوي وال far field بيبقى basically بيبقى بشكل عنيف جدا يعني شكل beam فعلا بيبقى سيء جدا في مسافة قصيرة كل ما بكبر عدد ال elements بتاعتي طبعا انا باخد effective A بتاعتي اللي هي ال radius بتاع بتاع ال source بتاعي بتاع ال probe بتاعي او بتاع transducer بتاعي هو مجموع دول اوكي فبلاقي شكل beam بتاعي بيبقى شكله احسن بكتير الحقيقة اوكي شكل beam بتاعي لو انا عملتله focusing مسلا لقى شكله احسن بكتير نتيجة لان انا عندي زاوية divergence بتاعتي بتبقى ايه بتبقى احسن فباسيكي عدد ال elements كل ما زاد يعني عدد ال elements اللي انا بس نعمله عشان ا acquire كل ما زاد كل ما زاد كل ما كان ال quality بتاع الصورة بتاعتي بتاعتي بتبقى احسن اوكي طبعا مش 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 على طول كده مش يعني مش مفتوحة طبعا بيبقى عندنا limit ان احنا بعد شوية يعني عدد ال elements لما بيبقى كبير قوي بيبقى طبعا جزء القريب من ال probe نفسه شكل beam بتاعه ما بيبقاش كويس فناخد فاعتبرنا بيبقى عندنا trade of between الايه between ال اتنين between العدد ال elements وبتوين الايه quality بتاع الصورة بتاعتي في حاجه تانيه ان احنا دلوقتي لما احنا اخدنا مجموعة من the elements دي عشان نعمل بيقى ايه نعمل بيقى transmission او نعمل بيقى transmission او نعمل بيقى transmission reception يعني acquire بيقى خط اوكي احنا متخالى احنا لو اخدنا دول يبقى معنا كده احنا بناخدهم بنبعث عليهم بنفس amplitude ونساب منهم بنفس amplitude اوكي اوكي اكشولي لو احنا بصينا على الشكل بتاع ال profile بتاع the elements في الحالة دي احنا يبقى شكلها حاجة شكلها rectangular كده شكلها عاملة زي gate اوكي؟ انتوا تفكري احنا كنا قولنا في الجزء بتاع الـ diffraction ان شكل الـ beam بتاعنا لما بنعمل focusing بيبقى عبارة عن او في الـ far field عموما لما بنبقى في الـ far field او في الـ focusing بيبقى عبارة عن الـ foray transformation بتاع شكل aperture بتاعتنا او شكل transducer بتاعنا فلو انا خدت شكل transducer بتاعي شكل locate كده بيبقى شكل gate دوت بيديني حاجة شكلها sink كـ profile فالsync كـ profile بنلاقي انه هو فيه بيك وبعد كده بقى فيه حاجه تنزل لتحت كده ويطلع فيه حاجه اسمها side loops. side loops يعني معناه ان فيه عندي main loop اللي هو الحاجه الاساسيه اللي انا ببص عليها. وفيه عندي حاجه اسمها side loops كده بيبقى يعني اكدنا عندي زي sync function كده يعني فيه عندي بيك اصلية وفيه بيك بعد كده فراعيه في كده بيك فراعيه. البيك الفراعيه دي مشكلتها انها ممكن تعمل لي artifacts. فدي مش حاجه ظريفه خالص الحقيق. عشان نحسن الكلام ده بقى. بنرجع تاني للfor ethereum. ونعمل حاجه اسمها windowing. الwindowing ده معناه ايه? معناه انا دلوقتي باجي على ال elements الموجودة هنا دي. بضربها في شكل كده عبارة عن حاجه شبه الwindow. شبه مثلا حاجه زي hamming window او hamming window او حاجه زي كده. حاجه شكلها smooth يعني مايبقاش transition كده عنيف. اوكي? فلو انا خدت حاجه شكلها بالمنظر ده كده ضربتها في الشكل بتاعي الاصلي. يبقى فمعناه كده انا بتكلم ان انا باخد الfor ethereum transformation بتاع الشكل ده. مش بتاع الايه? مش بتاع ال gate دي. اوكي? فمعناه كده الشكل دوت هنلاقي دايما الشكل الfor ethereum transformation بتاعه. هنلاقي شكله ان هو عبارة حاجه شكلها smooth يعني لها single peak single main loop. وبعد كده بتقل. العيد بتاعها ان احنا لابا نستعمل حاجه زي كده. يعني احنا كنا قولناها بكده في الجزء بتاع additional processing. ان احنا يعني مافيش حاجه نقدر ناخدها وما ندفعش ثمنها. اوكي? فاحنا basic لما بنزود حاجه زي كده شلنا ال side loops دي ما بقتش موجودة او عملناها minimization. بس في الوقت نفسه وسعنا شوية الايه? المين loop. يعني المين loop بادا ما كانت رفياها هنا كده. depth بتاعها هنا او ال width بتاعها هنا صغير. بقى ال width هنا اكبر شوية. بس side loops كون ان انا شلتها ده انجاز في حد ذاته. وده بيفضل اكسر يعني ان يكون عندنا side loops. اوكي? فطبعا ال width دوت هو اللي بيحدد لنا resolution بتاعتنا. ده ده الخط بتاعي. اوكي? فطبعا لما بكبرها كده يبقى الخط بتاعي بيبقى اكبر. بس احسن ان يكون عندي الخط دي ده اكبر شوية او يبقى فيه blurring في ال direction ده. احسن ما يكون عندي artifacts جاهلي من side loops. اوكي? فدي حاجه مهمة جدا. الحاجه اللي احنا بنعملها ال window اللي احنا بنضربها هنا دي. دي بنسميها abotization. يعني دي متعرف ان الناس بنسميها abotization. ودي الحاجه منتشرة في الرادار وفي السونار وفي الحاجات دي كلها. والحاجه من الحاجات اللي اتنقلت للالتراساوند من من ال early applications للحاجات دي. فيعني دايما احنا بنضرب في حاجه شكلها يعني tapered كده او شكلها smooth اكتر من ان احنا احسن ان احنا نسيبها كلها زي ما هي كده اكتنها مضروبة فوحاية. اوكي? فتاني في الجزء ده هبناخد عدد من elements بحيس يبقى شكل ال width بتاع ال beam بتاعنا هيبقى معقول. وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نعمل abotization عشان نحاول نخلي side lobes اللي موجودة عندي في ال beam دي تختفي. او مايبقاش عندي side lobes. التامن اللي بادفعه هو ان انا باخد هنا broader main loop. broader main loop معناها كده ان كل خط من الخطوط بتاعتي effectively هيبقى اوسع من الخط اللي موجود في الايه? في الحالة الاصلية دي. اوسع معناها ايه? معناها ان هيبقى فيه حاجه اكني يبقى اعمل blurring كده. اكني ماشي بحاجة يعني ما هياش دقيقة قوي. يعني الخط بتاعي دلوقتي بدلا ما كنت ماشي بحاجة ال width بتاعها مثلا اثنين ميلي بقت اكتر شوي. بقت تلاتة ميلي مسلا. اوكي? فدي طبعا تفرق معايا في ال resolution بتاع الصورة بتاعتي. بس تاني الشكل بتاع الصورة اللي مفيهاش artifact رغم ان ممكن الخط بتاعها هيبقى اوحش. بيبقى احسن من يكون في عندي artifact من ايه? نتيجة ال side loops بتاعتي. ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا مسميها multiple transmission zones. احنا اتفاقنا ان احنا في الترانسميشن عشان بنبعت مرة واحدة. ملقدرش نعمل focusing زي في ال dynamic focusing بتاع reception كده. ملقدرش نعمل عندنا كزا focal point. بس اللي ممكن نعمله بقى في الترانسميشن كالاتي. نحنا ناكواير خط خط كامل بفوكل زون محددة. يعني ممكن اعمل خط مثلا بفوكل زون F1. اخد الخط ده كله من اول لغة اخره. اوكي? وبعد كده اخد خط تاني بفوكل زون F2. اوكي? واكمباين اتنين مع بعض. اكمباين الجزء يعني اخد جزء من الخط من اللاين اللي انا خدته بفوكل point F1. والجزء التاني الخط اللي هو ايه? F2. اوكي? فكده انا عملت ايه بقى? انا كده اعملت كومبينيشن لتو ترانسميشن عشان اطلع منهم في الاخر خط واحد. بس الخط الواحد ده هتبقى الريزولوشن بتاعته يونيفورم مورو لس في كل الدبس. عند كل الدبس الموجودة عندي. عند الدبس اللي هو القليل والدبس الكبير هيبقى مورو لس شكل الخط بتاعي. الويت بتاعه يبقى مورو لس متساوي. لو انا كنت خدت F1 بس. هلاقي ان الويت بتاعي بعد النقطة دي بعد اللي هو الجزء اللي انا خدته هنا يعني الترفيز ده كده. هلاقي ان الشكل البيم بتاعي يبقى اوسع بكتير جدا جدا. ولو انا اواخد الجزء بتاع F2 ده هلاقي ان في الاول خالص الجزء اللي هنا ده شكل الويت بتاع البيم بتاعي اكبر جدا. فانا ما اعمل كومبينيشن لده معه ده. لا ده انا بعمل دلوقتي خدت احسن حاجة في الاتنين. اوكي. طيب العيب بقى بتاع حاجة زي كده ايه بقى. العيب بتاع حاجة زي كده ان انا اكشوالي انا دلوقتي ضيعت وقت خطين عشان اجيب خط واحد. اوكي. فده طبعا ده ان انا ممكن ان انا الفريم ريت بتاعي اللي انا بطلع بيه الصور اللي انا بجنريت بيه الصور. يبقى اقل شوية من الفريم ريت اللي انا مكنش بعمل فيه الملتبل ترانسميشن زونز. دي بتبقى متروكة للدكتور طبعا ان هو يختارها. وهو اللي بيبقى عارف ازا كان عايز فريم ريت عالي ولا عاوز ان هو يبص على حاجة بريزولوشن عالية. في الاخر بيبقى الافكتوف بيم فورمينج بقى. بيبقى عبارة عن البيم فورمینج اللي هو بتاع الترانسميشن ده. مضروب في ايه? البيم فورمين بتاع الريسيبشن. الانتين مضروبين في بعض. يعني انا دلوقتي لو عندي حاجة روفاياعه هنا كده. فحاجة يعني مور او لس يونيفورم بالشكل كده كده. هيبقى في الاخر حاجة قريبها من ده مش بعيد عنده اوكي؟ ففي الاخر انا بدرب البروفيل بتاع الريسپشن مع البروفيل بتاع الترانسيوم بين فورومنج عشان في الاخر احصل على التوتال بين فورومنج اللي هو عبارة عن كومبينيشون بتاع الترانسيومoring والريسيپشن بين فورومنج فى عندنا حاجة تانية برضو فى البيين فورومنج اسمها جريتنق lock Observating loop 디 جاي نتيجة الايه؟ جاي نتيجة ان انا عندي يعني انا بقى سيوم مسلا في كل الحاجات اللي كنت بكلم عليه قبل كده ان انا عندي هنا الترانسدوسر بتاعي دوت ده عبارة حاجة واحدة لكنه حتة واحدة يعني لما كنت بتكبر عدد الاليمنتز كنت بقول ان الوث بتاع الترانسدوسر بتاعي كبر بقى ايه بقيت كبيرة بس اكشل في حاجة مؤمة جدا نشأة نتيجة لان انا بتكلم على ان الحاجة اللي انا ببعد بيها وبستقبل بيها دي دي عبارة عمجموعة حاجات مش حاجة واحدة اوكي فمجموعة الحاجات دي اللي بيحصل منها ان ممكن في داركشنز معينة يبقى لها كونستركتيب انترفيرنس مع بعض اوكي فالكونستركتيب انترفيرنس اللي جاي مع بعضه ده دي بنسميها الـ grating loops دي بيبقى لها برضو main loop يعني كل واحدة من grating loops لها main loop ولها side loops يعني main beam ده بيبقى فيه main loop وside loop زي ما احنا شوفنا قبل كده وكل واحدة من grating loops دي برضو نفس الكلام اوكي فبيبقى في عندنا اول واحدة وسكند اوضر وهكذا الفكرة انا زى ما كنت بقول كده ان انا ممكن ان انا الحاجة اللي جايلي من هنا وبن هنا يعني من ديريشن معين يبقى فيه يحصل لي بين الحاجات وبعضу بين البالسيز اللي جايلي وبعض اوكي يبقى مثلا لو فرضا فيها عندي هنا تلاتة بالسز او تلاتة بيريدز يبقى ممكن انها تبقى فيه يعني تو بيريدز منهم يبقى فيه بين مبعض ين كونستركتيف انترفيريز في اطلع لجريتينجلوبس اللي موجودة عندي هنا. طبعا هي بيبقى بتاعها بيبقى قل من مين لوب. بس دي فيها خطورة جديدة ليه بقى? اللي ممكن تظهر لي اكني فيه جايلي في الاتجاه ده او موجود في الاتجاه ده وهو ما يكونش له وجود خالص اساسا. او بمعنى صح ان انا ممكن انا يبقى اشوف مسلا في الصورة بتاعتي في الخط ده اشوف خيال او اشوف يعني جوست كده لحاجة موجودة في اتجاه تاني. اوكي? لو انا عندي حاجة في اتجاه بتاع لو فرضا عندي حاجة هنا في الاتجاه ده او حتى في الاتجاه ده. والحاجة دي كان بتاعها كان عالي. انا هشوفها هنا اكدناها في المين لوب. او او فلناها في المين بيم. نتيجة لان هي فعليا يعني ان تنسي بتاعيتها اللي جاية لي هتبقى مش قليلة. اوكي? فهتخال نها موجودة في ده رغم ان هي موجودة في ده فدي بتعمل لي اه حاجة زي شوية كده موجودة عندي في الصورة. وده ممكن يبقى بيبلينا واحنا بنحرك البروب. يعني بيبلينا ازا كان هو حقيقي ولا مش حقيقي. لما بنحرك البروب في كزا اتجاه. بيبلينا ازا كان ده فعلا جايلي من دي او مش جايلي من دي. في كل الاحوال الحقيقة بيبقى في عندنا للمسافة اللي بين البعض دي بحيس ان انا اضمن ما بيبقاش فيه خاص. يعني دي نفسها بتعتمد على المسافة اللي بين المفوضة هنا بكام بتاعي. اوكي? فانا ممكن ان انا ديزاين. المسافة اللي بين البعض انها تكون صغيرة كفاية. بحيس ان ما يبقاش تقريبا فيه اي جريتنجلوب خالص. اوكي? طبعا احنا ما ندرش نخلي مسافة صفر ليه? لان انا عندي هنا مشكلة في دي ان كل واحدة فيهم بتبقى اكسايتد انديبندنتلي. فلما تكون اكسايتد انديبندنتلي معنى كده لو انا لزقها في اللي جنبية هنا هيبقى فيه هنا ميكانيكال كابلنج بتوين الاتنين دول. يعني عن بعض. يبقى فيه عندي هنا مناسب بحيس ما يبقاش فيه كروستوك بتوين الايه? القلمس باعة. فانا عندي يعني عندي تريد اوف. يا اما يعني لما صغر دي بحسن بس بوحش الايه كروستوك. اوكي? كروستوك بتوين الايه بيبقى عالي. لما بكبر دي ببقى كبيرة والايه كروستوك بيبقى اولايه. فلازم اعمل تريد اوف بتوين الاتنين كده او كومبرمايز بتوين الاتنين عشان نحصل على حاجة. فيها تبقى مالهاش قيمة. يبقى الانجل بتاعتها كبيرة كفاية. يعني يبقى اول واحدة تبقى هنا مثلا. يبقى مور لايكلي ان اه اني ما تجليش منها حاجة عن حاجة زي كده. اوكي? وفي نفس الوقت يبقى المسافة دي كبيرة كفايا. اني بقى ايه? اني بقى الميكانيكال كابلنج هنا معدوم. فيبقى كروستوك هنا اقل ما يمكن. لما كنا منتكلم على جزء بتاع الاليفيشن فوكسين كنا ما يتكلم على اه ان اللانس اللي موجودة عندي في الترانس ديوسر كانت باسيك تعميلي فوكسين في ديركشن اللي هو الورتيكال هنا دا. اوكي ديركشن لفورتنا دا كان مجموعة الالمس اللي عندي هنا. كان كلها ماشا في الاتجاه ده كده مفيش عندي الامس في الاتجاه التاني. اوكي? فطالبا ما مفيش الامس في الاتجاه التاني مقدارش اعمل الميكانيكال فوكس دافتك اعمل الالكترونيك فوكسين انا كلمت عليه من شوية. مقدرش اعمل ترانسميشن فوكسين ولا في الاتجاه بتاع الاليفيشن. اوكي? فالحل بتاع حاجة زي كده ابتدت ناس الكلام على حاجة اسمها 1.5D او 2D Arrays. 1.5D او 2D Arrays دي فيها بيبقى عندي من الترانسيديوسرز بالشكل ده كده. وبعمل فيها زي ما كنت بعمل بقى في الايه? في الفوكسين كنت بكالي عاين من شوية. ممكن في الترانسميشن اعمل فوكسين في الترانسميشن وفي الريسيبشن اعمل فوكسين في الريسيبشن بنفس الشكل كنت بعمله في الديريكشن التاني. في الديريكشن بتاع الايه? الويتث. اوكي? يعني يبقى برضو عندي هنا الترانسيديوسرز دي ممحطوطة. وفي بنا وب بعضيها دي ليز وفي الاخر يبقى فيه سامر يبقى معمل دي ليز سام بيم فورمي. اوكي? فطبعا دي في اميزة ان انا ممكن بيها ان احسن جدا بقى بتاع الايه? بتاع البيم. يعني انا دلوقتي كان العيب الاساسي في الوين ديمينشن الريس. ان انا بقى اعمل ليزولوشن مش بطالة ابدا. جوه في الوين ديمينشن. جوه في الصورة نفسها. في البلين بتاع الصورة. في كروس سكشن بتاع الصورة نفسه. انما بتاع الصورة نفسه بيبقى كبير. بيبقى وحش. اوكي? يعني الحاجة اللي بيننا هنا دي بتاعتنا. اوكي? هلاقي ان هي كبيرة لحد ما. يعني بيتكلم مسلا في حدود سنتي مسلا. وبتفضل مشى مسلا ممكن تقول لي هنا هتبقى مسلا نص سنتي ولا حاجة. بس بتكبر بعد كده تبقى اكبر من سنتي كمان. اوكي. فبتخيل مسلا نعم بتاعتي ان بلاين مليميتر. واللي هو نفسه بتاعة بتاعتي نفسها او بتاع الصورة نفسها سنتي. فاحنا كده بنلوز يعني ممكن يحصل لنا جوه الصنتي ده بشكل يبقى مش كويس. فالحقيقة طبعا الاختراع بتاع المالتي ديمانشن الريز اللي بالشكل ده كده. بيسمح لنا ان احنا نعمل في جميع الاتجاهات. فطبعا ممكن يبقى عندنا الريزولوشن مورو لس يونيفورن في الثياتا ديمانشن. اوكي. طبعا ده ما بيبقاش اكزاكلي يونيفورن. النتيجة لان عدد الالمس بقيتنا هنا اقل. اوكي من العدد اللي ممكن ناخده من هنا. اللي ان هو برضو بيبقى بيعمل لنا فرق كبير جدا الحقيقة في الاليفيشن ديركشن. الاليفيشن ديركشن ممكن نوصل به نحنا عندنا حاجة مورو لس شكلها يونيفورن بالشكل ده. في كل الدبس اللي عندنا. اوكي. الفرق بين الوان بوينت فايف دي والتو ديمانشن الريز. ان الوان بوينت فايف دي دوت بيبقى عبارة عدد قليل جدا من الاليمانس. ويبقى لها فكسد فوكس. يبقى لها فوكال بوينت محددة. اوكي. انما تو ديمانشن الريز بعمل في بقى زي ما بعمل بالضبط في الايه? في الترانسيميشن والريسيبشن بين فورميج اللي شوفناه من شوية. بقدر اتحكم ان انا فوكس بهم في اي اتجاه وفي اي نقطة. فممكن نعم بيبقى ديناميك فوكسنج. ممكن يبقى زي زي اللي كان موجود بالزبط. اوكي. فده الفرق بين الوان بوينت فايف دي والتو ديمانشن الريز. طبعا الحاجات دي تبقى اغلب كتير جدا من الوان ديمانشن الريز. يبقى اتكلم على الحاجات دي تبقى يعني ممكن تتكلم مثلا على خمسين مرة ضعف تمن الوان ديمانشن الريز. وغالبا الماكن اللي بيشتعل عليها الحاجات دي بيبقى برضه اغلب كتير جدا من الماكن اللي هو اشغال بالوان ديمانشن الريز. يعني ممكن اتخيل مثلا احنا عندنا الرينج بتاع البرايسز بتاعتنا. بنكلم مثلا ممكن نلاقي ماكنة ب10 تلاف جنيه مثلا. او نكلم على مسلا حدود الف وخمسمائه دولار. كويس. وبنطلع بها ممكن نلاقي ماكنة مثلا بخمسمائه الف دولار. كويس. الماكنة اللي هو بيبقى بقى اغلب بقى very expensive اوكي مش بس expensive ان انا يعني الانالوج front end بتاعي اللي بيهاندل بقى كل الالمنس دي بيبقى اغلب كتير جدا لانه طبعا زي ما احنا شايفين كده احنا بنضرب عدد الالمنس في عادتنا الاصلية في عدد الالمنس اللي هي في العدد الروز وعدد الروز دي احنا ممكن اكشوري لو احنا بتكلم على ممكن نلاقي حاجاته بـ 250 في 250 فده حاجة رقم فلكي يعني لو بكلم على 1.5 دي بضرب مثلا في 8 او يعني بضرب في 7 او في 8 او حاجة زي كده بردو still significant فهم نتكلم على cost of transducer وcost of الايه البروسيسنج ايه انالوج front end اللي بيعمل لنا handling للترانسدوسر دوت الفيزاري transducer زي ما كنا بنتكلم في الاول خالص اللي احنا كنا ورينا شكله ان هو ميسه ان هو صغير جدا حقيقا بيبقى عندي يعني بقاش عندي بقى الـ linear array بيبقى عندي مجموعة elements باتحرك بيها لا دا انا باعمل بقى مجموعة الـ elements Z تبقى هي اللي موجودة هنا يعني مجموعة يعني المجموعة دي هي دي المجموعة اللي بيبقى 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 ويساب بيبقى كل مرة بس بااخد بقى مجموعة الـ elements Z وبعمل لها بقى يعني بحركها في كل الاتجاهات اللي انا عايزة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا ممكن ان انا اعمل فوكسنج للبيم اللي طلاعي من هنا بحيس مثلا يديني خط في الاتجاه ده او خط في الاتجاه ده او خط في الاتجاه ده او خط في الاتجاه ده ففي الاخر نفس tranceducer بحجمه الصغير ده يقدر يجيب لنا صوره شكلها sector ويعني يبقى فعلا يعني بيعمل لنا دايناميك فوكسنج ببقى لنا كل الحاجات اليهنا كنتبناخدها من الايه؟ من linier array واحسن كبا اوكي؟ فهو بيسيك يبقى نفس الـ construction بتاع الـ linear array transducer بس احنا بيبقى فيه عندنا عدد الـ elements هنا اكتر بكتير يعني عدد الـ elements هنا بيبقى مقابل للـ size بتاع الـ aperture او size بتاع الـ source بتاعنا اللي احنا كنا بستعمله في linear array بس بحط عدد اكبر من الـ elements بحط مثلا 128 elements مثلا وكلهم يبقى في نفس الوقت وطبعا بيبقى فيه عندي برضو نفس الـ matching layer ويعني ممكن احط cylindrical length او ممكن ما احطش حسب ما انا عاوز بس عادةً cylindrical length دي ممكن احطه عشان الـ direction اللي هو ايه بتاع الـ elevation board زي ما كنت بقول في الـ phase array transducer انا بحرك الـ beam بتاعي بحطه في المكان اللي انا عايزه فمعنى كده ان انا مش بس بعمل focusing في الـ direction اللي انا قدامي على طول مباشرة لا انا ممكن اخلي الـ transducer يطلع لي wave تبقى مثلا بيتبص على ناحية 60 درجة مثلا ناحية اليمين او 60 درجة ناحية الشمال او اي اتجاه اللي اعاوزه الكلام ده بيتعامل بكل بساطة بحاجة بنسميها electronic steering focusing ده basic اللي انا عندي النقطة دي هي دي النقطة اللي انا عايز اعمل عندها focusing اللي بعمله نفس اللي انا عملته قبل كده بالضبط في الـ focusing عموما وكمبنسيت المسافات دي في الـ delays اللي انا بعمل بها ايه بعمل بها transmission فباسيك اللي انا بعمل transmission للـ beam بتاعي بالشكل ده كده يبقى معنى كده دي هتروح الاول فعشان كده هتعوض للمسافة اللي كانت موجودة هنا في الاول وده هتروح بعديه عشان مسافة دعيتها اقل وهكذا ففي الاخر هنـ end up ان كل الـ pulses اللي انا بعتها دي من كل الـ elements في الاخر هتوصل هنا في النقطة دي في نفس الوقت اوكي ده نفس الكلام بالنسبة للـ transmission ونفس الكلام هو هو بالضبط بده نعمله بالنسبة للـ reception فالفكرة عمتا في الجزء بتاع الـ steering والـ focusing ان انا بشوف دلوقتي انا عاوز افوكس فين وبحدد مسافات بتاعت النقطة بتاعت الـ focal point دي عن كل واحدة من الـ elements وكمبنسيت بقى الـ elements مع بعضيها بحيث ان هم كلهم يوصل يعني اوصل منهم الـ transmission في نفس المكان في نفس الوقت في الجزء بتاع الـ transmission وبستقبل منهم كلهم باردو الـ waves اللي جاياني دي كلها اخليها كلها تبقى end phase بحيث لما جمعهم يبقى فيه constructive interference بين كل الـ elements وبعض اوكي فدي طبعا الـ steering دي most general case الـ steering مع الـ focusing دي most general case ان انا عايزهم كلهم يبقوا مش بس steer مش بس بيبصوا في الاتجاه ده لا ده كمان focus في الاتجاه ده فمعنى كده ان انا دلوقتي عايزهم كلهم يوصلوا هنا في نفس الوقت اوكي فدي most general case وزي ما كنت بتكلم هي basic لنفس الـ concept انا بشوف فرق المسافات اللي موجودة عندي هنا بعمل له compensation في الـ transmission او بعمل له compensation بعد كده عن طريق delays في الـ reception عشان في الاخر يوصلي كل الحاجات يقيمة في الـ transmission توصلي في نفس النقطة في نفس الوقت او في الـ reception يبقى كل الـ echo zone الرجعية تبقى بين phase في الـ transducer بقى الجزء بتاع الـ matching layer اللي كنا بنتكلم عليه ودي اخر حاجة نتكلم فيها في جزء بتاع الـ transducer احنا بيقى في عندنا عادة حاجة بسميها quarter wavelength matching layer الـ quarter wavelength matching layer ده اتضح ان هو احسن حاجة احنا ممكن نعملها يعني دايما بنحط matching layer بتاعتنا دي عبارة عن lambda over 4 من الايه من الـ wavelength اللي انا ببعط اوكي فدي حاجة مهمة جدا علشان دي بتديني احسن efficiency للـ echo zone اللي جاية اللي جوة التشو يعني بتخلي التشو اللي جاية لي هنا يبقى ايه يبقى basically اعلى ما يمكن وتخلي الـ echo zone اللي رجع جوة transducer نفسها بتبقى out of phase فات cancel out اوكي فباسيكلي بيبقى عندي الحاجة اللي جاية في التشو اللي هي النتيجة اللي بيبقى عندي في الماتشنج layer نفسها بيحصل multiple reflections زي معنا شايفين كده بيفضل فيه ايكوز تروحه تيجي فالـ multiple reflections دي الحاجة اللي خارجة منها رايحة التشو هيحصل لها reinforcement او يحصل لها constructive interference والحاجة اللي ده خلالي تالي جوه التransducer دي بيحصل لها destructive interference او يحصل لها canceling اوكي الحاجة الثانية احنا كنا كلمة عليها برضو عشان نوضحها اكتر شوية اللي هو bandwidth for multi frequency transducers زي ما احنا كنا قولنا multi frequency transducer ما هوش transducer في كذا peak لا ده هو في peak واحدة برضو يعني شكل response بتاعه هو في peak واحدة بس الpeak الواحدة دي واسعة اوكي تبقى wide البندوت بتاعها يبقى كبير اوكي فانا انا بتكلم مثلا حاجة زي ما انا شايف كده او انا عندي مثلا ده التransducer ده center frequency بتاعه ده عبارة عن ايه عبارة عن خمسة ميجا انما الخمسة ميجا دي لو انا بسيتها على البندوت بتاعه البندوت بتاعه من ثلاثة لغاية سبعة اوكي يعني معنى كده بتكلم انه هو خمسة يعني البندوت ده عبارة عن اتنين واثنين يبقى اربعة اربعة من خمسة يبقى 80% bandwidth اوكي لو بتكلم على 80% يعني معنى كده في عندي هنا 80% من خمسة هي اربعة في عندي نصطة هنا ونصطة هنا يعني 5 plus minus 2 اوكي فمعنى كده ان انا طالما البندوت بتاعي من ثلاثة لغاية سبعة انا ممكن اعمل اكسايتشن بفريكونسي ثلاثة ممكن اعمل اكسايتشن بفريكونسي خمسة ممكن اعمل اكسايتشن بفريكونسي سبعة ويبقى اوذين البندوت بتاعي البروب بتاعي فدي في اميزة الحقيقة ان انا ممكن بنفس البروب لو انا عايزة بص على حاجة شالو بالريزولوشن اعلى ممكن اعلي الفريكونسي لو عايزة بص على حاجة ديب اوكي ودي ما ادرش ان انا بص عليها بهاي فريقونسي نتيجة الاتينواشن فبقلل الفريقونسي فبتسمع للدكتور ان هو هو بيشتغل بنفس البروب يقدر ان هو يكاستمايز بتاعته بتاعت الوبريشن بحيس ان هو يحصل احسن بالنسبة للحالة اللي معا اوكي فدي طبعا من الحاجات اللي احنا بنشوفها وكان زمان الحقيقة ما كانش الباندوت دا كبير اوي كده فكان الناس بتضطر ان هي تشتري بروب بكذا فريقونسي دلوقتي الحقيقة بقى موست يعني او موست كل البروب اللي موجودة دلوقتي حاليا بقت مالتي فريقونسي او بقى الباندوت بتاعها بقى عالي كفاية انه يسمح بالباند بالمالتي فريقونسي ايكسيتيشن البلوك دياجرام بقى بتاع البي مود عموما زي ما كنت بتكلم عن تفاصيل اكتر شوية في عندي ترانسميشن بين فورمينج اللي احنا كنا متكلم عليه من شوية اللي بنحدد به بقى احنا هنبعت ايه الاول وايه اللي بعديه حسب الفوكل بوينت بتاعتنا فين بيبقى جايلي هنا ترانسميشن باور كنترول هو جايلي من الانتنستي او الترانسميشن باور جايلي من الدكتور مختارها يعني عادتنا هنا بتكلم على حاجة بتجنريت مسلا ميات من الفولت يعني ممكن تبقى 300 فولت مسلا ولا حاجة اه اه او تلتميت فولت وبروح بعد كده ابعتها لترانسميشن بيم فورمر وهو بعد كده بيبعتها لترانسديوسر بعد كده ممكن ان انا استقبل الحاجة اللي جايلي من ٍترانسديوسر دى اعملها ديجيطا زيشن اعملها طبعا بري بروسسنج طبعا او بعملهها يعني بري عملي فكيشن وتايمジين كومبانسيشن وبعد كده اه بعمل لها بعد كده عشان تبقى في الايه في الجزء بتاع اه الديجيطا المنزل بعد كده ممكن اعمل لها اه يعني قليل ت Rio Processing لو انا عايز اعمل مثلا دليلان ص Urban Forming اوكي وبعد كده بعد ما عمل دليلان ص Tall TermingNAوم با هو عندي خطوط دلوقت بقى عندي الخطوط بتاعت الصورة واللقتي موجودة بقى اعمل منها حاجة بقى سميها الخطوط بتاعت دي لو انا بسطيت مثلا على حاجة زي مثلا هلاقي ان الخطوط دي ما هياش جنب بعض لو انا حطيتها كده في الصورة هيبقى فيها عندي مسافات بينها او فراغات بينها ما هياش فاضية ما هياش مليانة فمعنا كده لازم اخد الخطوط دي وعملها interpolation عشان احصل على النقط اللي جواه فدي بنعملها هنا في الجزء ده بعد كده ممكن نحطها في يعني يبقى فيه ماموري كده display ماموري يعني بعرض منها ممكن عملها post processing معناها ان انا ممكن انهانس الصورة او عمل لها coding في الكالر او حاجات زي كده قبل موادية للدس بلاي اوكي كان instrumentation بقى بنبص على المكناة بتاعتنا الجزء بتاعة time gain compensation ده زي ما كنت بقول واحدة من الحاجات المهمة ببقى شكل عامل كده بيبقى عبارة عن مجموعة sliders كده الدكتور بيحط ايده عليها يعني حط ايده ويقدر يحرك كل الحاجات دي في نفس الوقت بحيس يجنرات الكيرف اللي هو شكله محتاجه يعني بيخلي الصورة قدامه ويحاولي خليها uniform في كل الدبس ده بيبقى على دب ده بيبقى اصغر دبس وده بيبقى ايه اكبر دبس فهو بيحرك الكيرف ده بحيس يبقى الجيم بتاعه مورو لاس يبقى بيزيد مع الايه مع المسافة او مع الوقت هو طبعا المسافة مع الوقت هما الاثنين حاجة واحدة او الاثنين بينهم بعض دي مقانصة معنا صحي يعني اوكي اللي بيحصل لنا فعليا ان احنا النتيجة الاتنوائشن بيبقى الفولتج جيلنا اساسا بيقل بالشكل ده كده فاحنا عايزين اضربه في حاجة شكلها عامل كده عشان في الاخر يبقى مورو لاس كل الايكوز اللي جيالي من من اول الصورة من اول اصغر دبس لغاية اكبر دبس يبقى نفس الحاجة يعني لو انا فرضا ما ببص على الليفر تكتشر والليفر تكتشر ده ممكن يبقى مسافته كبيرة ممكن يبقى عشرة سنتي مسلا انا مش معقول ان يبقى عندي الليفر تكتشر في اول الصورة يبقى مختلف عن اخر الصورة عشان الاتنوائشن فانا بالكمبنسيشن اللي بعمله بالتايم جين كومبنسيشن ده بيبقى فعلا اللي بيحصل به ان الصورة بتبقى مورو لاس يونيفورم في كل الاماكن زي ما احنا شفنا في الصور اللي احنا شفناها كأكزامبلز دي واحدة من الحاجات اللي هي بالنسبة للدكتور عشان يقدر يتحكم بيها في الكواليتي بتاعة الصورة بتاعته لو ما كانش الصورة بتاعتي الجزء بتاعة التايم جين كومبنسيشن بتاعتها متزبط كويس على الحاجة اللي موجودة فيها بيبقى الحقيقة الكواليتي بتاعة الصورة ممكن يبقى فيها اجزاء تبقى فعلا مش واضحة بالنسبة للدكتور واحدة من البرامتلز مهمة جدا في الالتراساند ايميجي وفي الاميجي عموما هو الكونسيب بتاعة ديناميك رينج ده بيبقى ديفايند عاداته ان هو عشرين لوج الماكسيمم على المينيمم ديكتابل امبيتود فلما بكلم مثلا عندي على فور اكزامبل اربع بيتس الماكسيمم بتاعة بيبقى خمستاشر والمينيمم بتاعي بيبقى ايه لست بتاعته بتبقى واحد فلو خدت عشر لوج خمستاشر هدلاقي بتطلع حوالي 24 ديسبل لو خدت تمانية بيتس بيبقى عندي 255 ماكسيمم بتاعي يبقى معيك بكلم على حاجة بحدود 50 لما بكلم على 10 بيتس بكلم على الف اربع و عشرين بكلم على 60 عقل بكلم على ١٢٠ بكلم على ١٢١ انا لما بكلم على البيتس en andere ايه دا في الاخر الارت الكونسيب بتاعي انا باخد في الاخر الكونكونسيب بتاعي في الاخر لازم ان هو يبقى في الرينجددى ما يدرش ااخد اخد سVer يع لان ايه هدلاقاتي ديب أكتر من كده هي الفكرة بتاعتي كالآتي بقى ان انا دلوقتي لو انا خدت الصورة بتاعتي ب40 ديسبل يعني متكلم على حاجة يعني قريب من 8 بيتس بيطلع لي شكل الصورة بتاعي عامل كده لو انا خدت الدينامي كرينج بتاعي 80 ديسبل بيلاقي شكل الشرون متش سموذر يعني شكل الصورة هنا احسن بكتير الحقيقة والتفاصيل بتاعتها ادق بكتير جدا من التفاصيل الموجودة هنا انا ممكن نلاحظ ان الصورة دي شكلها مورو لاس كورس ونلاقي ان فيها اسود كتير اوي هنا نلاقي جري اكتر يعني نلاقي ان في بعض الحاجات اللي كانت موجودة مش باينة هنا بقيت موجودة باينة هنا اوكي فالصورة دي الحقيقة 80 ديسبل دي اكتر بكتير اوي احسن بكتير جدا من الصورة بتاعت ال40 ديسبل عموما دينامي كرينج كل ما كبر كل ما كان عندنا القدرة نحنا نميز اكوز تبقى ضعيفة او بيبقى يعني انت نسي بقيتها مش كبير اوي relative للمكسموم اللي هو ايه اللي موجودة في الصورة نفسها اوكي طبعا احنا بنتكلم عندنا لو بنتكلم على ان احنا يعني الحاجة اللي بترجع لنا من الصوفت ايشو اير اوكي بتبقى حوالي واحد فولت لو انا راجعي الاكوز اللي راجعي من البلاد مسلا بتبقى حاجة بحدود عشرة مايكرو فولت اوكي فبنتكلم على ان انا لو عايز اديتكت البلاد اوكي في الصورة بتاعتي بتكلم ان انا عايز ان انا يبقى دينامي كرينج بتاعي على الاقل 100 ديسبل اذا ما كانش اكتر كمان او اوكي بنكلم على سكاترين عموما بنكلم على حاجات كلها اعلى من 60 ديسبل اوكي حاجات اللي في جوط اللبعلى ولان mouths المكتبع من 60 الاسويض بنكلم على انترفييس اللي هي الاسويحة اللي هي الاسو اللي هي الاسو الك массم اوكي فان نقطة اللي انا نريد الاسوجة عموما يpeutون ان احنا نحتاجين فيه دينامي كرينج اوسع بكتير جدا من الاسوordinه الخصود اوكي من الاسو imaginم في الاسو بالسكاترينج اوكي فالنقطة نعمل لو نتكلم على دي النمبر البيتس اللي موجودة لو حتى خليتها 14 أو 16 يعني برضو تعتبر يعني إلى حد ما يعني برضو مش حاجة ظريفة أن أنا أكبر النمبر البيتس بالشكل الكبير قوي ده وخاصة أن أنا في عندي مشكلة أن أنا يعني لو أنا عايز أكبره قوي يبقى معنا كده هيبقى دي هتعقد للسيستم بتاعي في الكونستركشن وتعقد للصورة نفسها تبقى يعني حجمها أكبر وكل حاجة في البروسيستم بتاعتمد عن النمبر البيتس ده على الأقل في الديشتال باك أند يعني فالناس فكرت الحقيقة بفكرة لطيفة جدا بنعمل حاجة اسمها dynamic range compression dynamic range compression ده أكني بعمل log للديتا اللي جاية log للأكوز اللي راجعي علي فالcompression ده اللي بيحصل فيه فعليا إنه هو بيخلي الحاجات اللي الـ levels بتاعتي فيها قليلة اللي هي levels القليلة اللي هي الأكوز القليلة انتسبتها تعلي والأكوز العالية ما بتعلاش بنفس القدر بتبقى برضو إلى حد ما بتتضغط ما بتبقايش الـ intensive بتاعتها عالية فمعنى كده أنا دلوقتي حفزت على الحاجات الـ intensive بتاعتها قليلة خلتها موجودة أو علتها وفي الوقت نفس الحاجات اللي تحت دي لما عملت لها compression ما فرقتهاش كتير عن الوضع اللي كانت موجودة فيها قبل كده ففعليا أنا ممكن لو خدت الـ range بتاعي اللي هو كبير قوي ده أنا ممكن لو عملت dynamic range compression بحسميها log amplifier logarithmic amplifier مثلاً بيبقى فيه جرفات تانية غير logarithmic amplifier بس يعني يعني لو احنا اخدنا اللي هو الحاجة الكلاسيكة اللي بتكلم عليها في الـ ultrasound وهي logarithmic amplifier أنا فعلياً بدرب السيجنال بتاعتي في الـ output بتبقى شكلها عامل كده يعني السيجنال في الـ input بتبقى شكلها عامل كده بتبقى شكلها في الـ output عامل كده يعني بخلي الأكوز اللي هنا دي تكبر والأكوز التانية تكبر بس بريتة أقل يعني بلاقي في الآخر إن الحاجات الصغيرة كبرت قوي حاجات اللي هي أكبر منها كبرت بالقدرة أصغر وأصغر وأصغر غايت لما فوق ما بتكبرش تريباً خالص ففي الآخر أنا بكومبراس الـ range بتاع الأكوز بتاعي بدلاً مكان من حاجة كبيرة لحاجة صغيرة صغيرة قوي بقت حاجة كبيرة لحاجة متوسطة ففي الآخر قدر أكومبراس مثلاً الـ dynamic range الواسع قوي ده الحقيقة ممكن يدخلوا مثلاً في الـ 12 bit دي لها 72 decibel أوكي؟ وتبقى still برضو كل حاجة موجودة ومتشافة أوكي؟ فدي حاجة مهمة جداً خطوة مهمة جداً في الآلترا ساوند إن إحنا نحط dynamic range compression هو logarithmic amplifier بحيس إن إحنا نقدر نحنا نفت data بتاعتنا fringe يبقى إيه؟ يبقى practical بالنسبة لـ A to D conversion اللي أنا بستعمله فلو بتكلم على 80 decibel دي مثلاً 80 decibel دي بقعد لـ dynamic range compression دي تطبع زي ما إحنا شايفين كده شكل تكتشر هنا much smoother عن شكل التكتشر هنا الشكل ده هو ده شكل طبيعي الشكل ده مش طبيعي يعني الدكتور لما يشوف الشكل ده كده ممكن يبقى في بعض الحاجات ما ياخدش باله منها أو في بعض الحاجات تبقى بنسباله شكلها مش يعني مش بالوضوح الكافي نقدر نشخص منها أوكي؟ فديناميك رينج ده حاجة مهمة جداً وبنقدر نحن نهند الـ dynamic range ده بحاجتين إن إحنا نعلي number of bits في الـ A to D والحاجة التانية إن إحنا نعمل dynamic range compression بـ logarithmic amplifier عشان نعمل compression للـ range of echoes بتاعنا بحيث إنه يبقى within الـ range بتاع الـ A to D اللي إحنا نستعمله الجزء بتاع image reconstruction نحية في غاية البساطة هو عبارة عن interpolation لو أنا بتكلم على الصورة بتاعتي إن هي rectangular بشكل ده يعني بتاع linear array أنا بحط الـ echoes اللي رجعي بشكل ده كده اللي هي الـ B mode lines اللي لاجبتها وبقى interpolate النقطة اللي في النص دي الجزء بتاع convex array نتيجة إنه بيمشي في شكل يعني ما هوش straightforward لا بيمشي ممكن بشكل بانجل كده أو oblique وكل واحدة بانجل مختلفة فبلاقي إن أنا مضطر نعمل interpolation بقى حوالين كل واحدة من نقطة اللي أنا أخذتها عشان أقدر الـ line بتاعي ده وبين الـ lines وبعضيها بعمل برضو interpolation عشان إيه؟ عشان أقدر في الآخر إن أنا أحصل على الصورة بتاعتي فباسيكلي image construction هي هي فيها 2 processes الجزء بتاعي الـ scan conversion والجزء بتاعي الـ interpolation معناها إن أنا دلوقتي الخط بتاعي ده أحطه في الـ pixels مناسبة لي في الصورة أوكي؟ دي عادة بتبقى أكتر موجودة في الـ convex array عشان أنا يعني باسيكلي بيعندي مشكلة كان أنا إزاي أحط الخط بتاعي هنا من غير ما يحصل لـ ls أوكي؟ والـ interpolation معناها إن بين الخطوط وبعضية اللي أنا حطيتها بقى عايزة interpolate عشان أجيب الصورة كلها بقى يبقى عند الصورة كلها كاملة ما فيهاش أماكن فاضية في حاجة مهمة جدا برضو إن الصورة بتاعيتنا في الـ ultra sound مهمة جدا من نسبالنا إنها تبقى real time real time معناها إن إحنا بنحاول نخلي عندنا على الأقل frame at least يعني 25 frame per second عشان يبقى زي مثلا التلفزيون كده مصلا النقطة إن إحنا باسيكلي عشان نحصل على حاجة زي كده دي بتعتمد إحنا بالـ scan cam line إن إحنا طبعا كل line إذا ما إحنا شوفنا كده بياخد وقته هو رايح هو راجع أوكي؟ فلو إحنا بالـ scan عدد من lines كبير يبقى معنا كده ممكن يبقى عندنا مشكلة إن إحنا دائما نقدرش نوصل له أو لما يكون بالـ scan depth كبير بيبقى نفس المشكلة أوكي؟ فدي بنحاول يعني frame rate بنحسبه حسب بقى الوضع بتاعنا حسب depth بكام وحسب عدد الخطوط بتاعتنا بكام وطبعا عشان نحسب frame rate هو في الآخر بيطلع زي ما نشوف هو عبارة عن نبحث بزمن بتاع acquisition كويس وقسم عليه واحد عليه بقى هو ده frame rate freeze هو بيسيكلي بيسيكلي يعني بـ acquire خطوط زي كده و update frame ده يعني كل مرة بيبقى عندي صورة كل ما بقى acquire complete set of lines بقوم بقى عامل بيها مكون بيها صورة عارضها اوكي؟ فلما بقى عمل freeze انا بقلص بتوقف عن الموضوع ده باخد اخر صورة كاملة عندي وعارضها ويبقى هي دي الصورة اللي تتعارض طول الوقت اوكي؟ ممكن يبقى فيها عندي حاجة اسمها السيني loop السيني loop ده يبقى معنى كده ان انا ممكن اريقونسترقت صورة والريكونسترقت صورة بعديها واصورة بعديها واصورة بعديها واكزا مش زي ما كنت بعمل بقى قبل كده باعرض الصورة و لما الصورة جديدة تيجي بارم السورة القديمة وحط الصورة الجديدة لا ممكن ااخد الصورة القديمة دي اخزنها عندي بحيس يبقى عندي مثلا اخر 10 ثانية او اخر 30 ثانية حتى اخر اي وقت انا كان بيبقى مفتوح. يبقى كل الاسكان اللي ايعاملو دا يبقى متخزنلي كموفي. بحيث انا بعد كده اممكن انا اخزن السيني لوب دي بيسميها سيني لوب او بسميها موفي يعني. بحيث بحيث ان انا بعد كده اقدر رجع لها تاني. ولو قديمه بس لشوف الحاجة اللي انا شفتها فى السكان. بقدر رجع لها تاني بعد السكان. في حاجة لطيفة جدا برضو تستعمل فى الآلترساound نتيجة لالنويزي اا يعني اا نويزي اا يعني فورم بتاعها ان انا انا بعمل حاجة يسميها فيروعم افرجية يعني ايه فيروعم افرج يعني الوقتي لما باجي اطلع صورة جديدة لما باجي اكونا صورة جديدة مش بيحطها زي ما هي كده لأ بعمل لها افرج مع عدد من الفريمز اللي قبليها اوكي يعني ممكن مسلا الابرج اللي موجود مسلا في المكن انا لاقي ممكن افرج باتنين او بتلاتة او اربعة وخمسة وستة او ستة واستعمالة كده مسلا اوكي لما بأفرج مثلا نسيب بتلاتة معانا انا باخد الصورة بتاعتي دي واعمل افرج لتو فريمز قبليها بحيس يبعاني تلاتة فريمز بعملهم افرج مع بعض عشان طلع الصورة النهائية طبعا دي بتبقى مفيدة في ايه مفيدة ان انا لما ببص على حاجات يعني بتتحرك ببطء او انا مسلا واقف بالترانسيديوسر على مكان معين انا فعليا باخد نفس الصورة هي هي over and over again اوكي فانا عايز الوقت احسن شكل الصورة بتاعتي ان انا اخد الصور المتعاقبة دي وحطها كلها اعمل لها كلها افرج مع بعض بحيس في الاخر ان السيجنة نويز ريشو بتاعتي او النويز اللي موجودة في الصورة بتاعتي تبقى اقل اوكي فدي طبعا بتستعمل عشان تحسن السيجنة نويز ريشو طبعا لو كان في عندي حاجة بتتحرك في الصورة طبعا بيبقى عندي نتيجة لان انا بعمل الموفينج افرج من منظر ده كده ممكن تخليلي فيه شوية بلورينج موجود بس عمتا دي بتبقى مقبولة وتبقى برضو من البرامترز اللي ايه يعني دكتور نفسه هو اللي بيختارها يعني احنا بنخلي في الماكنا نفسها في عندنا اوبشنز للفريم افرينجين دي والاوبشنز دي دكتور هو اللي بيختار هو يستعمل منها ايه اوكي فدي حاجة مهمة جدا جدا احنا بناخد بالنا منها برضو في الايه في الاستعمال بتاع مكناة الالترسان بنعرف بقى شوية برامترز اساسيه جدا يعني عشان نعرف sustainability بتاعت الترسانة الماشيين نفسها بنعرف حاجة اسمها lateral resolution ونعرف حاجة اسمها thickness resolution يعني لو انتقول مع shooter لده والصورة بتاعتي فенныйو person in the jaw اللي هي اللي في الاتجاه ده الايه هو thickness بتاعو دى بيقفلها Open يعتمد على بتاع ela elevation direction نفسه عبارة عن ايه? اوكي? ده ما بتقدرش تحكم بيه يعني ما بتقدرش تحكم فيه لو كان عندنا Czylií A1WA و لو كان عندنا Lo. 1.5 أو 2 بنقدر نحسنه tu dimension arrays نقدر نحسنه. اوكي? اللاترال 외زولوسيون بتعتمد على شكل بتاعي عامل ازاي? يعني ايه ما اللاترال العزولوسيون? ringing بتاعي التيProfessional عامل ازاي? يعني التي件س بتاعي ده هوgrupp doğrás نقدي ايه بالزبط اوكي لو انا بتكلم ان في عندي نقطتين بالشكل ده كده والاكوس بتاعتهم اللي ايه جاي منهم كان شكلهم عامل كده يبقى انا لما استقبل الاكوس دي انا هشوف ان دي في هنا اكو مختلف عن اكو في بينهم مسافة يبقى معنا كده هشوفهم كويس قوي لو انا المسافة اللي بينهم دي او لو كل واحدة منهم الاكو بتاعها او الشكل بتاعتها كانت يا دوبة كما لتين لمسين بعض بالشكل ده كده اوكي يعني بيسيكلي بنتكلم على ان هما يعني المسافة اللي بينهم يبقى يا دوبة اوكي دي بيبوستير برضو يعني ممكن اشوف ان دي نقطة ودي نقطة تانية اخر نقطة خالص ممكن اشوف ان هما ان انا بشوف بيسيكلي لو عندي مسلا هنا ده بيطلع كده وده بينزل لو البيك دي عند الزيرو ده والبيك دي عند الزيرو ده يعني بحرك دي كده نحيا دي ودي نحيا دي بحيس ان البيك دي تبقى فوق الزيرو بتاعه التانية. اوكي. والبيج دي بعن دزيرو بتاع الاولانية. انا من انا شوف هم الذنين حاجة او واحدة لنا. انا هنا شايف ان هم يعيدوبك وميدشابين من بوقت. اوكي? وانا ان انا قللت المسافة عن كده هما خلاص ما بقعوش ريزولفت. فعاماتا بتاعنا بيتعرف بالبيم ويت بتاعنا بيساوي كام. طبعا كل ما البيم ويت بتاعنا صغر كل ما كان الريزولوشن بتاعتنا في اللاترال ديريكشن بتبقى احسن. لان اقدر اشوف النوع بتاعتي ريزولفت بشكل احسن. الاجزاء الريزولوشن بقى دي بتعتمد اساسا على شكل شكل البالس لانا بقيتها. ما فيهاش حاجة تانية. فباسيكلي بتبقى هي الديفينيشن بتاعنا هي عبارة عن الهالف بلس لنث. يعني هشوف البلس بتاعتي اللنث بتاعها بكام. ونصها يبقى هو الاكسر الريزولوشن بتاعتي. لنفس الاسباق بتاعت اللاتر الريزولوشن بالزلط. فلو عندي تو انترفيس هنا. هجيلي من اول انترفيس هنا. وبعد كامل تاني انترفيس هنا. المسافة اللي بين الاتنين دول. لو بقى يتقلم النص المسافة بتاعت الايكو دي. مش هشوفهم الاتنين ان هما تو ايكوز. لا هشوفوا ان هما حاجة واحدة. اوكي? فدايما بحافز على ان انا او بستنتج الاجزاء الريزولوشن من انها الهالف بلس لنث. عشان كده احنا بنحاول دايما في الترانسيديوسر بتاعنا ان احنا نحط باكينج ماتيريال. الباكينج ماتيريال دي بتقلل لي الطول بتاع الترانسيميشن بلس. الحاجة التانية برضو ان احنا لما يعني الطول بتاع البلس نفسه بيعتمد على اللمضة بتسوي كامل. لان كل واحدة من النمبر. عندها بيبقى فيه كل بلس بتبقى عبارة عن النمبر سايكل. السايكل نفسها بتبقى المسافة الزمنية بتاعتها او مسافة المكانية بتاعتها معنا صح بتبقى لامضة. اوكي? فلان هي كلها طبعا نفس الفريقونسي عندنا سيه بتسوي افف لامضة. اوكي? فعمتا يعني عايز احسن الاكسا رزولوشن يبقى قلل للبالس لانث او ازود الفريقونسي. اوكي? ازود الفريقونسي عشان اقلل اللمضة. اوكي? فالاكسا رزولوشن الحقيقة من الحاجات البسيطة جدا ممكن تتحسب بمتعل بساطة من الايه? من البرامتر اللي بقول عليها دي. اه الحاجة الاخيرة بقى نتكلم عليها في الجزء ده هي الجزء بتاع السباكل. السباكل ده يعني تكشور راحنا شايفينه هنا ده بيسميه سباكل. يعني شايفين هنا فيه تكتشر شايفين هنا فيه حاجة. اوكي? والحاجة دي الحقيقة ما هيش راندم نويز ما هيش نويز. يعني فعلا بيبقى بيسميها راندم يتستيشنري باترن. لما بنبوص على الصورة بتاع الالتراسلام بنشوف فيها حاجتين. بنشوف فيها راندم باترن زي كده ثابت. وفيه راندم باترن تاني بيتحرك. اوكي? الراندم باترن بتحرك ده احنا بنكون الصورة ونحطها على الشاشة. فكل الصورة بيبقى عليها نويز. يعني بفيها الوايت callsious noise العادية خالص لجايلي من الالكترونيكس. جايلي من thermal noise. اوكي? النويز دي بتبقى super imposed على الصورة. النويز اللي جايلي من ال resume noise دي اللي هي من называется dy بتتغير مع الوقت. لان كل مرة هي random هي random. الquele confusing كل مره بتبقى مختلفة عن التانية. فبتظهر لي في الشاشة ان فيه عندي random noise كده بتبقى ايه بتتحرك كده او شكلها بتغير طول الوقت. بتبانلي دي لقى النيوز دي تشغلت امتى لما بعمل أفرجينك لما بعمل فريم Deا كمبورنت دي من. فبشوف ان عندي ال 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 الت تغير مع الوقت دي تقريبا مش موجود. الجزء بقى بتاع اللي بقول عليه لا هنلاقيه يعني فيه باترن كده وورا الجزء اللي بيتحرق ده باترن سابت وما بيتغيرش. ال باترن ده جايلي منين بقى? ال باترن ده جايلي نتيجة ان انا عندي اااااااا ال ال واحدة فيهم بترجع لي منها ريفلكشنز او مش ريفلكشنز بتكلم على سكاترنج معنا صح يعني فباسيكلي بتاع النقط دي لو انا بتكلم مسلا هنا على الليفر بتكلم على على الليفر سيلز مسلا الليفر سيلز دي بيبقى فيه باترن كده للأكوز اللي راجعة منها اوكي بيعتمد على شكل الايه شكل الدستربيوشن بتاع الايه بتاع السيلز دي عامل ازاي الحاجات اللي راجعة دي بتانترفير مع بعضيها بيحصل بينها وبعضيها انترفيرنز فبيطلع لي الباترن بقى اللي فيه ابيض واسود ده او بيطلع لي فيه فاريييشنز راندم كده نتيجة للانتراكشن بتاع الايه بتاع الايكوز اللي راجعة من الرايكوز بتاعت الايه بتاعت الايكوز بتاعتي بتاعت الريفلكتورز بتوعي او بتاعت السكاترز معنا صح فالميزة بتاعت حاجة زي كده ان انا يعني الحاجة اللي بشوفها في السباكل دي دي اكشتري معتمدة على ان انا باصص بالترانسيديوسر بتاعي على حاجة في مكان محدد فطول ما انا باصص بنفس الاتجاه على نفس السيلز يبقى معنا كده انترفيرنز بتاع السكاترينج ويف اوكي الوايفز اللي جاية لي من السكاترز دي الانترفيرنز بتاعها مش هتغير لو انا حبيت اغير الانترفيرنز باترن ده ممكن اعمل حاجة من كذا حاجة ممكن يعني احرك الترانسيديوسر شوية وانس انا حركت الترانسيديوسر يبقى اماكن بتاعت الريفلكتورز او اماكن بتاعت سكاترز اتغيرت والباترن بتاعتها او الانترفيرنز بتاعها دا يتغير فكوينسي اوكي اما اغير فوكسين كل واحدة من الحاجات دة بتغيرلي الشكل بتاع البيم او بتغيرلي شكل الواصل للسيلز دي فبالتالي بتغيرلي شكل سكاترديوايف尌 بالتالي بيتغير بشكل ينترفيرنز باترن거나 باكس بالتالي اللي بيحصل بين السكاترد وايفز دي ده على فكرة من حاجات اللي الناس بتستعملها عشان تشخص بيها. لان هي دي لإيه اللي جوه. يعني احنا مقدرش نشوف ان احنا ده نبص على سيلز. بس نقدر نشوف الانترفيرنس اللي بين السيلز وبعض عشان تدينا إذا كان فيه اي حاجة شكلها غريب ولا ما فيش اي حاجة شكلها غريب. فدي واحدة من الحاجات اللي الدكتور بيبص عليه. لما بيبص على نفسه ممكن يستنتج منه حاجات نتيجة. انها للسكاترز اللي تحت اللي ايه. الحاجة اللي انا بصور. اللي هي بتاعتها بتبقى قلب كتير جدا من الريزولوشن بتاعت المكناة بتاعتها. الفريم ريت زي ما كنت بتكلم بقى نحط له شوية اكويجنز كده وندي عليه مثال علشان نبقى كلنا برضو متخيلين نحسب ازاي الفريم ريت. فريم ريت ده او الفريم تايم ده حاجة مهمة او ان احنا نبقى عارفينها. لو انا بتخيلنا عندي ترانسليوسر بالشكل ده كده بس كان دبث دي عندي نمبر او عندي نمبر او لاينز ن كل واحد من دي لاينز دول بيحتاج 2 دي على السي لو احنا فاكرين 2 دي على السي time علشان يروح ويرجع. اوكي? واتفقنا ان الاثنين على سي دي اللي ايه 2 على 1540 اللي هي عبارة عن في الاخر بتطلع علينا ال 13 مايكرو ساكند في كل الاحوال 2 دي على السي هي عبارة عن الزمن بتاع خط واحد علشان يروح ويرجع. من الريكو رينجين. أوكي؟ عايز اجيب بقى الوقت اللي بحتاجه عشان اسكان in lines يبقى قاودر بالكلام ده كمانوا لو جدت مع انا كده انا أحسب كم فريم بور ساكند اوكي فبقدر احسب ان هو عكس ده بقى لهو الانفرس بتاع ده بقدر اجيب منه الفريم ريت بتاع بيساوي كمان لو انا عايز اعلي الفريم ريت دلوقتي اعمل ايه عندي حل من اتنين ياما ان انا استعمل سمولر دي يعني خلي ديبس بتاعي هنا يقل عشان هنا يبقى اقل يبقى معنى كده هنا ده اقل يبقى معنى كده فريم ريت ده هيعلى او اصغر ان يعني اصغر عدد الخطوط اللي انا باخدها بحيث ان انا في الاخر ان دي تبقى اصغر يبقى معنى كده برضو فريم ريت بتاعي يبقى اكبر طبعا الاختيار بتاع دي ده هو الدبث بتاعي بيساوي كم والاختيار بتاع number of lines يعني انا اقل للسكتور سايز بتاعي او اقل للجزء اللي انا بعمله سكانينج في الفيلد وفيو بتاعي ده بيبقى قرار الدكتور بياخده بس عادتا احنا ممكن مسلا في بعض الابليكيشنز مسلا انا ببحتاج فيها ان انا بيبقى عندي اي فريم ريت زي الكارديوغرافي مثلا ايكو كارديوغرافي بيبقى عندي فيه فعلا الدكتور بياخد الحتة اللي هو عايز يوصى عليها بس ويبتدي يركز عليها علشان يطلع اعلى فريم ريت ممكن خلينا اخد اكزامبل على الجزء ده عشان نعرف ازاي نحسب الفريم ريت لو انا عايزة اسكان 1 سنتيمتر زي ما انا كنت بقول كده ان هو 2 في 1 سنتيمتر على السي لو اتنين سنتيمتر على 1500 ريم ميتر بير ساكنت ايطلع 13 ميكرو ساكنت ثان الفريم ريت تو سكان اتونتي سنتيمتر دبث with 128 لائنز اللي هو بكلم انا بحس بدا دلوقتي اللي هو عبارة عن 13 ميكرو ساكنت اللي هو وان لاين بير يعني اللي هو الوقتي بير لاين فعدد اللايز بتاعتي اللي هو في الدبث بتاعي ااسف اللي هو عشرين سنتيمتر عشرين لاين في 128 لائنز عشان ده 13 ميكرو ساكنت ده هو الوقت اللي باخده عشان 1 سنتيمتر لما دراوه في عشرين يبقى كده لوقت بتاعي 20 سنتيمتر كام اللي هو الايكو رينجين في ال 128 ديني التوتل لما باخد بقى الفريم ريت هو عبارة عن واحد على الفريم تايم هيطلع لنا حوالي 30 فريم بير ساكنت نتنقل بقى دلوقتي الكلام على حاجة مختلفة في الالتراساوند هي الدوبتر الالتراساوند هي الدوبتر الالتراساوند مبنية على الدوبتر افاكت المعروف اللي هو يعني بيشتغل في الليزر وبيشتغل في الالتراساوند ويشتغل في كل انوها الوافزة عموما يعني فالفكرة بتاعته ان في عندنا change in the observed frequency of the sound wave compared to the emitted frequency which occurs due to relative motion between the observer and the source يعني ايه يعني انا دلوقتي لو فرضا عندي سورس وفي عندي هنا يعني ده receiver اوكي اللي بيحصل دلوقتي لو انا عندي مفيش shift ده سابت وده سابت هلاقي ان frequency اللي ما بقوطة بتوصل زي ما هي مفيش اي اختلاف لو فرضا السورس بتاعي اتحرك في اتجاه الobject بتاع اللي هو receiver كويس هلاقي ان frequency بتاعتي اللي هي received هنا هتبقى اعلى شوية من الترانسميتد يعني انا هنا بترانسميتد مثلا frequency ft هلاقي الف وار هنا received اعلى من الف تي دي اوكي دي بسميها ال up shift او doppler up shift العكس بقى لو السورس بتاعي بيتحرك في الاتجاه ده كده هلاقي ان ال received frequency هنا هتبقى اقل من transmitted frequency في كل الاحوال ال relative motion هي المهمة يعني لو ده سابت لو الاس سابت وده اللي بيتحرك في الاتجاه ده هي نفس الحكاية العلاقة هي بين الاتنين دول هلها بيتحركوا في نفس الاتجاه بيتحركوا في الاتجاه بعض ولا في اتجاه عكس اتجاه بعض اوكي فما يكون بيتحركوا في الاتجاه بتاع ان هما يطلقوا يبقى معنا كان frequency هتبقى up shifted لو كانوا بيتحركوا عكس اتجاه بعض ال frequency بتبقى down shifted طيب دلوقتي احنا بنفكر في ايه الحاجة اللي بتتحرك في ال biological tissues وهي دي اللي بنعمل لها detection لل doppler shift بتاعها هنلاقي ان احنا بنبص على الدم الدم ده في خلايا اللي ال rbc دي مكونة جزء كبير منه لو حد فاكر definition بتاع the hematocrit value hematocrit value كان بيبقى عبارة عن size بتاع the formed elements على size بتاع the blood فاحنا بنكلم على حاجة بتبقى حاجة زي 40% فبنتكلم على ان في عدد كبير او في جزء كبير من blood occupied by rbc و ybc وحاجات زي كده الحاجة الاساسية اللي موجودة باكتر قدر ممكن هي ال rbc يعني اكبر عدد ممكن هو موجود بتاع ال rbc كsize هنلاقي ان هي اصغر بكتير من ال wave length اللي احنا متوقعين احنا نلاقيه في ال ultra sound نتيجة احنا نتكلم هنا في المايكرون اوكي نتكلم هنا يعني نتكلم على ال diameter بتاعها حوالي 7.5 مايكرون اوكي والوط بتاعها هنا 1.5 ل 2 مايكرون فبنتكلم ان هي دي perfect scatterer كويس فنقطة ان هي عشان لو احنا بنبص على b mode image b mode image بيطلع لنا صورة ال ultra sound في الجزء اللي في بلد مثلا زي الصورة هنا مثلا هنلاقي ان actually بيطلع لنا اسود لان فعلا هنعرفين scattering ال intensity بتاع ال scattered wave بتبقى اللي بكتير جدا من reflected فبتبقى ان هي almost اكناها اسود بس لما بنيجي نبص بقى على doppler shift هنلاقي ان scattered wave اللي جايلي من ال RPCs دي هتبقى doppler shifted نتيجة لان ال RPCs بتتحرك اما في اتجاه transducer اما عكس اتجاه transducer فactually هي دي source of doppler shift في ال ultra sound فعشان بيقى كلها فاهمين ان احنا بنبص على مش بنبص على الدم نفسه فلو نفسه لو عندي مثلا فيه هنا water مفيش اي RPCs جواه خالص مش هيطلع لي منه doppler shift اللي بيجي لي منه doppler shift هو ال RPCs اللي موجودة جوا الدم طيب doppler shift equation احنا شفناها قبل كده في الفيزيكس اوكي هي عبارة عن ال FD اللي هي ال difference في ال frequency اللي هو ال FR minus FT بيساوي twice FT V cos theta على C C هي سرعة ال ultra sound FT اللي هي ال frequency transmitted V هي سرعة السكاترر او سرعة ال blood او سرعة ال RPCs مع صحف ال blood cos theta هي ال angle اللي between the scatterer او direction بتاع the scattering وال direction بتاع the beam او direction بتاع الحركة وال direction بتاع the beam يعني مثلا انا دلوقتي ببص على the geometry ده كده انا بقى transmit the wave بتاعتي ده كده هنا في direction ده اعمل steering بالشكل ده كده بتبقى على الجزء بتاع الايه على direction بتاع the beam فمعنى كده لو انا فرضا عندي V دي 90 درجة عاما 90 درجة مع الاتجاه بتاع the beam يبقى معنى كده cos theta هيبقى بصفر يبقى معنى كده مش هيجيه double shift اوكي cos theta دي يبقى معنى كده لازم flow بتاعي direction بتاع the flow يبقى عامل زاوية اقل من 90 درجة مع الايه مع direction بتاع the beam نفسه او مش 90 درجة او خلاص يمكن تبقى اكتر من زاوية ممكن يبقى direction بتاع the flow ناحية التانية كده فيبقى زاوية اكتر يبقى 135 درجة مثلا او هي دي 45 فعامتا ممكن هي تبقى اي زاوية بس ما ينفعش انها تبقى 90 درجة طبعا زي ما كنا بنتكلم لو انا عندي object بتاعي هنا الموجود هنا ده يعني مفروض انه هو لو هو ثابت يبقى frequency shift مش هيبقى zero اوكي لو RBC بتاعي بتتحرك في اتجاه transducer يبقى معنى كده ان shift هيبقى up يعني هيحصل عندي increase في frequency لو انا بتحرك في عكس اتجاه transducer يبقى معنى كده ان ايه shift هيبقى negative اوكي من doppler shift equation دي احنا ممكن ندرايف equation للV as a function of doppler shift والtransmitted frequency والكوزين الانجل ثيتا اللي احنا ممكن نشوفها من الصورة احنا ممكن بقى display المعلومات اللي بتجيلنا من doppler ultrasound دي بكذا طريقة طريقتين الاساسيتين احنا بنشوفهم الـ spectral doppler والcolor doppler الـ spectral doppler دي انا بختار region of interest بختار منطقة صغيرة كده بس انا بيقى sample volume بتاعتي الدكتور بيختارها طبعا هو بيختارها بيقدر يحرك بيحرك الخط ده في اي اتجاه هو عايزه ويحرك الـ sample volume دي كبرها ويصغرها زي ما هو عايزه ويحركها الفوق ويحركها تحت زي ما هو عايزه يعني عنده كامل حرية ليختار الـ spectral sample volume ده بيساوي كامل بياخد الـ spectral sample volume اللي بيحصل انا بحلله باستعمال الـ transformation علشان يجيب لي عند كل نقطة في الوقت يجيب لي الـ spectral component بتاعته عبارة عن ايه كل واحدة من النقط دي بيتمثلي velocity component موجودة في ودين الـ sample volume اللي انا باخدها اوكي يعني الـ sample volume دي ما فيهاش RPC واحدة لا ده ما فيها مجموعة في عدد كبير فمعنى كده لما بحل لنا frequency components الموجودة عندي هيطلع الـ spectrum للـ الـ velocity اللي موجودة عندي في الـ sample volume بتاعتي دي برسمها مع الوقت الشكل اللي انا بشوفه هنا دوت عبارة عن frequency shift اللي هو مقابل في الاخر من Doppler shift equation مقابل للـ velocity بالضبط برسمه مع الـ baseline اللي هو عبارة عن الـ time وده بنسميه spectrogram وده الحقيقة مشهور جدا وده دايما بنبص عليه عشان بيبارن لنا معلومات مهمة جدا عن الـ عن الـ عن الـ او اي لو في عندي اي حاجة ستينوزس او او انيوريزم او حاجة زي كده ممكن تبانلي قوي من الـ الشكل الثاني بقى عشان اعرض بيه المعلومات اللي احنا كنا تكلمنا عليه في الاول خالص هو الـ color doppler الـ color doppler ممكن ان انا اعرض المعلومات بتاعتي في شكل الوان يعني a code يعني اخد area اولا كده بالشكل ده والـ area دي احط في كل نقطة الـ velocity component بتاعتها او الـ mean velocity بتاعتها احطها كلون واخلي الالوان اللي لونها احمر دي بتإنديكات الحاجات اللي up shifted او الحاجات اللي فيها الـ flow بيتحرك في الاتجاه اللي هو التجاه الترانسجيوس التجاه الفوق والالوان اللي بالازرق ممكن تبانلي انها لتحت اللي هي ايه ابص لتحت كده ان انا الـ flow بتاعتي بتحرك الاتجاه بتاعي التحت فطبعا تنتيجا ان ده كده شكله لونه كله الوان احمر فمعنى كده ان هو بتحرك لفوق لو كان بتحرك لتحت يبقى معنى كده كان هيبقى لونه الوان ازرق يبقى درجات ازرق ممكن بقى ان انا اعرض لاتنين مع بعض ممكن يبقى عندي color doppler معاء الـ b mode ultrasound اللي هو اللي تحت دوت معاء كمان الايه الـ spectral doppler بالشكل ده كده ويبقى ده تريبليكس ديس بلاي الـ doppler ultrasound بيبقى فيه نوعين اساسيين جدا في الـ acquisition والـ processing بتاعه النوع الاولاني اللي هو الـ continuous wave doppler أو الـ CW doppler اللي بيحصل فيه اللي بيبقى فيه عندي transducer للـ transmission و transducer reception ده بيبعت على طول طول الوقت وده بيستقبل على طول طول الوقت اللي بيحصل طبعا نتيجا ان ده له beam form غير الـ beam form ده يبقى فيه بس area صغيرة هي اللي فيها intersection between the two beams دول هي اللي تعتبر sensitive region بتاعتي دي مستعمالة في حاجات مثلا زي fetal doppler مستعمالة في حاجات زي vascular preferred vascular doppler اللي فيها بيبقى عارفين تقريبا احنا عايزين نبص فين لان احنا ما نقدرش نغير دي ما نقدرش نغير دي ما نقدرش نغير المكان ده فين يعني transducer اللي احنا بنشتريه بيبقى depth of focus بتاعه depth of overlap بتاعه بيبقى كذا يعني sensitive region دي بتبقى مروف انها على depth كذا ما نقدرش نغيرها الترانسدوسر ده الترانسدوسر ده الالمس بتاعته دي ثبتة اوكي فنقطة ان هي basic دي احنا عندنا very small region عشان يبقى فيها double sensitivity موجودة no range information يعني ما قدرش نحسب depth بتاع signal جالي منين لو جالي من هنا يعني وذين نفس sensitive region دي لو جالي من هنا او جالي من هنا ما عرفش ما قدرش عارف الكلام ده بس الميزة بتاعته بقى عشان بابعته استقبل في طول الوقت كده signal processing بتاعي هنا مفيش عليه limitations يعني الحاجة اللي بستقبلها من هنا ممكن استقبل اي shift ما يبقاش عندي فيه مشكلة خالص ما عندش اي limitation maximum velocity خالص نهائي اوكي لان انا باخد دي يعني بقى بعدي طول الوقت بقى بعدي طول الوقت هنا طول الوقت وبستقبل من هنا signal بعمل لها بقى حاجة زي ال spectrum اللي انا كنت بسيط عليه ده او بعمل لها اي تحليل بالشكل اللي انا عايزه فكل الاحوال مفيش limitation عليها فما فيش limitation خالص على maximum velocity اللي انا بقدر احصر عليها من continuous wave system اوكي بس فيه limitations يعني ايه ميزة ايه اكيد ميزة الحاجات التانية دي كلها بتبقى limitations البلس wave doppler بقى مختلف شوية البلس wave doppler اللي بيحصل فيه ان انا بستعمل نفس transducer هو هو ببعت وبستقبل وبعد كده باخد الحاجة اللي بستقبلها دي اعمل لها processing بالsignal بالdoppler signal processing اوكي طبعا انا هنا بابعت wave بابعت مثلا pulse بتاعة ultrasound وبقى انا مختار المنطقة اللي انا عايزه هتبقى هي دي sensitive region بتاعتي زي ما انا كنت بشوف sample volume كده على الصورة كان الدكتور هو اللي بيحدده اوكي بحدد مكانه فين depth بتاعه فين وبحدد gate depth بتاعي كام يعني بسمي دي gate بحدد gate depth بتاعي كام مسافة دي كام وحدد gate length كام اوكي دي الدكتور بيحددها وعنده كامل حرية ان يقدر يحددها once ان انا حددت الكلام ده كده انا بابعت يعني transition بيبعت ويستقبل من المنطقة دي بس يعني بيعتبر depth بتاعه maximum هو ده وياخد السignal دي ويفضل يبعت ويستقبل بقى لغاية لما يجيب doppler information بتاعه فالميزة بتاعه pulse wave doppler ان range information is available والريجن نفسها ليه sensitive region دي selectable by user اوكي يعني ممكن اختارها في اي وقت العيب بتاعه الاساسي بقى ان عنده limitations على maximum velocity وعلى accuracy بتاعتي يعني maximum velocity بتاعتي يعني لها limit اوكي وهشوف الليمت ده جايلي منين والaccuracy بتاعتي اللي هي انا بجيب ال velocity نفسها قيمتها كام بالظبط بيبقى فيها عندي برضو error عالي فيها شوية لحد ما اعلى على الاقل continuous wave doppler ال signal processing بقى اللي بتتم في continuous wave doppler هي كالقاتي انا بكل بساطة عندي transmitted wave بتبقى شكلها sinusoidal كده ال receive تبقى شكلها حاجة عاملة زي كده برضو كويس فاللي بيحصل دلوقتي انا عايز اعمل ال detection اللي دي عندي لو انا ضربت 2 signals دول في بعض هيطلع لي 2 components يعني بضرب 2 sinusoidal في بعض هيطلع لي sinusoidal double frequency او بمجموعة 2 frequencies و sinusoidal تانية بطيقة بايه بحصل طرحهم اوكي فكل انا عايز اعمله دلوقتي ان انا عايز اجيب الحاجة اللي هي عبارة عن فرقهم فرق frequency بين ال اتنين دولوا بعض فلو انا بسيت على signal دي كده دي عبارة عن frequency عبارة عن تقريبا ضعف frequency اللي موجودة في transmitted و frequency بقى هي الفرق اللي انا عايزها فلو انا عملت high pass filtration لل signal دي هيطلع لي ال envelope بتاعي اللي هو بيمسي لي difference في الايه difference بتاعي في الايه في ال في ال frequency وهو ده doppler shift اللي انا عايزه فباسيكلي هي بيبقى عندي transducer بيبقى عندي demodulator demodulator دا عبارة عن انا بضرب الاثنين دول في بعض وبعمل low pass filter اوكي بعد كده باخد السيجنى دي بقى بعملها frequency estimation بايه طريقة بقى ممكن انا اعملها بطريقة digital ممكن اعملها بطريقة analog يعني يعني باي شكل من الاشكال وفي الاخر بديسبلاي بعد كده السرعة بتساوي يعني طبعا هنا very straightforward مفيش عندي اي limitation خالص بيقولي ان الجزء دوت ممكن لو frequency عليت عن حد معاين يبقى عندي مشكلة لحقيقى يعني دي حاجة شكلها بسيطة جدا ممكن تتعامل في المنتقى البساطة حتى كanolic circuit اوكي وال low pass filter هنا برضو cut off frequency بتاعه لو انا اخدت عبارة عن F note اللي انا باعتها هنا اللي هي transmitted frequency هيبقى مزبوط جدا لان انا عارف ان انا بالتأكيد المجموعة 2 frequencies دول اكبر من F note وحاصل ترحم اقل من F note فسهل جدا برضو ان انا حدد ال low pass filter ده وخليه fixed فالحقيقى كimplementation هنلاقيه بسيط جدا وعشان كده هنلاقي ان الحاجات اللي مبنية على continuous wave doppler ultrasound هنلاقي ان سعرها رخيص الحقيقى يعني هنلاقي مثلا ممكن نلاقيه مثلا في حدود مثلا اقال من 100 دولار او 500 جنيه اوكي فنلاقي ان هو في حاجات بتدي ميزة الحقيقة روما ان هو عنده limitations طبعا الا ان هو في ميزة كبيرة طبعا السعر ال hardware بتاعه بيبقى فعلا قليل جدا بالنسبة لل pulse wave ultrasound في حاجة مهمة جدا لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا نبص على الجزء بتاع signal processing بتاع ال ultrasound وهي جزء بتاع clutter clutter ده معناها signal from stationary tissues اللي بيحصل لو احنا بنبص على spectrum بتاع الحاجة اللي راجع لنا بيبقى فيه peak عالية قوي كده بتمثلي reflections جاياني من stationary tissues وفيه جزء بقى اللي هو الصغير ده هو اللي بيمثل البلد اوكي فنتيجة لان احنا عندنا البلد ده قليل جدا يعني قيمته صغيرة جدا بالنسبة لل clutter دايما بنحاول نعمل حاجة اسمها clutter rejection أو clutter removal filter يعني حاول نشيل ده عشان ندعى نشوف البلد ده بشكل يكون احسن اوكي فباسيكلي لو احنا بصينا على الشكل ده كده احنا طبعا بنعمل دي modulation معناها ان احنا لو احنا عندنا ده مسلا center frequency بتاع 5 ميجا لابا بنعمل دي modulation ده بيتنين عند 0 اوكي ده بيبقى عند DC فبعمل high pass filter يعني عشان اخد جزء اللي هنا ده واخد جزء اللي هنا ده واريجكت الجزء بتاع clutter ده ال high pass filter ده او clutter rejection filter ده the actually بيبقى selectable by user يعني ده بيبقى واحدة من ال options اللي قدام الدكتور على المكنة يقدر ان هو يغير فيها زي ما هو عاوز وانس ان احنا شلنا الجزء بتاع clutter ده وطبعا هو بيتشال مع الجزء بتاع البلد اللي تحت ما نقدرش ان احنا لو عندنا noise في نفس frequency بتاعة البلد يعني على نفس frequency بتاعة البلد اللي هي جراجع عالي اللي هي حقيقية ما نقدرش نشيل واحدة ونسيب التانية لازم نشيلهم هما الاتنين مع بعض فانشيل الجزء اللي هو هنا ده كله ويفضل لده بقى جزء بتاع البلد اللي هنا وجزء بتاع البلد اللي هنا هو ده اللي بي ايه بنستعمله بعد كده في الايه في الاناليسس اوكي فحنا بنتكلم على الجزء دوت ان احنا بنعمل حاجة يعطبعا بيسمى clutter ده سعب بيسموه wall motion filter لان احنا عادة الجزء بتاع السيجنال ده بيبقى جالي من ال wall من ال vessel wall لان احنا بياخد ال sample volume بتاعتي بيبقى لقى طبعا extension of elevation وفي ال full directions عموما فهلاقي ان جزء منها بيبقى واخد سيجنال من ال wall من ال vessel wall vessel wall بيبقى reflector reflector ده معناها ان هو بيرجع لي signal intensity عالية فنقطة ان احنا لو ما عملاش الجزء ده clutter الحقيقى بياخد معظم دينامي cringe بتاعي بتاعي بتاع الايه بتاع ال conversion لو انا ما عملتش المرحلة بتاع clutter rejection دي بشكل مزبوط هلاقي ان معظم دينامي cringe ضيعي في clutter وهلاقي الجزء اللي في ال blood اللي هو في contrast بتاعه اللي هو يهمني بقى هلاقي ان كله يعني في few bits أو few يعني few numbers كده قريبين من بعض فمقدرش نشوفه في contrast خالص هطلع resolution بتاعتي 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 ال velocity بتاعتي هنا في doppler هلاقيها وحشة جدا اوكي فدي حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفين لو بتكلم على مثلا الفرق بقى بين البلد وبين ال T-shirt عشان نبقى متخيلين يعني اللي هي البلد طبعا هو اللي بيجيب لي doppler signal وال T-shirt بتبقى جايبان اللي stationary signal اوكي ال velocity range بتاعي ممكن يبقى من zero لغاية 600 سنتيمتر per second اوكي ده حالات حالات اللي هي اللي تبقى ورايبة اول من الورطة يعني برضو دي حالات extreme يعني ال signal intensity بتاعتي very low اوكي ال T-shirt بقى اللي هو بيمثل اللي كلاتر السرعة بتاعتي الليلة جدا 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 وفي نفس الوقت عندنا بنتكلم ان هي 40 decibel higher than the blood 40 decibel 40 decibel ده رقم كبير جدا جدا فبنتكلم ان احنا عندنا لو احنا عملنا كاتوف لل high pass filter بتاعنا ده عشان نشيل لنا doppler shift اللي جايلي من 10 يبقى معنا كده هشيل كل الحاجات اللي لها علاقة بالتيش وخالص يبقى اللي فاضلي بعد كده هو الحاجات اللي لها علاقة بالبلد اوكي بس تاني جزء بتاع سيلكشن بتاع ال filter frequency تراشو ده او ال wall motion filter characteristics ده هعمل كاتوف بتاعي كام ده بيبقى الدكتور هو اللي بيحدده هو بيستعمل الماكينة ده ما بيبقاش حاجة preset وثابتة في ال design بتاع الماكينة نفسها نيجي بقى الجزء بتاع البروسسنج بتاع البلس ويف دوبلر اوكي البلس ويف دوبلر بروسسنج حقيقة اعقد بكتير جدا من ال continuous wave دوبلر بروسسنج الحقيقة الحاجة اللي هي فرق كبير بين الاثنين الحقيقة ان احنا بنعتبر الدوبلر signal بتاعتنا في الفلس ويف دوبلر هي عبارة عن من الدوبلرشفت الاصلي فمعنى كده ان احنا عندنا عندنا مشكلة لو انا بتكلم على ان ده دوبلرشفت بتاعي لو فرضا ده الدوبلرشفت اللي انا عايز اجيبه لو انا بعمل كفاية بالشكل ده كده يبقى معنى كده هجيبه فعلا مزبوط هجيبه فعلا يعني perfect. هقدر اجيبي ال velocity بتاعتي دقيقة جدا جدا جدا. انما لو عملت يعني لو وصلت لغاية ناكوست بقى لو انا ال frequency بقى دي مثلا F node. لو انا عملت sampling بتوايس F node دي. هيبقى بالعافية شايف الايه. يعني عندي كده هيضوبك في كل half cycle او في كل cycle هيبقى في عندي two samples. اللي هي exactly the criteria. لو قليت عن كده بقى. لو خليت ان في عندي rate بتاعي بتاع السامبليج قل من كده. بدي تكتب حاجة مختلفة خالص. بدي تكتب حاجة شايفين هي يعني velocity الحقيقية هي التحت دي. والحاجة اللي انا بقى عملها detection بتاعتي حاجة شكلها مختلف خالص. فالحقيقة العيب بتاع البلس ويف دوبلر ان هو او يعني عرضة ان يحصل له اليسين. اوكي? فلياخد في اعتبارنا الكلام ده كويس قوي لان احنا لازم ببقى عارفين ان هو مش شرط القيمة بتاعته اللي بتطلعه يتبقى مزبوطة. لازم انا متأكد 100% ان انا عملت عشان الكلام ده يحصل. طبعا السامفلين بتاعنا السامفلين ريت دا بيعتمد على ايه? المسافة اللي بين النقطة دي والنقطة دي. هي بتعتمد على الدبث بتاع el region of entry spotty او sample volume بتاعته او gate. اوكي? يعني انا باخد sample وبعد كده بابعت signal تانية عشان اخد sample تانية. وابعت signal تانية عشان اخد sample تانية او وبعط wave تانية عشان اخد sample تانية. وهكزا. المسافة دي هي المسافة بتاعت ان انا رحت لغاية ال gate ورجعت. اوكي? فالسامبلنج بتاعنا ما هواش بادينا نختاره عشان يبقى كده. لا ده بيعتمد انا ال gate depth بتاعي كام? وهو control تماما بيها. اوكي? فمعنى كده وcontrol برضه طبعا يعني بطبيعة الحال بالfrequency اللي هو center frequency بتاعي اللي center frequency هو اللي بيحدد لي doppler shift ده بيبقى كام? وطبعا كل ما عليت في ال frequency كل ما ال frequency shift ده بقى اعلى. لان هو بيعتمد على ال f note. اوكي? بيعتمد على ال f transmitted. اوكي? فمعنى كده او f transmitted ده اللي تبقى معنى كده دي محتاجة sampling اكتر. اوكي? فناخد في اعتبارنا ان احنا كل ما علينا ال frequency بتاعت ال transmission كل ما كنا محتاجين sampling اكتر او كل ما كان ال aliasing more likely انه يحصل. وكل ما الدبث كبر. يعني معنى كده ان كل ما المسافة اللي بين ال acquisition وبعضيها زادت. كل ما كان برضو ال aliasing likely ان هو يحصل. في عندي طريعة تانية في ال pulse wave Doppler للprocessing بتاعها حاجة اسمها time domain pulse wave Doppler. اوكي? الفكرة فيه كلاقاتي. فكرة بسيطة الحقيقة. انها دلوقتي مش بروح لل Doppler مش بايس Doppler Frequency. لا ده انا عايس حاجة تانية. هيس الفرق في الوقت. ازاي هيس الفرق في الوقت? انها دلوقتي هي acquire لو انا فرضا عندي النقطة دي هي ال scatterer اللي انا بتابعه. اوكي? فدلوقتي لو انا بعدت له wave دوري بعدت له transmission يعني. هيرجعلي ال receive the echo بتاعه وهيرجع بعد وقت تي 1. لو انا استنيت بعدت second pulse. اوكي? second pulse دي كان عندها الحاجة اللي انا كنت بابص عليها دي تحركت شوية. ده كان المكان الاصلي بتاعها تحركت بقت في المكان تاني. هترجعلي بعد وقت تي 2. اوكي? فدلوقتي انا ممكن نربط دلتا دي ديت اللي هي الفرق بتاع 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 السكاترر بتاعي دوت بفرق الوقت اللي انا استو. يعني انا عرفت هنا ال echo ده رجع امتى? وال echo ده رجع امتى? فمن فرق الوقت ده قد رئيس فرق المسافة دي بتساوي كان. فرق المسافة احنا ممكن نلاقيها ان هي بتساوي c في t2-t1 على 2. اوكي? ده dm بتاعي. اوكي? الفرق بقى اللي هو t2-t1 واحد دوت. اللي هو عبارة عن ايه? عبارة عن فرق الوقت. اللي هو perspitation interval بتاعي اللي انا الفرق بين الوقت اللي انا خدت في الاكل الاولين والاكل التاني. اوكي? والجزء اللي هو perspitation interval اللي هو واحد على prf. اللي هو يعني لو انا حبيت احسب انا ال rate بتاعي هنا كام? هو عبارة عن واحد على المسافة الزمنية بين الاتنين دول وبعض. اوكي? يعني انا مثلا هنا لو انا بتكلم مثلا ان انا بعدت عند time بتساوي zero. ورجعلي عند وقت بتساوي ميت مايكروساكند. اوكي? بعد كده بعدت تاني عند ميت مايكروساكند. رجعلي عند مية وخمسة مايكروساكند. اوكي? t2-t1. اوكي بعدت تاني عند ميت مايكروساكند. رجعلي عند ميتين وخمسة. عشان انا هنا بتكلم على الوقت كله من zero. يعني zero هنا. او لما بعدت هنا. رجعلي هنا عند مية. مية. بعدت هنا عند مية. اوكي? واستقبلت عند مية وميتين وخمسة. عشان المسافة الزمنية بين هنا وهنا مئة وخمسة فمعنى كده مئة وخمسة ناقص مئة هتديه مئة وخمسة اللي هو الفرق اللي هو في الايه الفرق في الوقت بين الاتنين دول هو Perseptation Interval بتاعي اوكي اللي هي الفرق بين الاتنين دول وبعض وبعدين Perseptation Frequency هي واحد على Perseptation Interval لو انا عايز احسب الفلوستي بتاعتي بقى انا عندي دلوقتي الفرق في الزمن بين الاتنين دول يعني ده اخد مئة ده اخد مئة وخمسة اوكي يبقى معنى كده ان انا هنا الفرق بين الاتنين دول وبعد خمسة خمسة مايكرو ساكن خمسة مايكرو ساكن دي اللي هي Perseptation Interval بتاعتي اوكي والDM بتاعتي اللي هي اللي انا يعني الفرق في الدبث اللي هو اللي انا قسته دوت وده ممكن اقيسه من الاكل الراجع دوت اوكي ممكن اجيب منهم هما الاتنين الفي بتاعتي بتساوي كام انا عارف ان هو اتحرك مسافة كذا في وقت كذا فيبقى الفلوستي بتاعته هي بتساوي كذا اوكي Correlation Technique لان انا باخد التو سيجنال الجايين اللي دول بعم بينهم Correlation بحس بالفرق اللي في الوقت بينهم وبحس بالمسافة اللي بينهم ومنها بحس بالفلوستي بتاعتي بتساوي كام خلينا اخد مثال كده عشان اتخيل جزء بتاع البالس ويف Doppler Processing ها consider Doppler Imaging of a vessel الدبث دي بتساوي 10 سنتي ها derive the maximum detectable velocity if the transmitted signal frequency was 5 ميجا هيرتز and the Doppler angle was 45 degrees انا كل اللي مفروض اعمله في المسألة دي ان انا احسب pulse repetition interval بتاعتي بتساوي كام من احسب pulse repetition frequency بتساوي كام وهي دي تبقى sampling frequency زي ما اتفقنا في جزء بتاع pulse wave Doppler Processing احنا دلوقتي احنا بنتكلم على depth 10 سنتي depth 10 سنتي تفاعل ان كل سنتي بيحتاج 15 ميكرو ساكن عشان يروح ويرجع يبقى معنا كده pulse repetition interval بتاعتي اللي هي بتساوي twice d على c لو احنا فاكرين اوكي بتساوي 15 ميكرو ساكن في 10 سنتي اوكي هتساوي 130 ميكرو ساكن طب sampling frequency بتاعتي بتاعنا هتساوي كام بقى هتبقى عبارة عن واحد على parcel بتشوف interval بتاعتنا اللي هي دي يعني عبارة عن واحد على 130 ميكرو ساكن اللي تطالينا 7692 sample per second اوكي دي بتساوي by definition twice f doppler maximum اوكي يبقى نحسب منها على طول يعني ناخد دي بقى fd maximum بتساوي كام ونعوض في الإكواجن بتاعتنا بتاعت اللي هي doppler shift equation الفي بتساوي cfd على twice ft كوزاين ثيتا عندنا ft موجودة 5 ميجر هرتز عندنا كوزاين ثيتا موجودة كوزاين 45 درجة ال fd maximum بتاعتنا نحطها بقى اللي هي عبارة عن الرقم ده على 2 اوكي ومنها نقدر نحسب بقى على طول maximum velocity بتاعتنا بتساوي الرقم ده نساوي الحزبة دي كده بالزبط اوكي المساقية دي مشهورة جدا 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 والحقيقة لازم تفهمينها كويس قوي علشان نعرف امتى يحصلينها elising يعني ممكن مسلا في conditions اي كدا ممكن مسلا احنا نتسيئل سؤال يعني باحنا مسلا بنشتغل ان احنا لو احنا بنقيس maximum velocity مسلا of مسلا ساي مسلا ساي 10 m per second مثلا او مسلا يعني او مسلا لازم 10 m 200 m per second كويس هل هتبقى aliased في الدبلر ولا لا بمعلومية بقى الـ Frequency بتاعت الترانسوميشن والـ Angle بتاعتنا اللي احنا ممكن نشوفها من الصورة والـ Depth اللي احنا بنبص عليه بنقدر على طول نعرف اذا كانت فعلا هتبقى الياس ولا مش هتبقى الياس دي مهمة جدا عشان نقدر نتربريت النتيجة بتاعت الدوبلر لان هو اللي بيحصل في الدوبلر ان هو بياخد الـ Frequency اللي هو بيطلعها دي حتى لو كانت الياس ويعرضها زي ما هي فلازم اكون عارف ان انا اقدر ان ابص على الحاجة اللي طلعها دي وقدر استنتج اذا كانت هي جايالي فعلا بالقيمة المزبوطة بتاعتها ولا علشان هي الياس يعني جات بالشكل اللي هي عليه دوت فاللي بيحصل هنا احنا تاني بنعمل حساب للجزء بتاعتنا بتاعتنا بتساوي كام يعني الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نوصل للـ Gate بتاعتنا ونرجع تاني بيساوي كام واحد عليها بيدينا الـ Frequency اللي هي عبارة عن Sampling Frequency من الـ Nyquist اعلى Frequency موجودة عندي في السيجنال بتاعتي مفروض انها تكون نص Sampling Frequency يبقى معنا كده اقدر احسب الـ FD maximum بتساوي كام وارجع بقى اعود في الجزء بتاع الايه Doppler Shift Equation عشان احسب منها V maximum المقابل للـ FD maximum دي بيتساوي كام طبعا فيها عندنا شوية حاجات كتيره يعني شوية Definitions كده في الـ Doppler لازم نبقى عارفينها الجزء بتاع الـ Aliasing ممكن احنا نلاقي ان الجزء بتاع الـ Highest Doppler Frequency ممكن احنا نلاقي ان الجزء بتاع الـ Highest Doppler Frequency ممكن احنا نلاقيها Shifted يعني بيسيك تبقى ظاهران لنا كده اكدرها نيجاتيب فريكونسي اوكي فباسيك لي بقى معنى كده ان الـ Doppler Shift اللي مقابل لها يبقى اعلى من الـ Parsemitation Frequency على اثنين الجزء بتاع الـ Angle Dependence طبعا احنا عندنا فيه كوزين ثيتا موجود عندنا فمعنى كده ان احنا يعتمد الـ Doppler Shift بتاعنا على كوزين الـ Angle بتاعنا اوكي فمعنى كده ان احنا ممكن نغير الـ Doppler Shift ده لو احنا اخدنا Angles مختلفة او عملنا Excitation بAngle مختلفة في الايه في الـ Equation في الـ Doppler Shift Equation فيها عندنا حاجة اسمها Clutter Breakthrough ممكن يبقى فيها عندنا يعني احنا بنحط فلتر اللي هو الـ Wall Motion Filter او صعب بيسموه Wall Thumb Filter على اساس ان هو فعليا بيبقى شكله كده هو بيشيل الجزء اللي هو في النص ده كده زي ما هو يعني بيبقى شكله حاجة زي Thumb كده فباسيكلي احنا يعني ممكن يبقى جزء من الـ Clutter يبقى still displayed على Spectral Doppler او Color Flow System بتاعنا اوكي فBreakthrough معنى كده بنتكلم على ان احنا يبقى فيها عندنا بعض الـ Doppler Frequencies تبقى related للـ Clutter وتبقى أعلى من الحاجات اللي بتشيلها الـ Wall Thumb يعني بمعنى ان انا اكون اواخد الـ Wall Motion Filter بتاعي اقل شوية من الـ Range بتاع الـ Clutter بتاعي فهيظهر لي جزء بتاع الـ Clutter ده في الـ Spectral Doppler او في الـ Color Doppler بتاعي ده طبعا بيبقى كل الحاجات دي بتبقى Artifact لازم اخد بالي منها او اغير بقى الـ Wall Motion Filter اللي بتاعي علشان اخليه بقى اعلى شوية بحيث Frequencies الجزء الـ Definition التانى اللي هو Loss of Low Power Low Doppler signal باسيكلي لو انا عندي Blood Velocities Below Doppler Frequencies يعني بتكلم على حاجات مثلا يا اما الـ Angle بتاعتها Near 90 Degrees او عندي Velocity بتاعتها قليلة هلاقى انها اطضيع في الـ Wall Motion Filter يعني فاكرين الرسمة اللي انا كنا رسمينها من شوية اللي كنا شايفينها في الـ Slider اللي قبل اللي فاتت كان فيها عندها رسمة كده مبينة ومبينة ان احنا لما بنشيل بيبقى فيه جزء تحته كده بيبقى جزء احقيه بس بنطر نشيله عشان انا بنشيل جزء كله بنشيل Frequencies content اللي في الـ Range ده كله مش بنبص نشوف الـ Range ده فيه ايه ومفوش ايه لو انا عندي الـ اتنين في نفس الـ Frequencies ما ادرش اميز بين الـ Clutter وبين الـ Actual Signal او بين الـ True Signal اوكي فاللي بيحصل فيه عندي Loss of Low Power أو Low Doppler Low Doppler ده اللي هو الجزء اللي في الـ Doppler الجزء الحقيقي اللي في الـ Doppler اللي بيقى في نفس الـ Range بتاعه Clutter فده للأسف ما بدأدرش ان احنا نعمل فيه حاجة ما بدأدرش ان احنا نحصل عليه خارص نتيجة للايه للـ Wall Motion Filter ده للأسف دي حاجة موجودة ويعني ما بدأدرش نحن نتغلب عليها لازم نبقى عارفين انها موجودة علشان نبقى واخدين في اعتبارنا الكلام ده وإحنا بنبص على الـ إحنا بنبص على الـ Spectrum بتاع الـ Doppler بنبص على الـ Color Doppler احد الطرق بتاع الـ Doppler Ultrasound هي ان احنا نعرض الـ Doppler في صورة Color Doppler يعني ايه الـ Color Doppler يعني بالـ الـ Mean Velocity بتاعتنا At each point ونننقودي it in color يعني محتوطة Super Imposed على الـ Black & White Ultrasound Image يعني باجي على الصورة بتاع الـ Ultrasound ده هي الـ Black & White العادية أحط عند كل نقطة في الـ Range اللي أنا أو في المنطقة اللي أنا interested فيها أحط الـ Velocity بتاعت كل نقطة كلون والألوان دي بتننقودي الـ Velocity أو الـ Mean Velocity اللي موجودة في كل نقطة بالنقطة دي أوكي؟ منحط الـ Red للـ Flow Toward Transducer ونحط الـ Blue للـ Flow Away From The Transducer أوكي؟ ونحط الـ Range بتاع الـ الألوان كده ونعرضها بعد كده على الايه؟ نعرضها بعد كده على الشاشة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده أوكي؟ فإحنا باسيكلي في الجزء دوت بيبقى عندنا يعني اللي بيحصل عندنا بيبقى فيه عندنا الـ Beam Formal بيودي للـ B-Scan Processor عشان طالعنا الـ Beamode Image بيودي الـ Spectrum Drupal Processor عشان لو عايز احسب الـ Spectrum في جيت معينة أو في Sample Volume معينة وبودي بعد كده نفس الـ Data هي الـ Color Flow Processor عشان يطلع عليه الصورة اللي هي بـ Color اللي موجودة عندي هنا دي طبعا الـ Color Processing بتاعنا من الحاجات اللي بتحتاج Processing Power عالية ولما بنتكلم على مكنا ان فيها Color Doppler بتبقى فعلا من مكنا اللي تعتبر إلى حد ما Medium Range أو High End يعني Medium Range أو High Range يعني بيكلم عن الحاجات اللي هي ما هياش رخيصة على القلب في السعر والحقيقة بيبقى يعني ك Quality of Diagnosis يعني بيبقى بيدي للدكتور حقيقة Very valuable tool عشان يقدر يشخص بيها حاجات ممكن تبقى معقدة أو يشخصها بالـ Pulse Wave Doppler أو على القالية تبقى Time More Time Consuming الـ Power Doppler زي ما كنتم بتكلم انه هو بيستمية الـ Power بتاع All the Shifted Components يعني مش بجيب الـ Mean Velocity وبس لا ده أنا بجيب كل الـ Power بتاع كل الـ Shifted Components فبتفري معي جامد جدا علشان يعني بتبقى يعني ممكن تتأسس الـ Perfusion يعني تأسس كل الحاجات الـ Blood اللي هو موجود في كل الـ T-Shirt بتاعتي تقولي هو مقداره قدية أوكي فده بيبقى Very useful في الـ Assessing Perfusion زي ما كنتم بقول وبعمله Encoding in terms of only Red Shades يعني بحط الوان بس من أصفر لغاية أحمر أوكي ومفيش بقى لان هي بقى باخد الـ Power بقى دلوقتي أوكي بقى integrate بقى كل الـ Power بتاعت الـ Shifted Components يعني كل الـ Doppler Components اللي عندي بكل الـ Velocity بتاعتي يعني أكدني بقى integrate كده في الـ Spectre Doppler بقى integrate على الـ Frequency Range أوكي integrate كل الـ Components زي بالـ Amplitude بتاعها فبيطلع لي تشو اللي هو Perfuse بيطلع بالشكل ده كده لو في عندي جزة فيتشو مهاش Perfuse مش هيطلع لي فيه ألوان بالشكل ده خاص فده ممكن يبقى مفيد جدا مثلا في إيه لانا لو مثلا بعمل Transplantation مثلا لـ Kidney من أول Signs بتاعت الـ Rejection يبتدي يبقى فيه مشاكل في الـ Blood Flow في أماكن أوكي يبقى Blood Flow في أماكن أو Blood Vessels في أماكن بتقفل نتيجة للـ Rejection أوكي فممكن إحنا نبتدي نبتدي بتاعت الـ Rejection دي بإن إحنا نبص عليها بحاجة زي الـ Color Doppler بحاجة زي الـ Power Doppler فهو الـ Power Doppler كـ Block Diagram بسيكلي إحنا بناخد من الـ Color Processor بنحسب Mean Velocity عشان نحسب الـ Color Doppler والـ Variance برضو ممكن نعرضه بشكل ما بس في الآخر هنناخد من الـ Color Processor ده بناخد الـ Power ونطلع منها الـ Power Map أوكي فممكن إحنا نعمل Direction الـ Power Doppler وده مش likely قوي يعني ممكن إحنا نطلع الـ Power Direction من الـ Color Information ونعرض Direction Power Doppler بس دي مش Very Common الـ Very Common إحنا ناخد كل المعلومات بتاعت الـ Color Processing أوكي يعني كل المعلومات بتاعت الـ Doppler Shift عموما بتساوي كان بدلا محسب المين لا ده نحسب الـ Integration بتاع الـ Power أوكي ففي الآخر باخد الـ Power Information دي وبعرضها كـ Power Doppler Display زي ما احنا شايفين هنا كده آخر حاجة خالص في الجزء بتاع الـ Ultra Sound هو الـ Ultra Sound Safety أنا ها اقتصر خالص الجزء دوت طبعا فيه حاجات كثيرة قدر نتكلم عليها لانه فيه Limits جاية من الـ Standard الموجودة من حاجات الـ A-I-O-M اللي هي الـ American Institute of Ultrasound and Medicine وفيه حاجات تانية برضو بتحط برضو Limitations على الـ Power اللي نقدر نحطها في الـ Patient بس دلوقتي حالا ابتدى الـ Shift بتاع الـ Safety يعتمد اكتر على الطبيب مش على المكنة أوكي يعني المكنة دلوقتي تقدر تطلع Power أعلى من كانت بتطلعها زمان والدكتور نفس هو اللي مفهود ياخد باله هو بيحط بيعمل Power Deposition عشان يعمل Diagnosis له عايزه لانه هو دلوقتي فيه Trade Off ان انا ممكن ان انا لو حطيت Power أعلى شوية ممكن اشوف حاجة ما كانش ممكن اشوفها بـ Power أقل فهو دلوقتي بيدي Discretion للدكتور ان هو يستعمل Power أعلى بس الدكتور يبقى عامل حسابه ان هو ان يستعمل Power دي في وقت اقصر علشان يخلي في الآخر Average Power أو Average Heat Deposition بتاعي ما يبقاش يوصل للليمت اللي هو يبقى فيه خطورة فدلوقتي يبقى فيه يعني concept اللي ماشي دلوقتي اللي هو Alara Principle أو As Low As Reasonably Achievable يعني انا احط Power As Low As Reasonably Achievable يعني احاول اقلل Power بتاعت المكنة احاول اقلل Intensity بتاعت Transmitted Ultrasound على قد ما اقدر بحيث ان انا في الآخر اقدر اعمل Diagnosis بتاعي بشكل صحيح وفي الوقت نفسه ابقى برضو ما عملتش اي يعني ما عرضتش ال Patient بتاعي لأي هازرد أوكي فده concept اللي احنا عايزين اعرفه لو حد عايز يبص على Ultrasound Safety بقى محتاج ان هو يرجع لل standard بتاعت Ultrasound Safety اللي موجودة لكل واحدة من المود المختلفة في Ultrasound في اخر المحاضرة انا بنصح ان احسنا تشتغل Problems اللي هي Suggested هنا دي كده على اساس انها بتفاهم ال Concepts الموجودة في المحاضرة طبعا ال Ultrasound من الModalities المهمة جدا ال Concepts اللي فيها في غاية الاهمية هي مهياش صعبة وارحية practical هتشوفها بعانيك كل الحاجات اللي احنا المتكلم عليها بتشوفها بعانيك لو انت اشتغلتها على ماكة Ultrasound فبنصح ان احسنا تحل المسائل دي علشان تثبت المعلومات اللي احنا تكلمنا عليها في المحاضرة ترجمة نانسي قنقر